السلام عليكم على طلاب ايكاتو. معانا كورس جديد. هنشرح لكم يعني كوبرنيتس. طبعا حد هيقول لي بقى كوبرنيتس ياه. كوبرنيتس جماعة تكنولوجيا سهلة جدا لو فهمناها. بس مهمة جدا 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 سواء هنشتغل في الكلاود. هنشتغل بس ما نشدعو بالكلاود. او ديفلوبرز على الكلاود. او اي حاجة من دول كوبرنيتس مهمة جدا 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 وهنفهم كويس جدا في الكورس او في الفيديو دوت ايه اهميتها وليه هي مهمة وبنعمل بيها ايه بالزبط. تمام? دي مقدمة يا جماعة تديكم فكرة قوية جدا عن الكوبرنيتس. وتخلي اي حد من غير معلومات خالص يخش ويعرف يعني ايه كوبرنيتس. طبعا نحنا نبص على الكورس بتاع الدكر اللي موجود عندنا على القناة برضو. ولو ما اشتركتوش يا جماعة لو سمحتوا فعلوا النوتيفيكيشن ولو شيرتوا يبقى تدعمونا وفي نفس الوقت تفيدوا الناس. الفيديو دوت هيكون مع مهندسنا المميز جدا جدا مهندس مينة حليم. دوت جزء من الكورس الكامل اللي موجود عندنا على الموقع اللي هو اتنين وعشرين ساعة ونص تقريبا مع اتنين بروجيكت ولا تلاتة بروجيكت. يعني الكوبرنيتس بقى كده من اولى الاخيرة هو بيغطي تقريبا حوالي سبعين في المية من من اجزامي. تمام? لكن مش الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي انا بتكلم على الفيديو اللي على الموقع. طيب الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي هو ايه? هو مقدمة من زيرو لغاية لما نبقى عارفين يعني ايه كوبرنيتس زي نعملو زي نشتغل عليه زي نشغل كتير جدا فيه. تمام? من غير ما ازود عليكم خلونا نشوف المهندس مينة عنده ايه لينا في الكورس بتاعة الكوبرنيتس دوت. يلا بيدو. كوبرنيتس هي معامولة من مهندسين جوجل وهي عبارة عن open source project اتعمل سنة 2014. نقدر نقول برضو ان الكوبرنيتس هي عبارة عن open source container orchestration platform او container orchestration tool ووظفتها ان هي بتعمل automate و manage للcontainerized applications. وكلمة كوبرنيتس هي عبارة عن كلمة يونانية معناها هلمز من او بيلوت. بالعربي معناها قائد الدفة او قائد السفينة او الطيار. الكي ات اس هي اختصار لكلمة كوبرنيتس معناها ان عدد الحروف اللي ما بين حرف الكي وما بين حرف الاس تمن حروف. فعلشان كده بيختصروا كلمة كوبرنيتس وبيسموه كي ات اس. الكوبرنيتس دلوقتي هي من حاجة اسمها cloud native computing foundation وهي اختصار لكلمة cncf والcncf هم دلوقتي اللي مسؤولين عن ادارة الكوبرنيتس وان هم مسؤولين ان هم بينزلوا اوبديتس جديدة للكوبرنيتس. تعالوا مع بعض نفتح الموقع بتاع cncf وده اللينك بتاعه. انا دلوقتي فتحت الموقع بتاع cloud native computing foundation اللي هي اختصار لكلمة cncf. لو جينا ننزل تحت مع بعض. هنلاقي حاجة اسمها لو جينا نضغط عليها هيزهر لنا البروجيكت. هنلاقي الكوبرنيتس واحد من البروجيكت دي وهنلاقي برضو الاتسي دي وهنلاقي الكونتينور دي وهنلاقي الهلم وهنلاقي بروجيكت كتير ال cncf مسؤولين عنهم. ومش كده وبس ده هم كمان مسؤولين على الترينيج والسرتيفيكيشنز بتاعت الكوبرنيتس. فهنلاقي مسلا شهادة اسمها ال cka وشهادة اسمها ال cka دي وشهادة اسمها ال cks وشهادات تانية كتير ال cncf مسؤولين عنهم. ومش كده وبس ده هم كمان بيقدموا كورسات للشهادات دي. طب تعالوا نبص مع بعض على باقي البروجيكت ال cncf مسؤولين عنهم. هنروح على البروجيكت وهنختار كلاود نيتف كل البروجيكت دي ال cncf مسؤولين عن الادارة بتاعته. وطبعا اهم بروجيكت ال cncf مسؤول عنه اللي هو الكوبرنيتس. لو جينا نضغط عليه هيزهر لنا معلومات زيادة عن الكوبرنيتس. هنا بيقول لنا ايه هي وظيفة الكوبرنيتس. ولو جينا نبص هنا هنلاقي ان الكوبرنيتس سبعة وتسعين في المية منها مكتوبة بلغة الجو. وتلاتة في المية مكتوبة بلغة الشيل. واحد في المية بالباورشيل. واحد في المية بالدوكر فايل. واحد في المية بالبيسون. تعالوا نرجع تاني على تبرزينتيشن. يبقى احنا كده عارفنا معلومات زيادة شوية عن ال cncf. تعالوا نعرف مع بعض احنا ليه اصلا محتاجين نستخدم الكوبرنيتس. تعالوا نتخيل كده مع بعض ان احنا شغالين في شركة. والشركة فيها تلاتة ماشين. وكل ماشين عليها مثلا وليكن ميت كونتينر. فطبعا صعب شخص واحد او شخصين يقدروا يتابع كل الكنتينرز دول. فاحنا دلوقتي محتاجين تول تقدر تتابع الكنتينرز دول. من حيث ان هما وكمان عايزين التول دي تتأكد من كل كونتينر ان هو وكمان برضو محتاجين التول دي ترائب الكنتينرز وترائب كل او ترائب كل ماشين. فطبعا صعب شخص واحد او شخصين يقدروا تابع كل الكنتينرز دول. فطبعا الطول اللي زهرت وحلت كل المشاكل دي هي الكوبرنيتز. فطالما احنا فهمنا دلوقتي احنا ليه محتاجين نستخدم الكوبرنيتز فتعالوا نتكلم بلغة الكوبرنيتز. في الكوبرنيتز الماشين دي مش بتتسمى في ام. طب بتتسمى ايه? بتتسمى بحاجة اسمها النودز. النودز دي هي عبارة عن الماشين اللي بيبقى جواها الكوبرنيتز. وطبعا برضو باللغة الكوبرنيتز الكنتينر مش بتتسمى ككنتينر انما بتتسمى كبود. والبود دي هي بتبقى اصغر كومبوننت موجود في الكوبرنيتز. فيبقى انا دلوقتي عندي تلاتة نود اللي هم تلاتة ماشينز وجوه كل نود بيبقى جواها البودز. والبود دي هي اللي بيبقى جواها الابليكيشن بتاعي. اول ميزة من مميزات الكوبرنيتز حاجة اسمها اوتوماتيك بين باكينج. يعني ايه? يعني الكوبرنيتز قبل ما بتيجي تعمل اسكادوال او كريات لبود جديدة لازم الاول تحدد هتعمل لها الكريات في انهي نود. فالكوبرنيتز بتشوف الرسورسز المتاحة في كل نود من حيث ال سي بيو والرام. هنيجي الميزة كمان بيقدمها لنا الكوبرنيتز حاجة اسمها السيرفز تسكوري اند لود بلانسينج. وده معناه ايه? معناه ان الكوبرنيتز بتقدر تعمل اكسيجوز للبود عن طريق حاجة اسمها لدي ان اس نيم او ممكن تعمل برضو اكسيجوز للبود دي عن طريق الاي بي ادرس بتاحها. وكمان لو احنا عندنا بود والبود دي بيجي لها ترافيك او ريكوستس كتيرة فساعتها اليوزرز هيحسوا ان الابليكيشن او الويب سايت بتاحهم بطيء. فالكوبرنيتز علشان تحل المشكلة دي بتعمل حاجة اسمها لود بلانسر. الوود بلانسر ده وظفته ايه? وظفته ان هو بيوسع الريكوست على كذا بود عن طريق السيرفز. وبالتالي اليوزرز مش هيحسوا ان في مشكلة في الابليكيشن بتاحهم او في مشكلة في الويب سايت بتاحهم وهيلاقوا ان الابليكيشن او الويب سايت بتاحهم بقى سريع. في ميزة كمان برضو مهمة الكوبرنيتز بيقدمها لنا واللي هي اسمها ستوريتش اوركستريشن. طبعا مهمة جدا ان احنا نخزن الداتا بتاعة البود في مكان بره. علشان لو انا خزنت الداتا بتاعتي جوه البود ممكن اي وقت البود دي يحصل لها مشكلة وتتمسح وبالتالي الداتا اللي جوه البود دي كلها هتتمسح برضو. علشان كده الكوبرنيتز بيقدم لنا كذا طريقة ان احنا نخزن فيها الداتا دي في مكان بره البود. زي مثلا ان انا ممكن اخزنها في لوكال استوريج او كمان اقدر استخدم استوريج من اي كلاود بروفايدر. ميزة كمان من ضمن مميزات الكوبرنيتز حاجة اسمها السيلف هيلينج. يعني مثلا لو احنا عندنا بود والبود دي روننج وفجأة بقت فايل. فاللي بيحصل اللي بيحصل ان الكوبرنيتز بتعمل ريستارت للبود دي علشان تشغلها تاني والبود دي تقدر تستقبل الريكوست من اليوزرز او من الكلاينت. طب هل الكلام ده بيحصل للبود بس? لا ده بيحصل كمان للنود. يعني مثلا لو احنا عندنا نود والنود دي جواها بودز كتير. طبعا البودز دي كلها بتبقى جواها الابليكيشن بتاعي. ففجأة مثلا النود دي كلها بقت فايل. فايه اللي بيحصل الكوبرنيتز بتبدأ تعمل ريس كادويل للبودز اللي جوا النود دي بتنقلها لنود تانية جديدة. علشان اليوزرز او الكلاينت ما يحسوش ان في مشكلة في الابليكيشن بتاعه. وكمان الكوبرنيتز لو خدت بالها ان في بود روننج بس مش بتستقبل ريكوست من اليوزرز او من الكلاينت. في ساعتها الكوبرنيتز بتعمل كل البود دي وبتعمل مكانها بود تانية جديدة علشان تقدر تستقبل الريكوست والترافك من اي يوزر او من اي كلاينت. كمان ميزة مهمة من ضمن مميزات الكوبرنيتز حاجة اسمها اوتوميتد. رول اوت اند رول باك. طبيعي اي حد عنده بيزنس انه يكون عايز الابليكيشن بتاعه شغال كويس وميحصلش فيه اي مشكلة او اي داون تايم. طب دلوقتي لو احنا عندنا ابليكيشن محتوط جوا بود معينة ونقدر نسمي الابليكيشن اللي جوا البود دي فيرجان وان. والديوليبرز عايزين ينزلوا فيرجان جديد من الابليكيشن ده وفي نفس الوقت مش عايزين اي داون تايم يحصل للابليكيشن خلال عملية الابديت. وده بيتم عن طريق حاجة اسمها الرول اوت والرولنج اوبديت جوا الكوبرنيتز. فالكوبرنيتز بيضمن لنا خلال عملية الابديت دي ما يحصلش اي داون تايم للابليكيشن بتاعي. وزي ما اتفقنا ان ده بيتم في الكوبرنيتز عن طريق حاجة اسمها الرولنج اوبديت او الرول اوت. ده كمان الكوبرنيتز مش بيقدم لنا حل ان احنا نعمل اوبديت للفرجان الجديد وبس لا ده كمان بيقول لنا ان انا هاختفز بالفرجان القديم عندي. علشان لو جوم يستخدموا الجديد وحسوا ان في مشكلة تقدر بكل سهولة ترجع لهم الفرجان القديم تاني. وده بيتم عن طريق حاجة اسمها الرول باك. طب الرول باك دي معناها ايه? معناها انك انت تقدر ترجع بتاعك لفرجان وان تاني. وده بيتم عن طريق حاجة اسمها الرول باك. وده طبعا بيتم من غير ما اليوزرز او الكلاينت يحس ان فيه داون تايم خلال عملية النقل للفرجان القديم. وبعد ما الديولورز بيرجعوا الفرجان القديم بيبدأوا يشوفوا الحاجات اللي كان اليوزرز والكلينت بيشتكوا منها بفرجان رقم اثنين. وبعدين بيبدأوا يحسنوها. وبعدين بيعملوا رولنج اوبديت للفرجان الجديد بعد ما يكونوا صحاحوا الاخطاء اللي فيه. الكوبرنيت سيكلاستر بيتكون من ماستر نود ووركر نود. فاحنا اول حاجة عندنا اسمها الماستر نود ممكن نقدر نسميها الكنترول بلين? ودي المكونات اللي بتبقى جوه الماستر نود. وممكن يكون عندنا واحد ووركر نود او ممكن يكون عندنا اتنين او ممكن يكون عندنا كزا ووركر نود. ايه الفرق ما بين الماستر نود والوركر نود? لما بنيجي نحتاج نعمل كريات البودز والبودز دي اللي بيكون جواها بتاعنا البودز دي بتبقى موجودة جوه الوركر نود. فمعنى كده ان الوركر نود بينزل جوها بتاعتنا. طب ايه هي المستر نود? المستر نود ده نقدر نعتبره هو الادمن اللي من خلاله بعمل للكريستر بتاعي وبرضه من خلاله بقدر احدد الابليكيشن اللي انا عايزه ينزل ده ينزل جوه نود واحد ولا نود تو. المستر نود ليه وظايف تانية كتير جدا بس اللي احنا محتاجين نعرفه لحد دلوقتي ان المستر نود هو اللي من خلاله بقدر اعمل كل الكونفجريشن اللي انا عايزها جوه الكلستر. انما الوركر نود هو اللي بينزل جوه الابليكيشن بتاعي. فالمستر نود او الكنترول بلين بيتكون من كذا حاجة. اول حاجة واللي هي المين كومبوننت جوه المستر نود حاجة اسمها الابي اي سيرفر. وفيه كمان عندنا حاجة اسمها الات سي دي. وحاجة كمان اسمها الاسكادولر. وحاجة كمان اسمها الكلاوت كنترولر مانيجر. وحاجة كمان اسمها الكنترولر دي المكونات اللي بتبقى جوه الكنترول بلين او بتبقى جوه المستر نود طب المكونات اللي بتبقى موجودة جوه الوركر نود حاجة اسمها الكيوبلت وحاجة اسمها الكنتين الرون تايم وحاجة اسمها الكيوب بروكسي وطبعا زي ما اتفقنا ان انا ممكن يكون جوه الكلاستر بتاعي اتنين ووركر نود او ممكن يكون تلاتة او ممكن يكون اربعة على حسب الاحتياج بتاعي فبيبقى موجود في كل worker node الثلاثة component الأساسيين دول فبرضو الcomponent دي زي ما اتفعنا هيتكون نفسها اللي جوه worker node 2 طب دلوقتي ال developer لما بيجي يبعط request بيبعط request ازاي؟ أول حاجة ال developer بيجي يكتب في ال CLI command اسمه cubectl cubectl ده بمجرد لما ال developer بيكتبه في الترمينال هو بيكتبه في ال CLI الترمينال اللي وحدها بتفهم ان ال request ده محتاج ان هو يكلم الكوبرنيتس فالترمينال بتبدأ تبعط ال request ده للكوبرنيتس فأول حاجة بتستقبل ال request ده هي حاجة اسمها ال API server ال API server ده هو وظيفته ان هو بيستقبل اي request الجاي من ال CLI ومش كده بس ده وظيفته كمان ان هو يبعط ال request ويكلم كل ال component اللي موجودة جوه المaster node ده كمان بيقدر يكلم ال component اللي موجودة جوه ال worker node فدلوقتي ال API server stable request من ال developer فزي ما اتفقنا وعرفنا مع بعض ان ال API هو اللي بيقدر يكلم كل ال component اللي موجودة جوه المaster node وكمان في معلومة مهمة لازم نعرفها ان كل ال component اللي موجودة جوه المaster node ما تقدرش يتكلم بعض direct على طول لازم تكلم بعض عن طريق ال API server فولياكم مثلا ال request اللي بعته ال developer ده كان عبارة ان هو عايز يعمل create the boot والboot دي جوها application فزي ما اتفقنا ان اول حاجة بتستقبل ال request هي ايه؟ هي ال API server وبرضو زي ما اتفقنا ان ال boot دي او ال application ده بيتحط فين؟ بيتحط جوه ال worker node فمعنى كده ان ال API server محتاج انه يكلم ال component اللي موجودة جوه ال worker node فبيكلمها ازاي؟ بيكلمها عن طريق حاجة اسمها الكيو بلت ال API بيبدأ يبعط ال request للقيو بلت والقيو بلت وظيفته ان هو يبدأ يبعط ال request لل component اللي مسؤولة ان هي تعمل create لل boot وبعد لما ال boot بيتعمل له create ال users او ال client بيقدروا يعملوا access لل boot دي عن طريق ان هما بيكلموا الكيوب بروكسي يبا احنا كل اللي احنا محتاجين نعرفه يعني ايه master node ويعني ايه worker node وايه هي ال component الاساسية اللي موجودة جوه ال master node او control plane وايه هي برضو component الاساسية اللي موجودة جوه ال worker node المaster node بيتسمى برضو control plane اهم component موجود جوه المaster node هو ال API server ال API server ده وظيفته ايه وظيفته ان هو المسؤول عن communication جوه الكليستر وبره الكليستر تاني component كان موجود جوه ال control plane حاجة اسمها الليسكادولر واللسكادولر ده وظيفته ان هو بيحدد مكان البود يتعمل لها create في انهي نود ده وظيفة الاسكادولر تالت component موجود جوه ال control plane حاجة اسمها ال etcd هو عبارة عن key value database وظيفته ان هو بيتعين جوه ال data بتاعة الكليستر كله وزي ما اتفقنا برضو قبل كده ان الكليستر بيبقى عبارة عن ايه بيبقى عبارة عن master node و worker node ممكن يبقى واحد worker node ممكن يبقى كذا واحد worker node فكل المعلومات اللي تخصت الكليستر بتتخزن جوه ال etcd رابع component موجود جوه ال control plane حاجة اسمها ال control manager ال controller manager وظيفته ان هو بيعمل monitor او بيرائب كل ال component اللي موجودة جوه الكوبرنيتز من حيث ال boots ومن حيث النودز ومن حيث كل حاجة علشان لو لاحظ اي تغيير حصل جوه الكليستر بيبدأ يبلغ ال API server وال API server بيحاول يصلح المشكلة خامس component موجود جوه ال control plane او المaster node حاجة اسمها ال cloud controller manager ال cloud control manager ده وظيفته ان هو بيخلي الكلستر يقدر يكلم اي cloud provider زي ال AWS او ال Azure او جوجل cloud platform اول component بيبقى موجود جوه ال worker node حاجة اسمها الكيوبلت الكيوبلت ده هو بيبقى عبارة عن node agent نقدر كده نعتبره هو نسخة مصغرة من ال API server اللي كان موجود في المaster node الكيوبلت برضو وظيفته ان هو بيستقبل ال request من ال API server ويبدأ يوجه ال request ده لل component الموجودة جوه ال worker node تاني component موجود جوه ال worker node حاجة اسمها ال container runtime ال container runtime ده وظيفته ان هو اللي بيعمل create لل pod جوه ال worker node تالت component موجود جوه ال worker node حاجة اسمها الكيو بروكسي الكيوبركس ده هو وظيفته ان هو بيعمل manage ال network جوه ال node والتلاتة componentedool بيبقوا موجودين جوة كل Worker Nude يعني انا لو HAVE 3 Worker Nude فهيبقى موجود التلاتة componentedool في التلاتة Worker Nude كنا قلنا ان الكوبرينيتس Santuber بيتكون من Master Nude وبيتكون من Worker Nude واتفعنا مع بعض قبل كده ان ممكن جوة الكلاستر بتاعي يبقى فيه اثنين Worker Nude وممكن جوة الكلاستر بتاعي بردو يبقى فيه كذا Worker Nude في الفيديو ده هنبدأ نتعرف مع بعض على وظيفة الكيوبلت اللي هي من ضمن مكونات الوركر نوي دلوقتي الديفوليبر عايز يبدأ يعمل كريات لبوت جديدة فاتفعنا ان هو بيبدأ يكتب command اسمه ايه بيبدأ يكتب command اسمه الكيوب ست ال الكيوب ست ال ده اتفعنا ان هو بيكتبه فين برده بيكتبه في ال CLAI فدلوقتي ال CLAI بتبدأ تبعث request للكلوستر بتاعي واتفعنا ان ال component اللي جوه الكيوستر اللي بتبقى مسؤول ان هي تستابل ال request اللي هي اسمها ال API server فدلوقتي الديفوليبر عايز يبدأ يعمل كريات لبوت جديدة فبرضه عرفنا مع بعض قبل كده ان ال بوت دي بتتعامل فين؟ بتتعامل جوه ال worker node فدلوقتي احنا محتاجين نبعث request من المستر node نبعثه لل worker node فده بيتم ازاي ده بيتم ان ال API server بيبدأ يبعث request لcomponent موجودة جوه ال worker node واللي هي بتبقى ال cubelet فال API بيبدأ يبعث request ليه الكيوبلت فوظيفة الكيوبلت نقدر نعتبارها ان هي نموذج مصغر من وظيفة ال API server الكيوبلت وظيفته ان هو بيستابل ال request من ال API server وبعدين بيبدأ يبعث ال request ده للcomponent اللي موجودة جوه ال worker node فدلوقتي الكيوبلت استابل request من ال API فال API بيقول له انا عايزك تعملي كريات لبوت جديدة جوه ال node بتاعتك فالكيوبلت بيبدأ استابل ال request فالكيوبلت بيرد عليه ويقول له دي مش وظيفتي بس انا عارف المسؤولة ان هي تبدأ تعمل كريات للبوت فالكيوبلت المسؤولة ان هي تعمل بوت جديدة هي اسمها ال container runtime فالكيوبلت بيبدأ يبعث request للكيوبلت دي وبعدين هي اللي بتبدأ تعمل كريات لبوت جديدة فالحدة دلوقتي اللي احنا عرفنا عن الكيوبلت ان هو بيبدأ يستابل ال request من ال API server وبعدين بيبدأ يبعث ال request ده للكمبوننت اللي موجودة جوه ال node بتاعتك طب هل بيعمل كده وبس؟ لا هو بيفضل ميتابع مع ال container runtime لحد لما البوت تبقى running طب هل بيتابع معها لحد اما تبقى running وبس؟ لا ده كمان بيفضل يعمل monitoring للبوت دي من حيث ان هي running ولا stop ولا terminated وكمان بيبدأ يشوف الهلس بتاع كل بوت طب هل وظيفته انتهت لحد كده؟ ده كمان الكيوبلت بيبدأ يبعث report لل API server كل فترة معينة ال report ده بيبقى فيه حالة كل بوت دلوقتي برضو من حيث ان هي running ولا stop ولا terminate وبرضو من حيث الهلس بتاع كل بوت فتعالوا نلخص وظيفة الكيوبلت الكيوبلت وظيفته انها بيستاب لل request من ال API وبعدين يبدأ يبعث ال request ده للكمبوننت اللي موجودة جوه ال worker node ومش كده وبس ده كمان بيعمل monitoring للبوت اللي موجودة جوه ال node بتاعته وكل فترة الكيوبلت بيبعث report لل API server والريبوت ده بيبقى فيه ال state بتاع البوت من حيث ان هي running ولا stop ولا terminate ومن حيث الهلس بتاع كل بوت كنا قولنا قبل كده ان الكلاستر بيتكون من worker node او ممكن يتكون من اتنين worker node فاوليكن اعتبر دلوقتي ان الكلاستر بتاعنا بيتكون من اتنين worker node وكمان في كل node معمول فيها اتنين بود فاحنا في الفيديو ده هنبدأ نتعرف مع بعض على الكمبوننت اللي هو اسمه الكيوب بروكسي اللي بيبقى من ضمن مكونات ال worker node الكيوب بروكسي وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو مسؤول عن عملية communication ما بين البود وبعضها اللي بتبقى موجودة جوه node ومش كده وبس انت كمان بيبقى مسؤول عن عملية communication ما بين اتنين بود مع بعضهم في مكانين مختلفين يعني مثلا لو البود دي اللي هي في node رقم واحد عايزة تتكلم مع البود دي اللي هي في node رقم اتنين فيبيكلموا بعض ب wand ازاي؟ بيكلموا بعض ان البود دي بتبدأ تبعد الكويست عن طريق الكيوب مروكسي وبعدين الكيوب بروكسي بيبدأ يبعد الكويست للحاجة اسمهneck service وهنا تعرف مع بعض على service قدام شوية وبعدين الا service دي بتبدأ تبعدكون الكيوب بروكسي اللي موجود في node رقم اتنين وبعدين الكيوب بروكسي بيبدأ يبعد الكويست ده للبود اللي هو عايز يعمل معها communication فيبقى كده وظيفته الكيوب بروكسي مسؤول عن عملية ال communication بين اتنين بود وبعضهم بس بتبقى موجودة في نفس النود وكمان بيبقى مسؤول عن عملية الكميونيكيشن مبين اتنين بود في مكانين مختلفين زي ما احنا شفنا دلوقتي الكمبوننت اللي اسمه اللي موجود من ضمن مكونات الوركر نود دلوقتي الديبلوبر عايز يبدأ يعمل ان هو يعمل اسكادول او يعمل كريت لبود جديدة بيبدأ يكتب كماند اسمه كيوب ستقل بيكتبه في السي اللاي وبعدين السي اللاي بتبدأ تبعد ريكويست للكمبوننت اللي موجود جوه المستر نود اللي وظيفته ان هو يستابل الريكويست اللي هو اسمه ايه اللي هو اسمه الكيوب اي باي سيرفر او الابي اي سيرفر فالابي اي سيرفر بيبدأ يستابل الريكويست من السي اللاي وعرفنا برضو ان البود دي بتتعمل فين بتتعمل في الوركر نود فالابي اي سيرفر بيبدأ يبعد الريكويست ده للكيوب ليد وبعدين الكيوب ليد بيبدأ يبعد الريكوست للكمبوننت اللي مسؤولة ان هي تعمل كريت للبود فالكمبوننت اللي مسؤولة ان هي تعمل كريت للبود دي هي الكمبوننت اللي اسمها كونتين الرون تايم فالكيوبلت بيبدأ يبعت الريكوست للكونتين الرون تايم والكونتين الرون تايم بيبدأ يعمل كريت للبود اللي الدهولبر طالبها وفي عندنا انواع من الكونتين الرون تايم حاجة اسمها الدوكر وحاجة اسمها كريو وحاجة اسمها كونتينر دي. التلاتة دول دول تلاتة انواع من الكونتينر رونتايم. فيبقى كده الكونتينر رونتايم وظيفته ان هو اللي بيبدأ يعمل كريت للبود. وكنا قلنا مع بعض قبل كده ان البود هي اصغر كمبوننت موجود جوا الكوبرنيتز. والبود دي ممكن يكون فيها كونتينر واحد او ممكن يكون فيها اتنين كونتينر. فلما حد يقول كلمة بود دي مش معناها ان جواها كونتينر واحد بس. ده ممكن يكون جواها اتنين كونتينر او اكتر. زي هو يقدر اعمل اكاونت جديد على ا 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 هكتب الميل. وبعدين تاني حاجة طالبها ادابيو اس اكاونت نيم يقصد بيها اسم صاحب الاكاونت هكتب الاسم. وبعدين ادوس على اميل ادرس. هنا بيقول ان هو هيبعث لي ميل في كود على الميل بتاعي. فانا هاتطر روح افتح الميل. هلاقي ميل مبعوط من ادابيو اس هفتحه. هلاقي في كود. هاخده كوبي. وبعدين نرجع تاني على بدج ادابيو اس. هكتب الكود هنا. وبعدين ادوس. هنا بيقول ان الميل بقى ساكسسفولي في ريفايدت. هبدأ ادخل الباسورد بتاعي. هنا الباسورد ليه موصفات معينة. لازم يكون بيتكون من تمن حروف واخلال التمن حروف دي لازم يكون فيها حروف وحروف وارقام ورموز. وبعدين هبدأ اكتب الباسورد بتاعي. وبعدين هكتب الباسورد مرة تانية. وبعدين هدوس على هنا بيقول دي الخطوة الاولى من خمس خطوات. هلنقني على بتجي الكونتاكت انفورميشن. هنا بيقول ان تناوي تستخدم ال ادابيو اس كبزنس ولا كبرسونال. فانا طبعا هختار البرسونال علشان احنا نستخدم ديموس بسيطة. هنا بيقول ان الفري تير بتعرض علي اول واحدة على طول تاني نوع لمدة اتنشر شهر بس. تالت نوع لمدة معينة بس. بتبدأ المدة دي من اول مبدأ استخدم السيرفز بتاعتي. وبعدين ارجع تاني اعمل البيانات بتاعتي. ارجع اكتب وبعدين اكتب رقم الموبايل وبعدين اختار وبعدين اكتب العنوان وبعدين اكتب المدينة وهنا اطالب البسطة الكود. البسطة الكود ده بيبقى خاص بكل مدينة. كل مدينة الواحدة بيبقى لها بسطة الكود خاص بها. فلو انت مش عارف البسطة الكود بتاع المدينة بتاعتك بتروح على جوجل وبتكتب بسطة الكود وبعدين اسم المدينة هيظهر لك الكود. انا عشان عارف الكود بتاعي فانا هكتب الكود وبعدين اعمل اتشيك وبعدين هدوس على continue. هينقلني على بيجل بلينك ودي البيانات الخاصة بالفيزا بتاعتي هنا بيقول انه مش هيحسبني على اي سيرفز من ضمن سيرفز الفري تير وبعدين هيعمل hold لون دولار وبعدين هيجرب يعمل له ترانزاكشن وهيفضل في البندنج لمدة من 3 ل 5 ايام علشان يتأكد ان الفيزا بتاعتي سليمة وبعدين ارجع ادخل رقم الفيزا وبعدين ادخل الاكسيبريشن ديت وبعدين ادخل اسم صاحب الفيزا وهنا بيقول لي ان انا قدر يستخدم البيانات الخاصة بالعنوان في الخطوة اللي انا سجلتها قبل كده وبعدين ادخل على continue في الخطوة دي بيقول لي اكد على المعلومات اللي انت دخلتها علشان هو هيبعث لي مساجي على الموبايل فهرجع تاني ادخل ال country وبعدين اكتب تاني رقم الموبايل وبعدين اكتب الكود اللي ظهر قدامي وبعدين ادوس على send sms هيجي لي مساجي على الموبايل هاخد منها الكود وهكتبه هنا وبعدين ادوس على continue هنا بيقول لي اختار support plan فيه تلات انواع من support اول واحدة basic support اللي هي free التاني واحدة اللي هي developer support اللي هي 29 دولار في الشهر هنا بيقول ان انا لو فتحت ticket هيرد عليها خلال 12 ساعة عمل تالت نوع اللي هي business support اللي هي 100 دولار في الشهر وهيرد عليها خلال ساعة واحدة وبعدين انا اختار free وبعدين ادوس عليك sign up وبعدين اروح على الكونسول في طريقتين مختلفين من خلالهم اقدر اعمل install kubernetes يعني اقدر انزل kubernetes بطريقة الميني كيوب وقدر انزل kubernetes بطريقة الكيوب addm اول طريقة واللي هي اسمها الميني كيوب في طريقة الميني كيوب انا بكون محتاج machine واحدة بس والماشين الواحدة دي في الاول بنزل عليها الدوكر وبعدا لما بنزل الدوكر بابدأ اكتب cam command كده خاصين بالميني كيوب وبعدين بابدأ اعمل start للميني كيوب فاول ما بعمل start للميني كيوب بيبدأ يعمل لي حاجتين جوا الماشين دي بيبدأ يعمل لي master node وبيبدأ يعمل لي worker node بس ده بيبقى موجود جوا ماشين واحدة بس طريقة الميني كيوب دي طبعا مش بتستخدم في البرودكشن او مش بتستخدم في الشركات هي بس ان نقدر نعتبرها زي tool كده علشان لو حابين نقدر نعمل test البرودكشن معين او لو حابين نطبق الكومند بتاعة الكوبرنيتز الطريقة التانية اللي هي اسمها الكيوب addm وهي بتبقى عبارة عن ايه؟ بيبقى عبارة عن ان انا في الاول بعمل create لأول machine والماشين دي ببدأ اخليها هي master node وبعد كده ببدأ اعمل create لماشين جديدة وليكن الماشين الجديدة دي باعتبرها ان هي بتبقى worker node وليكن برضو هسميها worker node 1 وبعد كده لو حابي بزود node كمان فبعمل ايه؟ ببدأ اعمل ماشين كمان تالتة وبخليها هي node رقم اتنين فيبقى كده بطريقة الكيوب addm ببقى محتاج تلاتة ماشين نبدأ نجهز الانفيرومنت بتاعة الميني كيوب على ال aws اول حاجة هنروح نفتح الكونسول بتاع ال aws وبعدين هنختار حاجة اسمها launch EC2 وبعد كده هنروح نختار نوع EC2 بتاعتنا احنا هنختار نوع EC2 عالي شوية هو مش هيكون من ضمن ال EC2 free tier بس النوع اللي احنا هنختاره هتكون تكلفته بسيطة جدا احنا هيكون قدامنا اختيارين اول ماشين هيكون اسمها T3 small وهتكون مكوناتها 2 virtual CPU و 2 جيجا رام وهتكون تكلفتها في الساعة 2 سنت وهيكون قدامنا برضو نوع تاني هيكون افضل اللي هو اسمه T3 medium وهتكون مكوناتها 2 virtual CPU و 4 جيجا رام وهتكون تكلفته في الساعة 4 سنت دي اقل امكانيات علشان من خلالها اقدر انزل المينيكيوب بعد ما هنختار نوع EC2 هنبدأ نعمل حاجة اسمها create للكيبير الكيبير ده هو المفتاح اللي من خلاله بقدر اعمل لوجين على الماشين بتاعت اللي انا اخترته فهنبدأ نعمل create للكيبير جديد لازم نعمله download بعد كده هنبدأ نعمل create للsecurity group هو عبارة عن جدار حماية للماشين بتاعتي فاحنا في الساكيروتي جروب هنعمل اللاو لcall traffic يعني ايه؟ يعني انا بقول للساكيروتي جروب اي request جاي على الماشين اقباله طبعا ده مش best practice بس احنا هنعمل كده علشان احنا بمجرد ان احنا بنجرب بس فهنرجع التاني على الكونسول وبعدين هنبدأ نكتب هنا في الsearch EC2 هتظهر لنا اول واحدة هنضغط عليها وبعدين هتظهر لنا الdashboard بتاعة EC2 ومنها هنختار الinstance وبعدين هنختار حاجة اسمها launch instance هيظهر لنا configuration الخاصة بتاعة الماشين اللا انا عايز ابدأ اعملها فهو عليكم اول حاجة هنا الname ده انت عايز تسمي الماشين ايه؟ فاحنا هنسميها مع بعض k8s course mini cube لو نزلنا تحت شوية بيقول لنا ان احنا نختار الoperating system فاحنا هنختار operating system Ubuntu وبعدين هنختار الversion ده ونتأكد ان هو من ضمن الحاجات الفري تير انا فضلت ان احنا نشتغل على Ubuntu والversion ده علشان لو اي حد حابب ان هو يشتغل على اي cloud provider تاني او برضو لو حد حابب انه يشتغل local على الماشين بتاعته فهيكون الversion ده سهل ان اي حد يقدر يجيب بعد كده هننزل تحت مع بعض احنا اتفقنا ان احنا هنختار مع بعض نوع اسمه t3 small او t3 medium هننزل تحت مع بعض اللي اتنين ظاهرين هنا او انا هفضل ان انا هشتغل بالt3 medium انت لو حابب تشتغل بالt3 small برضو ما فيش اي مشكلة انا هختار الت3 medium بعد كده هنبدأ نختار الكيبير احنا قلنا ان الكيبير ده حاجة مهمة جدا ان هو ده المفتاح اللي من خلاله بعمل login على الماشين بتاعتي فلو انت ما عملتش قبل كده كيبير ما تقدر تعمل كرية تانية وكيبير وتقدر تسميه وليكن ممكن نسميه mini cube وبعدين هتختار الاختيارين دول وبعدين هتعمل كرية كيبير وبعدين هتعمل دامل لود للكيبير انا علشان عندي واحد فانا مش هحتاجي ان انا اعمل واحد جديد فانا هختار الكيبير اللي موجود عندي already فهختار الكيبير ده الجزء اللي بعد كده اللي هو الخاص بالsecurity group هنتأكد ان احنا عاملين اللي هوا على ال ssh وبعدين بعد ما هنعمل الماشين هنحتاج ان احنا ندخل جوه ال setting بتاعة security group علشان نبدأ نفتح ال option بتاع ال all traffic بعد كده هينقلنا الجزء اللي اسمه ال storage وزي ما شفنا مع بعض في الويب سايت بتاع الميني كيوب ان الماشين لازم يكون ال storage بتاعتها 20 جيجا وبعدين هنبدأ نعمل launch an instance ما تخافوش من التكلفة التكلفة هتكون بسيطة جدا لانك انت هتتحاسب على الوقت اللي انت مشغل فيه الماشين بس فطول ما انت مش مشغل الماشين ومش بتستخدمها يفضل انك انت تكون عامل لها stop فدلوقتي الماشين بتاعتنا هتعمل لها create هنضغط هنا وهي دلوقتي ال status بتاعتها running لو انا عملت select عليها هنا هيظهر لنا شوية تفاصيل اكتر عن الماشين اللي هو public IP والprivate IP هنختار جزء security وبعدين هنضغط على security group وبعدين هننزل تحت هنعمل edit inbound rules وهنعمل add rule وهنختار all traffic وبعدين هنختار anywhere IP version 4 وبعدين هنعمل save للرول لو جينا ننزل تحت هنلاقي اضافة all traffic اللي هو اي اي بي يقدر يدخل على الماشين بتاعي بس لازم يكون معاه طبعا الكي بير بتاع الماشين بتاعتي وهنستخدم برنامج اسمه موبا اكس تيرم احنا بس محتاجين نزبط كده كام حاجة جوه البرنامج اول حاجة هنبدأ نفتح البرنامج اللي هو اسمه موبا اكس تيرم ده برنامج فري اي حد يقدر ينزله واستخدامه سهل جدا وهنتعلم مع بعض استخدامه في الاول قبل ما نزبط setting اللي جوه البرنامج لازم نتأكد الاول ان احنا نزلنا الكي بير اللي هو احنا عملناه واحنا بنعمل الماشين في الخطوة اللي فاتت فاحنا بس محتاجين نتأكد ان احنا عملنا له download فهنروح نفتح البرنامج وبعد ما هنروح نفتح البرنامج هنبدأ نختار حاجة اسمها setting اللي هي موجودة فوق هيفتح لنا القائمة دي ومن الجزء ده هاختار حاجة اسمها home directory هنحتاج ان احنا نغير ال home directory بتاع البرنامج فوليكن مسلا احنا نبدأ نعمل فولدر موجود مسلا في اي مكان جوه الكمبيوتر بتاعنا سواء كان على desktop او سواء كانت في مكان download او سواء كانت في اي مكان هنبدأ نعمل كرية لفولدر وبعد ما نعمل كرية لفولدر معين وليكن هنسميه باسم البرنامج اللي هو اسمه موبا اكس تيرم هنبدأ نجيب الكي بير اللي احنا عملنا له ونحطه جوه الفولدر اللي هو اسمه موبا اكس تيرم وبعد كده هنضغط على علامة الفايل اللي هنا دي وبعد ما نضغط على العلامة دي هنحتاج ان احنا نعمل سليكت على الفولدر اللي احنا عملناه اللي هو كان اسمه موبا اكس تيرم واللي كان جوه الكي بير بتاعنا فبنجرد ان احنا نعمل سليكت عليه هنضغط هنا اوكي وبعدين هيزهر لنا الوجهة دي هنختار حاجة اسمها start local terminal وبعد ما هنضغط هنبدأ نكتب ده اللي هو الكونيكت بتاع الماشين. والكومند ده هنتعلم ما اوبعده ان احنا ازاي نجيبه من على الكونسول. تعالوا نبدأ نعمل كرية الماشين مع بعض. اول حاجة هنروح نفتح الكونسول بتاعنا. ده كده الكونسول بتاعنا بس قبل ما نبدأ نعمل كريت للماشين. هنروح على ده. ده الويبسايد بتاع الميني كيوب. وهنا بيقول لنا افضل امكانيات علشان هقدر انزل عليها الميني كيوب. فهينا بيقول لنا انك انت محتاج اتنين ومحتاج اتنين جيجا ومحتاج اتنين جيجا ومحتاج عشرين جيجا مساحة فاضية في الهارد بتاعي. هنرجع تاني على الداشبورت بتاعة الائيسي تو فهنختار هنا ايسي تو داشبورت. وبعدين هنختار الانستنس روننج وبعدين هنعمل سلكت على الانستنس دي. اللي هي كانت اسمها كي ات اس كورس ميني كيوب وبعدين هنضغط على كوننكت. وهو ده الكومنت اللي من خلاله بقدر اعمل لوجين على الماشين بتاعتي. لو جينا نلاحظ حاجة في الكومند هنلاقيه كاتب اسم الكيبير بتاعي. فهناخد الكومند ده كده كوبي. وبعدين دلوقتي هنبدأ نروح نفتح البرنامج اللي هو اسمه موبا اكس تير. انا دلوقتي فتحت البرنامج بتاعي. هنبدأ نزبط كام حاجة اللي احنا قلنا عليها. هنختار الاول سيتنج. وبعدين جزء الهم داي ريكتوري. وبعد ما هنختار الفولدر هنضغط على اوكي. وبعد كده هنضغط على حاجة اسمها ستارت لوكال ترمينال. فالمفروض ان احنا غيرنا الهم داي ريكتوري بتاعنا. فالمفروض دلوقتي انا لو كتبت ال اس ودست انتر هيظهر لي الكيبير بتاعي اللي هو الكي ات اس. فطالما انت عملت ال اس وظهر الكيبير بتاعك يبقى انت كده مزبوط. بعد كده هنبدأ نحط الكمند اللي احنا خدناه كوبي من الكنسول. الكمند ده علشان اقدر نعمل كوننكت على الماشين بتاعتي. فلو جينا نلاحظ في الكمند هنلاقي نفس اسم الكيبير اللي انا عملتله داونلود وحطته جوه الفولدر اللي هو ظهر لي هنا برضو. فدلوقتي هنبدأ نضغط على انتر. او دلوقتي بحاول يعمل كوننكت على الماشين بتاعتي. انا كده دلوقتي عملت كوننكت على الماشين. كوبرنيتس بطريقة الميني كيوب. اول حاجة في طريقة الميني كيوب احنا بنستخدم وحدة بس. اول حاجة بابدأ انزل عليها الدوكر. وبعدين بابدأ اكتب شوية كمند كده علشان قدر هنزل الميني كيوب. واول ما بنزل الميني كيوب. الميني كيوب بيبدأ يعمل لي كنترول بلين وبيبدأ يعمل لي نود. الكلام ده بيبقى على نفس الفيرش والماشين. هو كده دلوقتي عمل كوننكت خلاص. لو عملت كلير. اول حاجة زي ما اتفقنا ان احنا محتاجين ننزل الدوكر. فهنبدأ الاول قبل ما ننزل الدوكر. نعمل ابديت للباكيجز اللي موجودة. نعمل كلير. احنا دلوقتي هننزل باكيج بري ريكوست للدوكر اللي هي اسمها الاتشي تي تي بي اس. هنضغط انتر. اضغط اس. وبعدين هنبدأ نعمل ايد للريبو بتاعت الدوكر. وبعدين هنرجع تاني نعمل افديت للباكيجز. بعدين لو عملت كلير. دلوقتي هبدأ اعمل انستول الدوكر. نضغط نعمل كلير. دلوقتي عايزين نشوف الستيتس بتاعت الدوكر. هنلاقيها اكتف و روننج. فانا محتاج اعمل انابل للدوكر. علشان لما يجي اعمل الماشين دي الستارت. الدوكر يتعامل معها ستارتها اوتوماتيكا. انا دلوقتي لو جيت اكتب دوكر انفو. هلاقيه بيطلع لي ايرور بيقولي برميشن دي نايد. طب انا لو جيت اكتب سودو دوكر انفو. هلاقيه بيطلع لي الانفورميشن بتاعت الدوكر. طب ايه المشكلة? المشكلة دي علشان انا لازم ادي لليوزر اللي اسمه ابنتو برميشن انه يستخدم الدوكر. علشان هحل المشكلة دي. لازم ادخل اليوزر جوه جروب اسمه دوكر. فعلشان اعمل كده فبكتب الكومند ده. الكومند ده معناه ان انا بقول له عايزك تدخلي اليوزر الاسم ابنتو جوه جروب اسمه دوكر. فانا لازم اروح اعمل رستارت للمشين علشان اليوزر يدخل جوه الجروب. فهروح تاني على الكنسول. وابدأ ارجع تاني على الداشبورد بتاعت الاسي تو. وبعدين اختار الانستانس روننج. وبعدين اعمل سلكت على المشين. وبعدين اعمل لها هي بتعود كم سانية بس. وبعدين ارجع تاني اخذ بتاع الكنسول. وبعدين ارجع تاني على الترمينال. هلاقي ان المشين اتعمل لها لوج اوتوماتيك. فانا علشان اعمل لها لوجين تاني. هبدأ اكتب الكومند اللي انا اخدته من الكنسول. وبعدين اضغط على انتر. علشان يعمل كوننكت على المشين دي. فهو دلوقتي خلاص اعمل كوننكت على المشين. لو عملت كلير. لو جيت بقى دلوقتي جربت اكتب دوكر. انفو من غير سودو. هلاقيه طلعلي بتاعت الدوكر. لو جيت اعمل كلير. دلوقتي احنا محتاجين نعمل لحاجة اسمها الكيوب ستقل. هنبدأ نكتب الكومند ده كده مع بعض. وبعدين هنددوله علشان اقدر اعمل. وبعدين هعمل له موف للباس ده. وبعدين انا عايز اشوف بتاع الكيوب ستقل. هلاقي ده بتاعه. نعمل كلير. وبعدين هنبدأ ننزل المينيكيوب. وبعدين هنددوله للاكسكيوت. وبعدين عايزين نشوف المينيكيوب فيرجن. هنلاقي ده الفيرجن بتاعه. وبعدين هنبدأ نعمل المينيكيوب ستارت. هوا دلوقتي بينزل حاجات بسيطة علشان يقدر يعمل كريت للكلستر. هوا دلوقتي كده عمل كريت للكلستر. انا لو جيت هكتب كيوب ستقل. جيت نودز. هلاقي نود اسمها مينيكيوب والستيطاس بتاعتها يا ريدي. انا لو جيت اعمل كلير. انا دلوقتي عايز اشوف الستيطاس بتاعت المينيكيوب. فهكتب ميني كيوب ستيتس. هيقول لي التيب كنترول بلين والهوست روننج والكيوب لت روننج والاي بقى اي سيربر روننج والكيوب كونفج كونفجرد. طب انا دلوقتي عايز اشوف الكلاستر انفورميشن. فهكتب كيوب ستقل كلاستر فهيظهر لي يقول لي ان الكنترول بلين روننج والكوردين ناس روننج. حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها كويس جدا ان طول ما انا مش باستخدم الماشين يفضل ان انا عمل لها ستوب علشان ما يتحسبش علي عدد ساعات كتير ويبقى فيه فلوس كتير. طب انا لما اجي اعمل لها ستارت واجي اعمل لها لوجين تاني. هحتاج ان انا اكتب كتب بسيط. فتعالوا نجرب مع بعض ان احنا فنعمل استوب تاني للماشين. فنحنا دلوقتي هنفتح الكنسول. هنرجع على الايوي بارد الانستانس الكونREنج. وهنعمل على الماشين وبعدين نعمل لها استوب انستانس ستوب هيبدأ يعملي اللست لكل الانستانس اللي عندي. فانا هاختار الانستانس اللي انا عايز اعمل لها فاعمل عليها ابعديني نطلع فوق اختار الانستانس استيت. ومنها اعمل استروا لالانستانس وبعدين اعمل عليها select مرة تانية واضغط على connect علشان ابدأ اخد ال command مرة كمان وبعدين ارجع تاني على برنامج بتاعي اللي هو اسمه موبا اكس تيرب هاختار start local terminal وبعدين هنقل ال command هنا هو دلوقتي عمل connect على المشي لو جيت اعمل clear وجيت اجرب اكتب cube ctl get nodes هنلاقيه بيظهر لنا ان هو مش قادر يعمل connect على النودز وده بسبب ايه ده بسبب ان انا عملت stop للمشين انا لما بايجي اعمل stop للمشين الميني كيوب بيتعمل stop automatic فانا لازم اعمل الميني كيوب start فهكتب ايه هكتب mini cube start dash dash driver equal docker وبعدين هضغط على enter هنلاقيه بيعد لنفس الخطوات مرة كمان لو جيت تاخد بالك ان هو بيبدأ يعمل restart للميني كيوب مرة كمان هو دلوقتي خلاص اشتغل فانا لو جيت دلوقتي اكتب cube ctl get nodes هنلاقي كل النودز بتاعتنا شغالة كنا قلنا مع بعض قبل كده ان الكيوب ctl هو عبارة عن command line tool من خلال الكيوب ctl بقدر اعمل interact مع الكوبرنيتس كلستر بتاعي وده بيتم عن طريق حاجة اسمها apicools فالديوليبر بيبدأ يكتب في الترمينال بتاعته الكوماند اللي هو اسمه cube ctl واول لما الديوليبر بيبدأ يكتب الكوماند الترمينال بتبدأ تبعت apicools للكلستر بتاعي وده بيتم عن طريق حاجة اسمها kubernetes api وكلمة cube ctl دي هتفضل ثابتة معنا في بداية كل كوماند اللي هنستخدمها في الكوبرنيتس على مدار الكورس بتاعنا كله فعلشان كده من خلال الكوماند بتاع كيوب ctl بقدر اعمل interact للكلستر بتاعي وبقدر اعمل deploy للأبليكيشنز وبقدر اشوف كل الانفورميشن بتاعت الكولستر بتاعتي وقدر اتحكم في كل الريسورسز اللي موجودة جوه الكولستر وكمان بقدر اشوف اللوجز اللي موجودة جوه الكولستر فكلمة cube ctl ده كوماند خاص بالكوبرنيتس طب تعالوا نبدأ نتعلم مع بعض السنتاجس بتاع الكوماند بتاع كيوب ctl بيتكتب ازاي اول حاجة بنبدأ نكتب في اول الكوماند كلمة cube ctl كلمة cube ctl دي يسابتة معنا في كل الكوماند اللي هنستخدمها في الكوبرنيتس بعد كده بيجي حاجة اسمها كوماند وبعد كده بيجي حاجة اسمها type وبعد كده بيجي حاجة اسمها name هنبدأ ناخد كل جزء الواحد ونتعرف عليه اول حاجة واللي هي الكوماند وجزء الكوماند ده معناه ايه؟ معناه ان انا بقوله ان انا عايز اعمل create لأوبجيكت معين ولا عايز اعمل get ولا عايز اعمل describe ولا عايز اعمل delete وهنتعرف على وظيفة كل واحدة من دول خلال الكورس بتاعنا فاللي احنا عايزين نفهمه ان جزء الكوماند ده معناه ان انا بحددله انا عايز اعمل ايه في الابجيكت بتاعي بعد كده ييجي جزء الtype احنا كنا عارفنا في الجزء اللي قابله الكوماند اللي هو ان انا ببدأ احدد ان انا عايز اعمل create ولا عايز اعمل delete فلازم احدد الtype بتاع الابجيكت اللي انا عايز اعمل له create او عايز اعمل له delete سواء مثلا كان bud او سواء مثلا كان deployment او سواء مثلا كان service وهنبدأ برضو نتعرف على كل الحاجات دي قدام في الكورس وحاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها وانا بكتب جزء الtype الtype ده مش case sensitive نيجي بقى لجزء name احنا كنا اتفعنا ان احنا عملنا create البود والبود دي لازم نديها اسم ولازم الاسم اللي احنا هنكتبه هنا مايكونش متكرر في الكلاستر بتاعي طب ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لازم احدد اسم معين لكل resources انا هعمله في الكلاستر بتاعي وكمان جزء ال name ده case sensitive بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو انا عملت create البود معينة وادت لها اسم والاسم ده كان فيه حرف capital فانا لازم كل مرة اكتب نفس الاسم ده بنفس الحرف الكابتل فيبقى احنا كده فهمنا السنتاجس بتاع الكوماند cubestl تعالوا نتعرف على كوماند بسيطة كده اول كوماند معنا اسمه cubestl run وبعدين بنده اسم للبود وبعدين بنبدأ نحدد الامج اللي انا عايز اعمل منها البود فببدأ اكتب dash dash image equal وبعدين اسم الامج والامج دي بتيجي منين؟ بتيجي من الدوكا الريجستري طب الكوماند ده كده معناه ايه؟ معانا ان انا بقوله عايزك تعمل لي كريت لبود جديدة تاني كوماند معانا اسمه cubestl api resources وده بيبدأ يعرض لي كل الريسورس المتاحة في الكوبرنيتس تالت كوماند معانا واللي هو اسم cubestl dash dash help وده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو نسيت الاسنتاجس بتاع كوماند معين او نسيت الكوماند ده كان معناه ايه؟ ده ابدأ اكتب الكوماند اللي هو اسمه dash dash help وده بيبدأ يعرض لي معلومات زيادة عن الكوماند نروح نفتح الكونسول علشان نعمل start للمشين اللي احنا كنا عاملينها قبل كده فانا دلوقتي هفتح الكونسول بتاعي ويدي المشين اللي احنا كنا عاملينها قبل كده هبدأ اعمل عليها select وبعدين نختار instance state وبعدين اعمل start للمشين اول ما نلاقي ان instance state بقت running يبقى كده المشيني اشتغلت نبدأ نضغط على connect ونبدأ ناخد الكوماند بتاع الكوننكت وبعدين هنبدأ نروح نفتح برنامج اللي هو اسمه موبا اكس تيرم وبعدين ننقل هنا الكوماند وبعدين ندوس enter اولا كده خلاص عامل connect انا لو جيت اعمل clear تعالوا في الاول نشوف اللي status بتاعت الميني كيوب فهكتب مني كيوب status فانا دلوقتي عايز اعمل الميني كيوب start فبقى ابدأ اكتب الكوماند اللي هو اسمه مني كيوب start وبعدين dash dash driver equal docker وبعدين هندوس enter لو جينا ناخد بنا من السطر ده هو هنا بيقول restarting existing docker container for minikube ده معناه ايه ده معناه ان الميني كيوب في الاصل هو قايم على container لو جينا نكتب مع بعض كده command اسمه docker ps هنلاقي فيه container شغال وده اسم ال container ولو جينا نبص على ال image هنلاقي بيستخدم ال image دي اللي هي بتاعت الميني كيوب فالميني كيوب هو في الاصل شغال من container فلو جينا نعمل clear دلوقتي لو جينا نكتب kubectl get nodes هيظهر لنا نود اسمها minikube بال status بتاعتها دي اول حاجة محتاجين نشوفها مع بعض حاجة اسمها kubectl api resources ال command ده معناه ايه ده معناه ان هو بيبدأ يعرض لكل ال resources بتاعت الكوبرنيت لو جينا نطلع فوق كده مع بعض هيطلع لي ان فيه resource اسمه nude فيه resource اسمه boots فيه resource اسمه service وهكذا كل دي resources موجودة عندنا ودي معلومات زيادة وهنبدأ نتعرف على كل المعلومات الزيادة دي قدام شوية برضو لو جينا نعمل clear لو جينا نكتب مع بعض command اسمه kubectl get boots dash dash all dash names bases وندوس enter ده هيبدأ يعرض لكل ال boots اللي موجودة في كل ال names bases برضو هنعرف مع بعض يعني ايه names base لو جينا ناخد بالنا من ال boots هنلاقي boots اسمها hcd وهنلاقي boots اسمها api server وهنلاقي boots اسمها controller manager وهنلاقي boots اسمها kubectl وهنلاقي boots اسمها kubectl لو جينا نفتكر مع بعض ان ال boots دي هي كانت ال component اللي كانت موجودة في المستر node طب تعالوا نعمل clear مرة كمان لو جينا نكتب command برضو اسمه kubectl وكتبنا v ودوسنا enter هنلاقي طال علينا بيقول لنا error ان ال command ده مش موجود هل انت تقصد command اسمه kubectl cb ولا انت تقصد command اسمه kubectl version فهو فعلا نقصد kubectl version فهكتب كده kubectl وبعدين version هيزهر لنا version بتاع kubectl ده version الخاص بال client وده version الخاص بال server لو جينا برضو نعمل clear تعالوا برضو نشوف command كمان لو كان اسمه kubectl dash dash help وكنا قلنا ان command ده معناه ايه معناه ان هو بيبدأ يعرض لي command ووظفته ايه او معناه ايه وليكن تعالوا نطلع فوق كده لو جينا ناخد بالنا انهم يقسمهم لي على كذا بيقول لي ده basic command اللي هي for beginner وده intermediate وفيه command خاصة بال deploy وفيه command خاصة بال cluster management وفيه command خاصة لل triple shooting هنلاقيه مقسم لنا command وهنلاقي برضو هنا advanced command طب تعالوا نطلع فوق هنا بيبدأ يقول لي ان فيه command اسمه kubectl create وده وظفته في command برضو اسمه kubectl expose ودي وظفته وهكذا وهنبدأ برضو نتعرف على اغلب command ده خلال الكورس بتاعنا طب تعالوا نعمل clear ده انا كمان برضو ممكن اكتب command ده dash h ويطلع لي نفس النتيجة مش شرط ان انا اكتب dash dash help فهتعالوا برضو نطلع فوق في جزء basic command هنلاقي فيه command اسمه run فهنجرب نكتب كده kubectl run dash dash help اعايز اعرف معلومات زيادة عن ال command اللي اسمه kubectl run تعالوا نطلع فوق برضو هنا بيقولي اول سطر ده بيقولي ال command ده وظفته ايه طب هو معناه ايه؟ معناه ان انا قدر اعمل create لبود وهنا كمان بيديني examples لطريقة كتابة ال command يعني مثلا بيقولي فيه command اسم kubectl run وبعدين engine x دي اللي هي اسم البود وزي ما اتفقنا بعدها بيجي dash dash image equal engine x طب ال command ده كده معناه ايه؟ ده بيقولي ان هو هيبدأ يعمل start لبود جديدة وهيكون اسم البود دي engine x وهنا برضو بيديني بقية امثلة كتيرة وهنا بيديني options كتيرة اقدر استخدمها جوه ال command اللي هو اسمه kubectl run احنا هنبدأ نجرب مع بعض ان احنا نعمل create لبود بنفس ال command ده فتعالوا ننزل نكتب clear هنبدأ نعمل دلوقتي create لبود جديدة فكنا بنكتب ال command ازاي؟ كنا بنكتب ال command اسمه kubectl run وبعدين ببدأ احدد اسم البود اللي انا عايز اعملها وليكن انا هسميها dolphin aid وبعدين هبدأ احدد ال image اللي انا عايز اشغل منها البود دي فهكتب dash dash image equal عايز اعمل ال image دي من engine x بعدين هدوس enter هيبدأ يقول لي ان البود تعمل لها create طب انا عايز اشوف البود هل فعلا انتعمل لها create ولا لا فهيبدأ اكتب كده command اسمه uctl get buds هيقول لي ان في بود اسمها dolphin aid والبود دي ال status بتاعتها running وهي دلوقتي ready واحد على واحد هنبدأ ان نتعرف برضو عن ال command دي بتفاصيل اكتر قدام احنا بس مجرد بنعرف معلومات بسيطة عن ال command وعن طريقة التعامل مع الكوبرنيتز علشان انا قدر اعمل access للداشبورد بتاعت المينيكيوب لازم نعمل كده كام خطوة مع بعض اول حاجة هنكتب minikube dash board وعدين هندوس enter هو هنا بيبدأ يعمل enable للداشبورد انا دلوقتي لو خدت اللينك ده كده copy اقدر اروح افتحه من local browser موجود على المشين بس انا دلوقتي المشين اللي احنا شغالين عليها احنا شغالين عاملين connect على terminal بس مش عاملين connect على GUI فعلشان مش عاملين connect على GUI فمش قادرين نفتح بروزر على المشين ذات نفسها فاحنا محتاجين access للداشبورد دي من بره المشين دي ذات نفسها فعلشان نعمل كده لازم نعمل كام خطوة مع بعض اول حاجة هنبدأ نروح نفتح terminal الثانية ونعمل connect على نفس المشين مرة كمان هنفتح تاب جديدة ليه؟ علشان هنالتاب دي مش قادر اشتغل عليها فهنفتح تاب جديدة وبعدين هننقل command هنا وبعدين ندوس enter فهنعمل كده clear مع بعض وبعدين هنبدأ نكتب ال command ده كده مع بعض ال command ده معناه انك انت تقدر تاكسس الداشبورد من اي IP فهنه هضغط enter بس بشرط انك انت لما تيجي تاكسس الداشبورد دي لازم تعمل لها اكسس على بورد تامن تلاف واحد هنرجع للتاب الاولانية وناخد ال command ده كده copy وهنبدأ نروح على اي بروزر وهنغير في اللينك ده كم حاجة بسيطة انا دوقتي فتحت البروزر هفتح تاب جديدة وهنقل اللينك هنا بس لازم اغير حاجتين في اللينك لازم اغير الاي بي ولازم اغير البورد فهنكتب اي بي ايه؟ هنكتب الاي بي بتاع الماشين هنرجع خطوه ورا هناخد البابليك اي بي copy وبعدين نمسح الاي بي ده وبعدين البورد برضه نمسحه ونكتبه 8000 وواحد وبعدين هندوس enter هوا كده عمل اكسس لالداش بورد بتاعتي هوا مش جايب اي معلومات حلشان انا ما عملتش اي حاجة في الكلاستر بتاعي تعالوا نرجع تاني على الترمينال ونجرب ان احنا نعمل كريت لبود هنضطر ان احنا نفتح تاب جديدة وبعدين نكتب الكومند بتاع الكنكت وبعدين ندوس enter هوا عمل عليها كونكت خلاص هنعمل clear نكبر شوية انا دلوقتي عايز اعمل كريت لبود فاكريني الكومند ده كان بيتكتب ازاي كنا بنكتب كيوب setl run وبعدين بنكتب اسم البود فانا هسميها new dashboard وبعدين هنبدأ نحدد نوع الامج فانا هخليها تشتغل من امج اسمها engine x وبعدين ندوس enter تب تعالوا نروح على البراوزر ونشوف الداشبورد بتاعة الميني كيوب ايه اللي حصل فيها هنلاقي في بود ظهرت معانا هنا هنلاقي اسمها new dashboard نفس الاسم اللي انا كتبته في الترمينال هنلاقيها واحدة بس هي الروننج ولو انا ضغطت هنا هيظهر لي معلومات ازياد عن البود ده ده الاسم بتاعها وهي تعمل لها كريت من خمسة وخمسين ثانية وده الاي بي بتاع البود وده شوية معلومات عنها زيادة وتعملت من image اسمها engine x ومش كده بس ده انا كمان ممكن اعمل البود دي delete من هنا او ممكن اعمل edit ليها من هنا او برضو ان انا ممكن ادخل جوا البود دي لو ضغطت هنا بيدخل جوا البود ذات نفسها لو جيت ارجع وراه كمان ومن هنا بقدر اشوف اللوكز بتاعة البود دي بقدر يظهر لي كل اللوكز فالمينيكيوب داشبورت الازيزة والتعامل معها بسيط وبقدر توضح لك كل المعلومات بطريقة بسيطة لو جينا نضغط تاني على work loads هيظهر لي هنا الحاجات ال running بس هنا بقى على شمال بيبدأ يظهر لي كل ال resources اللي موجودة في الكوبرنيتز يعني مثلا لو انا عامل create the deployment هنلاقيها ظهرة هنا بس انا مش ظهر لي حاجة عشان انا معنديش deployment في المينيكيوب بتاعي وهكذا لو انا عندي boots هنلاقي ظهر لي في بود واحدة وهكذا دي كلها resources موجودة في الكلاستر كوبرنيتز لو نرجعت هنا على work loads ممكن كمان اعمل create the boot من هنا اقدر اعمل create the boot بتلات طرق مختلفة لو انا عايز اكتب yaml file او json file او لو انا عايز اعمل upload ليامl file او ممكن انا احدد شوية حاجات هنا والبود تتعمل يعني واليكونان هسمي الاب او اللي هي اسم البود هسميها test وهخلي ال image تتعمل من engine x وهسيب كل حاجة بقية زي ما هي لو عملت deploy هنلاقي ظهر لنا شوية حاجات زيادة وهنلاقي فيه حاجة اسمها deployment اتعملت وهنلاقي فيه حاجة اسمها riblica 6 اتعملت وكل الحاجات دي هنعرفها مع بعض قدام وهنلاقي شوية معلومات زيادة هنا ظهرت كمان طب احنا دلوقتي عملنا boot بس المرة دي كانت من عن طريق الداشبورد بتاعت الميني كيوب طب تعالي نروح على الترمنال ونشوف هل سماعت في الترمنال ولا لا هنفتح دلوقتي الترمنال بتاعتنا لو جيت اكتب دلوقتي cube set l get boot هنلاقي فيه اتنين boot اتعملوا معانا واحدة من اربع دقيق واحدة لسه معمولة من 86 ثانية اللي معمولة من 86 ثانية دي دي اللي احنا عاملينها من الداشبورد بتاعت الميني كيوب اللي هي كان اسمها test انما الاولى اللي هي اسمها new dashboard دي اللي احنا كنا كتبين command بتاعها فوق هنا هو نبدأ نتعلم مع بعض ازاي نبدأ نكتب kubernetes yaml file فيه اربع حاجات اساسية لازم يكونوا موجودين في اي ايام الفايل هنكتبه للكوبرنيتز واول حاجة اللي هي حاجة اسمها API server تاني حاجة اسمها ال kind تالت حاجة اسمها الميتا data رابع حاجة اسمها specifications احنا هنبدأ ناخد كل حاجة لوحدها ونبدأ نتعرف عليها بتفاصيل اكتر احنا كنا قلنا مع بعضة قبل كده ان ال developer لما بيكون عايز يعمل حاجة جوه الكوبرنيتز كلاستر بيبدأ يكتب command اسمه اللي بيحصل ان الترمينال بتبدأ تبعت API cool للكوبرنيتز كلاستر والكوبرنيتز كلاستر بيبدأ يستابل ال API ده عن طريق حاجة اسمها الكوبرنيتز API فدلوقتي الكلاستر بتاعي استابل ال request فعلشان الكوبرنيتز كلاستر بتاعي يقدر يفهم ايه هو ال request اللي هو عايزه فلازم يكون ال developer محدد شوية حاجات في ال request ده واول حاجة لازم يكون محددها حاجة اسمها version والكوبرنيتز عاملة versions كتير وكل version بيندرك تحته شوية object معينة فاول حاجة احنا لازم نحددها في ال request ده حاجة اسمها ال version وال version ده بيتحدد عن طريق حاجة اسمها ال API version فتعالوا نتعرف مع بعض على ال versions اللي موجودة في الكوبرنيتز اول version موجودة عندنا في الكوبرنيتز حاجة اسمها version 1 وزي ما اتفعنا ان كل version موجود في الكوبرنيتز بيندرك تحته شوية object وهنتعرف عليهم برضو مع بعض ثاني version موجود معانا في الكوبرنيتز حاجة اسمها apps-version 1 ثالث version موجود معانا في الكوبرنيتز حاجة اسمها networking .kts.io-version一 رابع version موجود معانا في الكوبرنيتز حاجة اسمها storage.ks.io-version 1 ودي بعض من أمثلة الـ versions اللي موجودة في الكوبرنيتز إنما فيه versions كتيرة جدا موجودة في الكوبرنيتز فأول حاجة بنحددها في الـ yaml file بنكتب حاجة اسمها الـ API version وبعدين بنبدأ نحدد الـ version اللي احنا عايزين نستخدمه طب احنا بنختار الـ version ده على الأساس ايه؟ على أساس الحاجة اللي انا عايز عمل لها create فتعالوا نتعرف على الـ object اللي تحت version 1 موجود تحتها حاجة اسمها boot وحاجة اسمها service وحاجة اسمها name space ده معناه ان انا لو عايز اعمل create lewood فلازم اختار version 1 طب تعالوا نشوف الـ object اللي موجودة تحت version اسمه apps slash version 1 موجود تحتها حاجة اسمها deployment وحاجة اسمها replica set وفي حاجات تانية كتير بس انا جايب برضو بعض من الأمثلة وبرضو تعالوا نشوف الـ object اللي بتندرك تحت version اسمه networking.ks.io slash version 1 بيندرك تحتها حاجة اسمها ingress وبرضو في حاجات تانية كتير بس انا جايب برضو مثال بس وبرضو بيندرك تحت الـ storage حاجة اسمها storage class وبرضو ده مثال من ضمن أمثلة كتير فمعنى كده ايه؟ معنى كده ان انا في الـ API version ببدأ اختار الـ version بس سواء كان version 1 او apps slash version 1 او سواء كان networking او سواء كان storage وبقف لحد هنا مش بختار الـ object اللي انا عايز اعمله الـ object بنختاره بس في حاجة تانية قدام انما في الـ API version بنحدد الـ version اللي احنا عايزين نشتغل فيه بس واللينك ده بيوضح لنا resources type بتاعت الكوبرنيتز فتعالوا نفتح اللينك ده مع بعض ونشوفه انا دلوقتي فتحت اللينك من اي بروزر اللينك ده بيوضح لنا ايه؟ بيوضح لنا resources اللي موجودة جوه الكوبرنيتز فولياكم مثلا احنا عندنا resource اسمه boots resource الاسمه boots الـ API version بتاعه اسمه ايه؟ اسمه version 1 وده short name يعني ده اختصار لي b o اختصار لكلمة boots لو جينا نفتكر مع بعض واحنا بنتعلم الـ syntax بتاع الـ command اللي كان اسمه cube stl كان فيه جزء في الـ command اسمه type وكنا قلنا ان الـ type ده ينفع كتابه سواء كلمة كانت مفرد او سواء كلمة كانت جمع او سواء كانت كلمة مختصرة فهو في الـ table ده بيوضح لنا resources اللي موجودة جوه الكوبرنيتز والاختصارات بتاعتها والـ API version بتاعها وهكذا في الجدول ده بيوضح لنا resources type بتاعت الكوبرنيتز والاختصارات بتاعتها والـ API version بتاعها فكده اللي احنا عايزين نعرفه ان اول حاجة بتتكتب في الـ yaml file بتاع الكوبرنيتز حاجة اسمها الـ API version طب بيتكتب ازاي في الـ yaml file فدلوقت احنا عندنا مثال yaml file اهو واللي يكون الـ yaml file ده اسمه boot.yaml ونخلي بالنا من الـ extension بتاع الـ yaml file لاما .yaml او لاما .yml فاول حاجة بنكتبها في الـ yaml file حاجة اسمها الـ API version ونخلي بالنا في الـ yaml file انه هو case sensitive يعني لازم نخلي بالنا من الحروف الكابتل ومن الحروف اللي small ونخلي بالنا برضو من اللي سبيسز جوه الـ yaml file فالـ API version بتتكتب بالطريقة دي كل الحروف بتكون small معادة حرف الـ v وبعدين بنكتب نقطتين فوق بعض وبعدين بنعمل اسبيس وبعدين بنكتب الـ version اللي احنا عايزين سواء كان version one او سواء كان apps slash version one وبرضو اللينك ده مهم علشان هو بيوضح لنا الـ API بتاعة الكوبرنيتز كله فتعالوا برضو نفتح اللينك ده ونبص عليه بصة سريعة انا دلوقتي فتحت اللينك من على اي بروزر وعلشان برضو تتطمنوا ان اللينك ده من ضمن الـ documentation بتاعة الكوبرنيتز حتى هتلاقي في اللينك كوبرنيتز دوت اي او فاللينك ده بيوضح لنا الـ versions بتاعة الـ API اللي موجودة جوه الكوبرنيتز فوليكن لو جينا نبص هنا هنلاقي كل الـ resources اللي موجودة جوه الكوبرنيتز فهنطلع فوق وهنختار مثلاً resource بتاع البود هيورينا ان احنا ازاي بنبدأ نكتب الـ yaml file بتاع البود واول حاجة بيقولها لنا الـ version بتاع البود فهنلاقي ان البود بيتستخدم version 1 ولو جينا ننزل تحت هيورينا الحاجات اللي بتتكتب في الـ yaml file بتاعة البود وهنلاقيه شارح كل حاجة قدامها باختصار كده في الـ kind انا ببدأ احدد نوع الحاجة اللي انا عايز عاملها ومش كده بس لازم الحاجة اللي انا عايز عاملها لازم تكون مرتبطة بالسطر اللي قابله اللي هو كان اسمه الـ API version بمعنى ايه برضو بمعنى ان لازم يكون الـ version اللي انا اختاره لازم يكون بيندرك تحته الـ object اللي انا عايز اعمله فطالما انا حددت version معين لازم اختار object يتوافق مع الـ version ده واحنا خلاص المفروض ان احنا فهمنا ايه هو الـ versions وايه هي الـ object اللي بتندرك تحت كل version فبنكتبه ازاي بنكتب في تاني سطر حاجة اسمها الـ kind وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين space وبعدين بكتب الـ object اللي انا عايز عامله ونخلي بالنا من الـ object اللي انا هختاره ده ممكن يكون فيه برضو حروف كابتال فالبد اول حرف فيها هو حرف كابتال وطبعا انا ما بسبتش اي مسافة في اول السطر يبقى احنا كده لحد دلوقتي اتعرفنا في الـ yaml file على حاجتين اول حاجة اللي هي اسمها الـ API version وتاني حاجة اسمها الـ kind هنييجي لتالت حاجة واللي هي اسمها الميتا داتا في الميتا داتا انا ببدأ اعرف معلومات زيادة عن الـ object اللي انا عايز عامله الـ create ده وليكن مثلا الـ object اللي انا عايز عامله الـ create ده لازم اديله اسمه معين او لازم احددله اسم فبحددهوله عن طريق حاجة اسمها الميتا داتا طب بتتكتب ازاي الميتا داتا بتتكتب بطريقة مختلفة عن الحاجتين اللي فاتوا اللي احنا كنا تعلمناهم مع بعض بنبدأ نعمل ايه بنبدأ ننزل سطر جديد وبنبدأ نكتب ميتا داتا وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين مش بنكتب حاجة هنا لأ احنا بننزل برضو على سطر جديد وبعدين بنبدأ نصيب two spaces مسافتين وبعدين بنبدأ نكتب الـ name وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين space وبعدين ببدأ اكتب اي اسم انا عايزه وزي ما اتفقنا برضو ان الاسم ده هيكون بيريفير لمين هيكون بيريفير للـ object اللي انا اختارته هنا فالاسم ده هيكون اسم البود اللي انا عايز اعمل لها create حاجة مهمة برضو لازم نخلي بالنا منها ان الـ API version من ضمن انواع الـ key والvalue والkind key وvalue انما الميتا داتا دي بتبقى dictionary وممكن برضو يندرج تحت الميتا داتا حاجة اسمها الـ labels وحاجة اسمها الـ selectors وحاجة اسمها برضو الـ name is base كل دول بيندرجوا تحت الميتا داتا وكمان المعلومات اللي بتبقى تحت الميتا داتا ممكن تكون بتريفير لـ object تاني موجود جوه الكلستر بتاعي وزي ما عارفنا مع بعض قبل كده ان الميتا داتا بيتكون جواها المعلومات اللي تخص الـ object اللي انا عايز اعمله create كده ناقص اخر حاجة بتبقى موجودة في الـ yamil file بتاع الكوبرنيتز واللي هي اسمها الليس بيك الليس بيك دي بتبقى جواها ايه بتبقى جواها موصفات الـ object اللي انا عايز اعمله create يعني وليكن انا اخترت هنا ان انا عايز اعمل create لبد طب ايه هي بقى الموصفات البود اللي انا عايز اعمل لها create يعني مثلا البود اللي انا عايز اعمل لها create دي عامل لها create من انهي image فالمعلومات دي بتتحدد تحت حاجة اسمها الليس بيك طب بتتكتب ازاي بتتكتب بالطريقة مختلفة شوية احنا اخر حاجة وصلنا لها اللي هي الميتا داتا هنبدأ ننزل على سطر جديد مش هنسيب مسافة بره هنا خالص وبعدين هنبدأ نكتب الليس بيك وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين هننزل على سطر جديد ولازم نسيب مسافة لان الحاجة اللي انا هبدأ اعملها دي هتندرك تحت الليس بيك وبعدين هنبدأ نكتب كلمة كونتينرز وبعدين برضو هنكتب نقطتين فوق بعض وبعدين هننزل على سطر جديد والمرة دي مش هنسيب مسافتين بس لأ ده هنسيب مسافتين فالمسافتين الاولانيين دول هيبقوا بيوازي الكونتينرز لأ انا عايز كمان ادخل مسافتين زيادة جوه الكونتينرز فهبدأ اسيب مسافتين وبعدين هبدأ اعمل داش هبدأ اكتب المعلومات اللي تخص الكونتينر اللي انا عايز اعمل له create فهو اليكن اول حاجة هكتبها ال name وبعدين برضو نقطتين فوق بعض وبعدين هسيب مسافة وبعدين هكتب الاسم وبعدين هنزل سطر جديد وبعدين هسيب نفس المسافات دي وبعدين هبدأ اكتب حاجة اسمها الامج نقطتين فوق بعض وفي الامج بابدأ احدد الامج اللي انا عايز عاملها فهو اليكن انا اخترت الامج اسمها engine x والتاج بتاعها هيكون ده وبعدين هبدأ انزل سطر جديد وهبدأ اكتب بورتس بس المرة دي البورتس مش بتتكتب الفاليو بعدها فهننزل برضو على سطر جديد تحته وهنسيب مسافتين من بعد البورتس وهنكتب حاجة اسمها الكنتينر بورت وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين هنبدأ نكتب البورت اللي انا عايز اعمله حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ان الاسبيك بتتكتب ازاي بتتكتب في الاول من نوع الدكشنري اللي هو الدكشنري ده اللي هو اول حاجة الكنتينرز وجوه الكنتينرز فيه list اللي هي بتبدأ بالداش طبعا مش لازم في كل مرة اكتب المعلومات دي كاملة انا ممكن اكتب الحاجات اللي انا محتاجها بس وطبعا جوة بنبدأ نحدد الكي والفاليو ودول هيكونوا بيعملوا ريفير لمين بهايكونوا بيعملوا ريفير اللي انا عايز اعمل له كرييت وبرضو زي ما اتفقنا ان اللي لازم تكون مرتبطة بالفورجن اللي انا اخترته فوق ده نتعلم ان زي ان نقدر ننزل خاصة بالكوبرنيتز على برنامج ال vs code احنا دلوقتي هنبدأ نروح نفتح برنامج ال vs code انا دلوقتي فتحت برنامج ال vs code هنبدأ نروح على حاجة اسمها الاكستينشنز وندغط عليها وبعدين نكتب في السيرش اكستينشن اسمها يامل هيزهر لنا اول اكستينشن اسمها يامل وهنلاقي عدد المرات اللي الناس نزلتها فيه 9 مليون و 8 مان عشرة وهنلاقيها معمولة من ريد هات هنضغط عليها ولو جيت تمزل تحت كده هنا بيوضح لك كل الفيوتشورز اللي بتقدمها الاكستينشن دي وهزاي هتقدر تساعدنا واحنا بنقدر نكتب اليام الفايلز بتاعت الكوبرنيتز فهنبدأ نعمل لها install هو كده خلاص اتعمل لها install بس هنغير كده حاجة بسيطة في السيتنج بتاعتها فهنبدأ نروح على جزء السيتنج ونختار حاجة اسمها اكستينشن سيتنج ونبدأ ننزل تحت كده وهنوصل على جزء حاجة اسمها اليامل سكيمة وهنعمل edit وبعدين هننزل تحت جزء حاجة اسمها اليامل دوت سكيمة وبعدين هنزود السطر ده وبعدين نرجع نقفله تاني ولعاوزين نتأكد ان نتعمل له save هنضغط هنا تاني على edit هنلاقي السطر موجود فيبقى كده هو تعمل له save وبكده انا قدرت اعمل install اللي اسمها يامل لازم نتأكد ان احنا عملنا لها install علشان احنا في كل الفيديوهات اللي جاية هنحتاج ان احنا نستخدمها اول command معنا اللي هو اسمه upsl-apply-f وبعدين اسم الفايل احنا تعلمنا مع بعض قبل كده ان احنا ازاي ان نقدر نكتب كوبرنيتس يامل فايل فوليكن انا في الاول لازم ابدأ اعمل create لفايل ووليكن هسمي الفايل ده put.yaml file وبعدين احنا خلاص كتبنا الconfiguration الخاصة جوه اليام الفايل طب انا ازاي بقى بابدأ اعمل upload او ازاي اخلي الكوبرنيتس تنفذ الانفرميشنز اللي موجودة جوه اليام الفايل ده فعلشان اخلي الكوبرنيتس تنفذ ده فلازم اكتب ال command اسمه kubectl upload وبعدين داش اف دي معناها ان انا هبدأ اعمل upload لفايل وبعد كده بابدأ اكتب اسم الفايل اللي هو احنا كنا قلناها مثلا وليكن boot.yaml تاني command معانا اسمه kubectl getboots وده بيبدأ يعرض لي كل الboots اللي موجودة في الكلاستر بتاعي تالت command معانا اسمه kubectl deleteboot وبعدين بابدأ اكتب اسم البود انا دلوقتي خلاص عملت كريت لboots يعني شفت البود اللي موجودة عندي في الكلاستر بتاعي طب انا دلوقتي لو حابة بمسح boot معينة فهكتب command ايه هبدأ اكتب command اسمه kubectl delete وبعدين ايه اللي انا عايز امسحه ايه نوع الوبجيكت اللي انا عايز امسحه فنوع الوبجيكت اللي انا عايز امسحه اللي هو boot طب انا خلاص دلوقتي حددت نوع الوبجيكت طب ايه هي اسم البود اللي انا عايز امسحه من الكلاستر بتاعي فببدأ اكتب اسم البود اللي انا عايز اعملها delete رابع command معانا واللي هو اسمه kubectl explain وبعدين ببدأ احدد الرسورس طيب بتاعتي طب الكومند ده بيعمل ايه الكومند ده بيبدأ يعلمني ازاي ودركت بيهم الفايل على حسب الرسورس اللي انا اخترته هنا يعني مثلا وليكن انا كتبت command اسم kubectl explain bud بيبدأ يعلمني ازاي بكتب اليام الفايل الخاص بbud وهنبدأ نجرب كل الكومند دي مع بعض ونتعلمها فانا دلوقتي هبدأ اروح على الكونسول علشان اعمل start to the machine انا دلوقتي فتحت الكونسول بتاعي هبدأ اعمل select على المشين دي وبعدين هبدأ اعمل لها start هياخد بس كام سانية هي دلوقتي running هبدأ اضغط على connect وبعدين هروح اخد ده وبعدين هبدأ اروح افتح بتاعتي انا دلوقتي فتحت الترمينال بتاعتي وبعدين هضغط على start local terminal وبعدين هنقل اللي انا خدته copy وبعدين هدوس enter هو دلوقتي خلاص اعمل connect على المشين لو كتبت clear زي ما اتفقنا ان احنا اول حاجة بنشوفها اللي هي mini cube status هلاقي ان mini cube stopped فانا عايز دلوقتي اعمل له start فهكتب mini cube start dash dash driver equal docker هدوس enter هو دلوقتي بيحاول يعمل start الميني كيوب هو كده دلوقتي خلاص اعمل start الميني كيوب لو جيت اكتب mini cube status ثاني هلاقي ان الميني كيوب دلوقتي يبقى كله running لو جيت اعمل clear تعالوا نكتب command مع بعض كده اسمه cube ctl api resources ال command ده كان بيزهر لنا كل resources اللي موجودة في الكوبرنيتز لو جيت اطلع فوق هلاقي فيه resource اسمه bud وهلاقي short name بتاعه اسمه bo وهلاقي api version اسمه v1 ولو جيت ابص هنا بقى على جزء ال kind هلاقي ان ال kind بتاعه اسمه bud وال b capital طب هنا دلوقتي لو جيت اعمل clear وجيت اكتب command تاني اللي هو اسمه cube ctl explain bud كنا قلنا برضو ان ال command ده معناه ايه معناه ان هو بيبدأ يعلمني ازاي اكتب ليهم الفايل الخاص بالbud لو جيت اطلع فوق هلاقي كاتب لي kind bud وهلاقي كاتب لي description وهلاقيه هنا بيقول لي اليام الفايل تقدر تكتبه ازاي اول حاجة زي ما اتفعنا اللي هي اسمها ال api version وهيبدأ هنا يشرح لي ايه هو ال api version وبعدين ببدأ اكتب وبعدين باكتب الميتاداتا وبعدين ببدأ اكتب الليسبك وبعدين ممكن ازود حاجة اسمها status فدلوقتي تعالوا نجرب مع بعض ونبدأ نكتب يامل فايل خاص بالbud هنعمل clear فدلوقتي هنروح نفتح برنامج ال vs code علشان نكتب اليامل فايل عليه انا دلوقتي فتحت ال vs code وبعدين فتحت فايل وسميته اسمه معين وبعدين اهم حاجة اللي انا سميته في الاخر dot yaml فهنبدأ نكتب اليامل فايل الخاص بالbud واول حاجة زي ما اتفعنا ان احنا لازم نكتبها في اليامل فايل حاجة اسمها ايه حاجة اسمها ال api فانا اول لما اجي ابدأ واكتب اول حرفين اللي اكستينش هتبدأ تساعدني علشان هقدر اكتب اليامل فايل فانا طبعا قصدي ال api version فهي هتساعدني في هدوس enter وبعدين هعمل space وبعدين هكتب ال version فاحنا اتفقنا ان احنا هنعمل كريت لايه هنعمل كريت لbud ولو جينا نفتكر قبل كده ان ال bud ال version بتاحها كان version ايه كان version one وبعدين هضغط على enter وبعدين تاني حاجة احنا اتفقنا ان احنا بنكتبها اللي هي ايه اللي هي اسمها ال kind فال extension برضو بتساعدني فهدوس enter وبعدين ال kind احنا اتفقنا اللي هي ايه اللي هي bud وبعدين تالت حاجة كنا بنكتبها اللي هي ايه اللي هي اسمها الميتة data وهنلاقيها برضو هزهرت خدتوا بالكم الحاجة ان انا اول ما دوست enter هو نزلني على سطر جديد ويساب مسافة طب هو لو ما كانتش عاملها كده انا كنت هعمل ايه كنت هكتب الميتة data وبعدين هكتب النقطتين وبعدين هدوس enter وبعدين هسيب مسافتين واحد اتنين وتحتها احنا قلنا الميتة خاصة بالمعلومات اللي تخص ال object اللي انا عايز اعمله فوليا كنا انا عايز اسمي ال bud دي فهكتب name وبعدين نقطتين فور بعض وبعدين هبدأ اديها اسم ووليا كنا انا هسميها dolphin aid وبعدين هدوس enter اول ما هدوس enter هينزلني على تحت name ان انا لو عايز اكتب معلومات تانية تحت الميتة data فانا مش عايز اكتب معلومات تانية تحت الميتة data فهارجع وراء وهبدأ اكتب رابع حاجة موجودة معنا في ال yaml file واللي هي اسمها وابعدين هدوس نقطتين فوق بعض وبعدين هضغط على enter وبعدين هنسيب مسافتين وبعدين هنبدأ نكتب containers هنلاقي برضو كل ده بيطلع علينا فانا هختار ال containers هنلاقيه هو كملها لي لوحده طب لا هو لو ما كانش كملها لي هنمسح هكتب containers وبعدين هضغط على enter ال enter هتنزلني على اول حرف من ال container فانا مش عايز اول حرف لا ده انا لازم ادخل جوه كمان فهضغط على space space وبعدين هبدأ اكتب dash name وبعدين نقطتين فوق بعض وانا هسميه مثلا engine x وبعدين هضغط على enter وهننزل تحت ال name وبعدين نبدأ نكتب ال image وبعدين هنبدأ نكتب نوع ال image اللي هي engine x برضو فحاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ان ال API version من نوع key وال value بتاعته version one وهكزا برضو ال kind key وال bud دي ال value بتاعته انما الميتا داتا هي عبارة عن dictionary انما ال lisbic فهي عبارة عن dictionary بس مش dictionary وبس لذا ده كمان جوه dictionary اللي هو اسمه containers حاجة اسمها list اللي هي دي فيبقى كده ال lisbic عبارة عن dictionary وجوه list فهنبدأ ناخد ال yaml فايل ده كده كوبي وبعدين هنبدأ نروح نفتح الترمينال بتاعتنا وبعدين دلوقتي هنبدأ نعمل create ل yaml فانا هستخدم اديتور اسمه فيم فانت ممكن تستخدم اي اديتور تاني وبعدين هسمي الفايل اسمه bud dot yaml وزي ما اتفقنا ان احنا لازم نخلي بالنا من الاكستنشن ممكن اكتبه dot yaml او ممكن اكتبه dot yml بس انا بفضل اكتبه yaml وبعدين هضغط على enter هيبدأ يفتح لي ال اديتور فانا دلوقتي هنقل ال yaml فايل اللي انا خدته كوبي من ال vs كود وبعدين هبدأ اعمل له save فهعمل له save ازاي هبدأ اضغط على escape وبعدين نقطتين فوق بعض ونخلي بالنا من الكلام اللي بيتكتب في اخر سطر وبعدين wq وبعدين هضغط على enter طبعا انا دلوقتي عندي ال yaml فايل ازاي يقدر اعمل upload ل yaml فايل ده لو جينا نفتكر مع بعض كنا بنكتب command اسمه qctl upload dash f وبعدين ببدأ اكتب اسم الفايل اللي هو ايه اللي هو اسمه bud dot yaml وبعدين هضغط على enter هيبدأ يقولي ان البود اللي اسمها dolphin aid اتعامل لها create طبعا انا دلوقتي عايزة اشوف البود اللي موجودة جوه الكلاستر بتاعي فهقدر اشوفها ازاي فلو جينا نفتكر مع بعض برضو الكمند كان اسمه qctl get buds هلاقي في بود اسمها dolphin aid والستيطس بتاعتها running والage معمولة من 17 ثانية طب انا ممكن اكتب حاجة تانية برضو ممكن اكتب qctl get bud هلاقي برضو طلع لي نفس الاوت بود طبعا انا ممكن اكتب برضو qctl get bo هلاقي برضو طلع لنا نفس الاوت بود لو جينا نفتكر مع بعض قبل كده واحنا بنشرح ال syntax بتاع الكمند اللي هو اسمه qctl جينا على جزء type وقلنا ان هو مش case sensitive يعني ايه؟ يعني ان انا ممكن اكتب الكلمة دي جمع او ممكن اكتبها مفرد او ممكن اكتب الشورت نيم بتاعها ولو حابين برضو تعرفوا الشورت نيم بتاع الاوبجيكت دي بتتجاب ازاي؟ ممكن تكتب الكمند اسمه qctl abi-resources وندوس enter هنلاقيه هنا حاجة اسمها الشورت نيمز لو جينا على البودز هنلاقي الشورت نيم بتاعها اسمه bo تعالوا نعمل clear تعالوا نعمل كريت لبود جديدة فلو جينا نكتب دلوقتي qctl get bo هيظهر لنا البودز اللي موجودة دلوقتي عندنا طب هنا دلوقتي عايزين نعمل كريت لبود جديدة بس المرة دي هنكتبها على الادوتور بتاع الترمينال هنا فهنكتب vim وبعدين مثلا وليكن هسمي الفايل put to dot yaml هنضغط enter انا دلوقتي فتحت الادوتور بتاعي علشان هنقدر اكتب جوة الادوتور ده باضغط على حرف الاي نخلي بالنا كده من اخر سطر ايه اللي هيحصل فيه انا دلوقتي هضغط على حرف الاي هنلاقيه زهر حاجة اسمها insert او ما تظهر حاجة اسمها insert دي معناها ان انا هقدر اكتب جوة الادوتور بتاعي فاول حاجة اتفاقنا ان احنا بنكتبها في الامل فايل حاجة اسمها الapi version ونخلي بالنا ان ال v بتبقى capital وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين بابدأ اكتب ال version فانا هختار version one وبعد كده تاني حاجة بنكتبها حاجة اسمها ال kind وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين بنبدأ نحدد ال kind اللي هو اسمه ونخلي بالنا برضو ان ال v capital وبعدين هننزل على سطر جديد تالت حاجة هنبدأ نكتبها اللي هي اسمها الميتة data وبعدين برضو نقطتين فوق بعض بس في الميتة data مش بنكتب حاجة جنبها احنا قلنا ان الميتة data دي عبارة عن ايه عبارة عن dictionary هنبدأ ننزل على سطر جديد هنضغط على enter بس احنا مش محتاجين نسيب كل المسافة الكبيرة اللي هو سايبها لنا دي هنرجع كده ورا وبعدين نسيب مسافتين واحد اتنين وبعدين نبدأ نكتب الحاجة اللي تحت الميتة data اللي هي ال name واللي هي بتبقى خاصة بال name بتاع البود فانا هسمي البود دي second وبعدين هضغط على enter عشان ننزل على سطر جديد ونخلي بالنا ان انا اول ما ضغطت على enter نزلني فين؟ نزلني على اول حرف من السطر اللي فات فانا مش محتاج اكتب اي حاجة تاني تحت الميتة data فهنرجع ورا قطوتين وبعدين نبدأ نكتب رابع حاجة بنبدأ نكتبها في ال yaml file واللي هي اسمها ال lisbic وبعدين قطوتين فوق بعض وزي ما قلنا ان ال lisbic دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن dictionary وجوه ال dictionary list فهنبدأ نضغط على enter وبرضو احنا مش محتاجين كل المسافة الدفلت اللي هو بيعملها دي فهنرجع ورا وهنصيب مسافتين ادي واحد اتنين وبعدين هنبدأ نكتب حاجة اسمها ال containers وبعدين نقطتين فوق بعض وبرضو قلنا ان ال containers دي جواها list فمش بنكتب حاجة جنبها فهنضغط على enter وبرضو مش محتاجين نسيب كل المسافة دي هنيجي نقف على اول حرف من الكلمة اللي فاتت وبعدين نسيب مسافتين وبعدين هنبدأ نكتب ال list وال list لازم بدايتها dash وبعدين هنكتب name وبعدين انا هسميه مثلا engine x ونخلي بالنا اول ما دوست enter نزلني فين نزلني على اول حرف من السطر اللي فات بعد كده هبدأ احدد ال image اللي هيتعامل منها البود وانا عايز ان البود دي يتعامل من image اسمها engine x وبكده يبقى انا خلصت كتابة اليام الفايل علشان هنقدر اعمل له save باضغط على زرار اسمه escape وبعدين نخلي بالنا من السطر الاخير نضغط على نقطتين فوق بعض wq وبعدين نعمل enter انا دلوقتي عايز اعمل apply للفايل ده فهكتب ايه؟ هبدأ اكتب command اسمه q6l apply-f وبعدين هبدأ اكتب اسم اليام الفايل اللي هو اسمه .yaml وبعدين نضغط على enter هنلاقيه طلع لنا message وبيقول لنا ان البود اللي اسمها second اتعامل لها create طب احنا دلوقتي لو عايزين نشوف كل البود اللي موجودة في الكوليستر بتاعي فهكتب command اسمه q6l getpods ندوس enter هيظهر لنا في بود جديدة اتعاملت اللي هي اسمها second اتعاملت من 25 سنية انا دلوقتي لو جيه تعمل clear لو جيه تكتب كده تاني انا دلوقتي عايز امسح البود اللي اسمها dolphin 8 فهبدأ اكتب command اسمه ايه هبدأ اكتب command اسمه q6l delete بود او بود وبعدين هبدأ اكتب اسم البود اللي هي ايه اللي هي اسمها dolphin 8 بعدين ندوس على enter كده البود اللي اسمها dolphin 8 اتعامل لها delete لو جيت تاني يعمل list لكل البود اللي موجودة مش هلاقي غير بود اسمها second بس هي اللي موجودة هلاقي بيقول لي مفيش ايه موجودة في الكلاستر بتاعي في عندنا حاجتين اللي هما اسمهم ال imperative وال declarative عن طريق الحاجتين دول انا بقدر اتعامل مع كوبرنيتس كلاستر بتاعي وقدر اعمل manage لكل ال resources اللي موجودة في الكلاستر بتاعي والcommand بتاع الكيوبستيل بيقدر يفهم وبيصبرت الطريقتين دول اللي هما ال imperative وال declarative طب ايه هي ال imperative؟ ال imperative هي عبارة عن command انا بستخدمها يعني مثلا وليكن انا عايز اعمل البود والبود دي اسمها engine x وعايز اعمل البود دي من image اسمها engine x فانا ممكن اكتب command على طول اللي هو اسمه cube stl run وبعدين اسم البود وبعدين ال image اللي انا عايز استخدمها فالطريقة دي بتتسمى بال imperative او ممكن اكتب برضو يبس تقل لcreate بس الكريت دي مش علشان بود انما الكريت دي علشان مثلا انا عامل deployment او service وهنا اتعرف عليهم قدام فالطريقة اللي اسمها ال imperative هي عبارة ان انا بعمل كريت لobject جوه الكلاستر بس بطريقة comment انما declarative هي عبارة عن ايه هي عبارة ان انا برضو بعمل كريت لنفس ال object بس عن طريق ال yaml file وزي ما اتفعنا وعرفنا مع بعضها في الفيديوهات اللي فاتت قبل كده ان انا علشان اعمل upload اليام الفايل فبقدر اكتب command اسمه ايه باكتب command اسمه cube stl upload وبعدين dash f اللي هو بيريفير للفايل وبعدين ببدأ اكتب اسم الفايل اللي هو boot.yaml فالفرق ما بين الاثنين ان ال imperative انا بعمل كريت لobject بس عن طريق ال comment انما declarative انا بعمل كريت لنفس ال object بس عن طريق ال yaml file هنبدأ ناخد كل واحدة من دول ونتعرف عليهم على تفاصيل اكتر شوية اول حاجة اللي هي ال imperative ال imperative هي عبارة عن ان هي بتعمل كريت لobject جوة الكوبرنيتس بس عن طريق ال cube stl comment زي ما احنا عارفنا مع بعض وال imperative هي طريقة سهلة جدا واي حد يدر يفهمها وكمان طريقة سريعة من ال declarative علشان مثلا ممكن تاخد شوية وقت انك انت تعمل yaml file انما هيكون سهل بالنسبة لك انك انت تكتب ال comment ده وتعمل كريت للبود فيبقى ال imperative اسرع شوية وتاني طريقة واللي هي اسمها declarative وال declarative دي بتبقى عبارة عن ايه عبارة برضو عن ان انا بعمل كريت لobject جوة الكوبرنيتس بس عن طريق ال yaml file وليكن مثلا ان ده ال yaml file بتاعي وال yaml file ده مهمته ان هو بيعمل كريت لobject والobject ده اللي هو bud فاحنا بنعمل upload ال yaml file ده ازاي فبنبدأ نكتب ال command اللي هو اسمه kubectl apply-f وبعدين بنبدأ نكتب اسم ال yaml file فالناس بتشبه الطريقة declarative بال command اسمه kubectl apply وميزة مهمة في طريقة declarative ان انا بقدر احط ال yaml file ده في اي version control زي مثلا ال get hub ومش كده بس ده انا كمان بقدر اتابع مين اللي عمل edit ل yaml file ده ومش كده بس برضو ده مهم جدا ان انا يبقى معايا yaml file بتاع ال object اللي موجودة جوة الكلاستر بتاعي علشان انا لو حابة بعمل create لكلاستر جديد ويكون فيه نفس ال object ده فيدوبك بس انا هبدأ اكتب ال command اللي هو اسمه kubectl apply وبعدين هبدأ اكتب اسم الفايلز بتاعت ال yaml file انما لو كنت انا عامل ال object اللي موجودة جوه الكلاستر ده بطريقة ال imperative فانا هاضطر في الكلاستر الجديد هعيد نفس الخطوات دي كلها من الاول تاني انا دلوقتي فتحت الترمينال بتاعتي واعمل connect على الماشين لو جيت اكتب كده من كيوب status هلاقي ان الميني كيوب شغال وراننج معي اهو لو جيت دلوقتي اكتب كيوب ستا ال get bud مش هلاقي في ولا bud موجودة لو جيت اعمل تعالى دلوقتي نجرب نعمل كريات بس بطريقة ال imperative طب ايه هي طريقة ال imperative ان انا عامل كريات بس بطريقة ال comment فهبدأ اكتب ايه هبدأ اكتب command اسمه كيوب ستا ال run وبعدين هبدأ اكتب اسم ال bud فانا هسميها imperative وبعدين هبدأ احدد نوع ال image فهيكتب dash dash image equal engine x وبعدين هدوس enter هلاقيه بيقولي ان البود اللي اسمها imperative اتعمل لها كريات لو جيت اكتب كده كيوب ستا ال get bud هلاقي في بود اتعملت اسمها imperative والستيطس بتاعتها running والage بتاعها اتنشر سنية طب تعالوا نعمل كريات ال bud كمان جديدة بس المرة دي بطريقة الطب ايه هي طريقة الطب ايه هي طريقة الطب ان انا بعمل bud بس عن طريق ال yaml file فانا دلوقتي محتاج اعمل yaml file فانا وليكن هسميه declarative dot yaml وبعدين هدوس على enter هو دلوقتي فتح لي ال editor فعلشان هدر اكتب جوة ال editor فهضغط على حرف ال i وبعدين دلوقتي هبدأ اكتب ال yaml file بتاعي وكنا اتفقنا ان اول سطر في ال yaml file بنبدأ نكتب ايه بنبدأ نكتب حاجة اسمها ال a by version وال v لازم تكون capital وبعدين ال version بيبقى version one تاني حاجة بتبقى ال kind والkind هيكون bud وال b برضو هتكون capital تالت حاجة اسمها الميتا data واتفقنا ان الميتا data دي عبارة عن dictionary هنرجع وراء ونعمل to space وبعدين نكتب name فهسميها declarative وبعدين هنكتب حاجة اسمها اسبك هنمسح نسيب مسافتين وبعدين هنكتب containers dash name هسميها engine x والimage هعملها برضو من image اسمها engine x احنا ممكن كده ال editor بيقدم لنا كام حاجة كده لزيزة ممكن نستخدمها علشان تقدر تأكد لنا ان ال space بتاعتي مزبوطة فانا ممكن اضغط على زرار اسمه escape وبعدين اضغط على نواتتين فوق بعض وبعدين اكتب set هنلاقي في حاجات بتكتب في السطر الاخير وبعدين cc equal 1 3 5 وبعدين ادوس enter هنلاقيه طلع علينا ايه هنلاقيه طلع علينا اخطوط كده على كل السطور اللي انا كاتب فيها فهنلاقي ان الابي اي والكايند والميتا تاتا والليسبك على نفس الخط وهنلاقي ان ال name والcontainers اللي اتنين برضو على نفس المسافة وهنلاقي هنا برضو ان ال name والimage اللي اتنين برضو على نفس المسافة فانا برضو علشان اعمل save للفايل ده هدوس على زرار ال escape وبعدين نقطتين فوق بعض نخلي بالنا من اخر سطر wq بعدين ندوس انتر انا دلوقتي عملت yaml file والyaml file ده انا كتبت فيه configuration علشان اعمل بود طب اعمل ازاي apply لليامل file ده كنا بنكتب command اسمه cube 6l apply-f وبعدين اسم الفايل اللي هو اسمه declarative dot yaml بعدين ندوس انتر اللي ايه بيقول لنا ان البود اللي اسمها declarative اتعمل لها create طب عايزين نشوف البود اللي موجودة عندنا هنكتب cube 6l get bud هنلاقي دلوقتي فيه اتنين بود اتعمل لهم create واخر بود اسمها declarative status بتاعتها running والage بتاعتها 11 ثانية وبكده احنا عملنا اتنين بود واحدة بطريقة ال imperative واحدة بطريقة declarative بس الميزة في declarative ان انا هيكون معايا file الفايل ده اقدر ابعته لاي حد ويقدر يطبق نفس ال image دي عنده في الكلاستر ومش كده وبس ده انا برضو ممكن احط اليامل فايل ده في اي version control زي ال get hub ويبقى عندي زي backup وبرضو ممكن اخلي اي حد يقدر يعدل عليه واقدر كمان اتراك من اللي بيعدل عليه طب تعالوا نعمل delete اللي اتنين بتدول فهنكتب kubesetl delete bud اللي هي اسمها declarative واللي هي اسمها imperative واندوس enter اللي بيقولي ان الاتنين بود اتعمل لهم delete لو جيت اكتب kubesetl get bud مش هلاقي في ولا بود موجودة بمجرد لما بكتب اليامل الفايل ده بابدأ اكتب command اسمه kubesetl apply وكننا عارفنا مع بعض برضو قبل كده ان ال command ده بيبدأ ينفز لي اللي موجود جوا اليامل فايل فبمجرد لما بكتب على الترمينل بتاعتي ال command ده الترمينل بتبدأ تبعت request للكوبيرنيتس كلوستر بتاعي واللي بيستابل ال request ده هو ال API version زي ما عارفنا مع بعض برضو قبل كده ومن خلال ال API version بيبدأ يعمل لي create لل bud وزي ما اتفعنا برضو قبل كده ان البود دي بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن جواها container حاجة مهمة برضو لازم نخلي بالنا منها ان ال container بيبقى لي اسم منفصل لوحده وان البود لها اسم منفصل لوحده طب دول انا بقدر حددهم ازاي انا بقدر حددهم من خلال اليامل فايل لو جينا تبص ان ال name اللي بيتكتب تحت data ده ال name اللي بيخص البود زي ما احنا شايفين مع بعض كده ان ال name اللي هو اسمه دولفن ايد ده اسم البود كلها انما ال name اللي بيتكتب تحت اللي هو بيبقى برضو تحت ال container ده بيبقى اسم ال container اللي بيتعامل جوا البود طب احنا دلوقتي خلاص عملنا create لبود طب البود دي بيتعدي على كزا مرحلة هنبدأ نتعرف على المراحل اللي بيتمر بيها البود اول حاجة بتمر بيها البود حاجة اسمها البندنج فاحنا اول لما بنعمل upload لليامل فايل بتاع الكوبرنيتز الكوبرنيتز بياخد وقت او بل لما بيعمل create للبود خلال الوقت ده ال status بتاعت البود بتبقى هي البندنج وبرضو خلال وقت البندنج ده ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان ال component اللي اسمه ال scadular اللي كان من ضمن مكونات المستر نود ولو جينا نفتكر مع بعض اي كانت ايه هي وظيفة ال scadular كانت وظيفته ان هو بيكرر يعمل create للبود دي في انهي نود وكمان خلال وقت البندنج الكوبلت بيبدأ يعمل download للامج اللي هيتعمل منها البود بمجرد لما الاتنين دول يخلصوا وظيفتهم بيبقى فيه احتمالين اول احتمال ان البود دي تتنقل لمرحلة الروننج لما بتبقى في مرحلة الروننج ده معناه ايه ده معناه ان البود خلاص اتعمل لها create والكونتينر اللي بيبقى موجود جوه البود برضو اتعمل له create طب ايه هو الاحتمال التاني الاحتمال التاني ان البود دي يحصل لها field والفيلد ده بيحصل لما بنكون كتبين حاجة غلط جوه اليام الفايل زي مثلا كتبين اسم الامج غلط او مثلا كتبين اي معلومات جوه اليام الفايل غلط وبنجرد لما بنعدل الغلط اللي مكتوب جوه اليام الفايل البود دي بترجع تاني لمرحلة الروننج بعد كده بمجرد لما البود تخلص التاسك بتاعها او المهمة بتاعتها بتتنقل لمرحلة الساكسيدد الساكسيدد دي معناها ان هي خلصت المهمة بتاعتها او خلصت التاسك بتاعها نبدأ نعمل ديمو وسيط عن البود احنا دلوقتي محتاجين نكتب ياميل الفايل الخاص بالبود طب احنا لو مش فاكرين ازاي بنكتب اليام الفايل ده فيه كومند بيقدر يساعدني ان انا افتكر اليام الفايل ازاي بكتبه طب ايه هو الكومند ده بستقل بود وده بيبدأ يشرح لي ازاي بكتب اليام الفايل الخاص بالبود واللي هي كانت اول حاجة بنكتبها في اليام الفايل اللي هي كان اسمها الابي اي فورجن وبعدين بنبدأ نحدد ال кнопند وبعدين بنبدأ نكتب الميتا داتا وبعدين بنبدأ نكتب وبعدين ممكن نكتب الستيتس. حتى دلوقتي هنعمل وهنبدأ نعمل كريت لفايل وهنسميه بود دوت يامل. فتح لنا اللي هو اسمه فيم. علشان هنقدر اكتب جوه الادتور ده كنا بنضغط على حرف الاي. دلوقتي نقدر نكتب الامل فايل مع بعض. وكنا قلنا ان اول حاجة في الامل فايل بنكتبها اللي هي اسمها والفرجن بتاع اللي هو وبعدين بنبدأ نكتب احنا عايزين نعمل كريت لبود. وبعدين بنبدأ نكتب الميتا داتا وبعدين اتفقنا ان احنا بنسيب مسافتين وبعدين بنكتب النام فانا عايز اسمي البود دي هسميها دولفين ايد. وبعدين بنبدأ نكتب اللي سبك. وبعدين بنضغط على انتر. وبعدين زي ما اتفقنا ان احنا بنسيب مسافتين. وبعدين بنبدأ نكتب حاجة اسمها كونتينرز. وتحت الكنتينرز بنبدأ نحدد موظفات الكنتينر اللي هتتعامل جوه البود. هنزيب برضو مسافتين. داج اميج. هخليها تتعمل من اميج اسمها انجين اكس. وهسمي الكنتينر. دولفين ايد. وزي ما اتفقنا مع بعض قبل كده علشان نبدأ نعمل سيف للفايل ده. كنا بنضغط على ايه? كنا اول حاجة بنضغط على حرف الاسكيب. وبعدين بنضغط على النقطتين فوق بعض. نخلي بالنا من اللي بيتكتب في اخر سطر. وبعدين يعني سيف. وبعدين اطلع برا الفايل. وبعدين هنضغط على انتر. وكنا قلنا مع بعض قبل كده ان انا علشان ينفذ الكونفيجريشن اللي جوه الفايل اللي هو اسمه بود.يامل. كنا بنكتب اسمه ايه? كنا بنكتب اسمه قيوبست ال. ابلوي داش اف. وبعدين كنا بنبدأ نكتب اسم الفايل اللي هو اسمه بود.يامل. وبعدين بنضغط على انتر. وهو دلوقتي بيقولي ان البود اللي اسمها دولفين ايد اتعمل لها كريات. طب تعالوا نشوف البودز اللي موجودة جوه الكلاستر كنا بنكتب اسمه ايه? كنا بنكتب اسمه كيوبست ال. هنلاقي في بود موجوده اسمها دولفين ايد الى استيتس بتاعتها الروننج الى اِض جاي بتاعها عملت من اتنين وثلاثين ثانية. طب احنا دلوقتي عملنا كريت بس بطريقة. طب تعالوا نجرب نعمل كريت بس بطريقة الامبيريتف. فكنا بنكتب التكومنت ازاي كنا بنكتب اسمه كيوبست ال. رن وبعدين بنبدأ نكتب اسم البود فانا هسميها داش داش امج اكوال انجين اكس وبعدين هنضغط على انتر هيجي يقول لنا ان البود اللي اسمها كات اس اتعمل لها كريات طب تعالوا نعمل لست للبود هنلاقي في بود جديدة تزودت معنا اللي هي اسمها كات اس والستيطس بتاعتها روننج والاج بتاحها ستة ثواني ولو جينا برضو نفتكر مع بعض ان انا ممكن اكتب كيوب ست ال جيت بودز او ممكن اكتب جيت بود او ممكن اكتب الشورت نيم بتاع كلمة بودز اللي هو بي او التلات طرق دول بيطلع علينا نفس الاوت بود او ممكن برضو اكتب كيوب ست ال جيت بود وبعدين ابدأ احدد اسم البود ولكن انا عايز اشوف البود اللي اسمها دولفن ايد بس نضغط على انتر هيبدأ يطلع لي الستيطس بتاع البود اللي اسمها دولفن ايد بس فدي كده كل الطرق ان انا اقدر الست البودز اللي موجودة في الكلاستر بتاعي لو جيت اعمل في طرق برضو معاني زيادة ممكن الست بيها البودز اللي موجودة واللي هي اسمها كيوب ست ال جيت بودز المرة دي هنزود حاجة اسمها داش او وايد ده معناه ان هو هيبدأ يعمل لي لست للبودز بس بمعلومات ازت شوية زي الاي بي بتاع البود والنود لان عشان لو انا عندي كزا نود في الكلاستر بتاعي وشوية معلومات هنا زيادة طب انا ممكن برضو اطلع الاوت بود ده بس باليام الفورمات فممكن اكتب ايه ممكن اكتب نفس الكومند كيوب ست ال جيت بودز بس المرة دي هنكتب ايه هنكتب داش او يامل ده معانا ان هو هيبدأ يعرض لي البودز اللي موجودة في الكلاستر بتاعي بس بطريقة اليامل فورمات هنضغط على انتر هنا بيبدأ يطلع لك كل المعلومات اللي تخص البودز بس بطريقة اليامل هنلاقي هنا بيقول لنا في ايتمز علشان انا عندي كزا بود هنلاقي بيقول لنا دي معلومات اللي تخص اول بود الابي اي بتاعها والكايند والميتا داتا هنلاقي هنا في فلدز كتيرة اتزودت معانا احنا ما كناش كتبنها في اليامل فايل بتاعنا ودي بتبقى عبارة عن رون تايم فلدز الكوبرنيتز بيضيفها اول ما بيعمل كريت للبود هنيجي نبص في جزء تحت الميتا داتا هنلاقي في حاجة جديدة اتزودت معانا واللي هي اسمها الانوتيشنز وتحت الانوتيشنز بيبقى مكتوب حاجة اسمها كيوبستيل.كوبرنيتز.يو سلاش لست ابلاية كونفيجريشنز ولو جينا نبص على الساطرين دول دول هنلاقيهم مواصفات البود اللي انا كتبتها في اليامل فايل بس هي مكتوبة هنا بطريقة الجايسون فورمات والانوتيشنز دي بتبقى شايلة اخر تعدلات حصلت للبود بس في حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ان الانوتيشنز دي بيتعامل لها اوب ديت في حالة ان انا لو عملت اوب ديت للبود بطريقة الدكليراتف بس انما لو عدلت بطريقة الامبراتف التعديل هيتم عادي جدا بس مش هيتغير في الانوتيشنز وهنجربها مع بعض قدام ودي بقى المعلومات اللي تخص البود انا دلوقتي لو جيت اعمل كلير احنا كده عملنا لست للبود وعرضناها بطريقة اليامل فورمات طب انا ممكن اعرضها بطريقة الجيسون فهبدأ اكتب الكومند اللي هو اسمه كيوب ستيل جيت بودز داش او بالراضي بقى هكتب جيسون كده هيعرض لكل البودز اللي موجودة في الكوبرنيتس بتاعي بس المراضي بطريقة الجيسون فورمات انما المرة اللي فاتت كان اعرضها لي بطريقة اليامل فورمات انا دلوقتي هيعمل كلير تعالوا نعمل الليست للبودز بالطريقة العادية جدا لها اسمها جيت بودز هنلاقي عندنا اتنين بود موجودين طب انا دلوقتي لو حابب ادخل جوا بود معينة فكنا بنكتب كومند مع بعض اسمه ايه كنا بنبدأ نكتب كومند اسمه كيوب ستيل اجزك داش او اي تي وكنا قلنا ان داش اي تي دي معناها انتر اكتوست ترمينال وبعدين بابدأ اكتب اسم البود اللي انا عايز ادخل جواها ولكن انا عايز ادخل جوا بود اللي اسمها وبعد كده بابدأ احدد نوع الترمينال اللي انا عايز افتحها فبابدأ اكتب داش داش وبعدين باسيب باس بكتب سلاش بن سلاش باش دي معناها ان انا بقول له انا عايزك تفتح لي الترمينال دي من نوع الباش هنضغط على انتر احنا كده دلوقتي داخلنا جوا البود اللي اسمها طب انا دلوقتي لو عايز اشوف بتاع اللي معمول منه البود دي فببدأ اكتب دي ممكن اكتب كومند كات سلاش اتي سي سلاش او اس واضغط على انتر هنا بيبدأ يعرض لي مواصفات اللي معمول منه البود اللي اسمها احنا لو جينا نفتكر مع بعض الامج اللي معمول منها كانت معمولة من كانت معمولة من فمعنى كده ايه معنى كده دلوقتي انا جوا اللوكل هوست بتاع البود اللي اسمها دولفن ايت فانا دلوقتي لو جيه تكتب كيرل اتش تي تي بي لوكل هوست المفروض ان هو هيبدأ يطلع لي بيتج الويلكم بتاعة الانجين اكس ولو جيت اضغط على انتر هيبدأ يعرض لي بيتج الويلكم بتاعة الانجين اكس طب انا دلوقتي لو عايز اخرج بره البود دي وارجع للترمينال بتاعتي الاصلية فهبدأ اكتب كومند ايه هبدأ اكتب 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 ايجزيت بتاعلوا دلوقتي نظهر معلومات زي ادعا تخص البود اللي اسمها دولفن ايت فكنا بنكتب كومند اسمه ايه كنا بنكتب كومند اسمه كيوب سي ت ا�يل دسكرايب انا عايز اعمل دسكرايب لاիه اعاز اعمل دسكرايب لبود واسم البود ايه اللي هي اسمها دولفن ايت؟ اضغط على انتر هيبدأ يطلع لي كل الانفورميشن اللي تخص البود اللي اسمها دولفن ايد لو جينا نطلع فوق هنلاقي هنا اسم البود والاي بي بتاع البود لو جينا برضو ننزل تحت هنلاقي حاجة مهمة واللي هي اسمها الافنتز الافنتز دي بيوريني حاجة زي اللوجز اللي تخص البود بيبدأ يوريني المراحل اللي مرت بيها البود علشان تبدأ يتعمل لها فهنا بيبدأ يقولي ان في الاول عملنا بول الامج بتاعة الانجين اكس وبعدين هي خلاص دلوقتي اتعمل لها بول وبعدين بيبدأ يعمل للكنتينر اللي هو اسمه دولفن ايد كنتينر وبعدين بيبدأ يعمل للكنتينر تعالوا دلوقتي كده نعمل طب انا دلوقتي عايز اشوف المعلومات اللي تخص البود اللي اسمها دولفن ايد بس مش عايز اشوف كل المعلومات انا عايز بس اشوف الامج اللي معمول منها البود اللي اسمها دولفن ايد فابدأ اكتب كومند اسمه كيوب ستقل بعدين هبدأ اكتب اسم البود اللي هي اسمها بعدين المرة دي هعمل حاجة اسمها بعدين هبدأ اكتب الحاجة اللي انا عايزها تزهر بس معنى ده ايه? معناه ان انا عايزك تزهر لكل المعلومات اللي فيها الكلمة دي اللي هي اسمها فهبدأ اضغط على هلاقي بيقول لي ان اللي معمول هلاقي بيقول لي اللي هي اسمها دولفن ايد اسمها انجين اكس بس تعالوا كده برضو نفتح الميني كيوب داش بورد انا دلوقتي كده فتحت الميني كيوب داش بورد هنا بيقول لي ان في top جهت اثنين بود معمل لهم 원ق clients وواحدة اسمها دولفن ايد لو جي تضغط على دولفن ايد هلاقي دي المعلومات اللي تخص البود اللي اسمها دولفن ايد لو جي تنزل هلاقيه بيقول لي الامج اللي معمول منها البود اللي اسمها دولفن ايد معمولة من امج اسمها تعلو كده دلوقتي نرجع تانى على الترمليل بتاعتنا. تعالي نعمل لست البدز اللي موجودة هلاقي في اتنين بود موجودين. انا دلوقتي عايز اعمل تغيير للايمج اللي معمول منها البود اللي اسمها دولفين ايد. ففي عندنا طريقتين من خلالهم بنيدر نعمل ايدت للبوت دي. اول طريقة اللي هي اسمها الامبراتيف. والتاني طريقة اسمها الدكليرتيف. لو جينا نفتكر مع بعض ايه الفرق ما بين الاتنين? الفرق اننا لو جيت اعمل ايدت بطريقة الامبراتيف. الادت ده مش بيظهر في الانوتيشنز اللي احنا كنا شفناها مع بعض قبل كده. انما لو جيت اعمل ايدت للبوت بطريقة الدكليرتيف. الادت اللي هيحصل هيبدأ يظهر في الانوتيشنز اللي موجودة جوه البوت. هنجرب مع بعض وهنشوف ازاي ده بيحصل. اول طريقة هنبدأ نجربها مع بعض اللي هي طريقة الامبراتيف. كنا اخدنا مع بعض قبل كده من خلاله كون بيقدر يساعدني ان انا ده نعمل ايدت لبوت شغالة اصلا. فالكمند ده كان اسمه ايه? الكمند ده كان اسمه كيوب سي تقل. ايدت بود بعدين بنبدأ نكتب اسم البود. هنضغط على انتر. طبعا احنا هنلاقي معلومات كتيرة زيادة. الكوبرنيتس بيضفها بمجرد لما البوت بيتعمل لها الكريات. انا دلوقتي هبدأ اغير اللي معمول منها اللي هي هنا. علشان اقدر اكتب جوة الفايل كنا بنضغط على حرف فانا هغير بتاع اللي اسمه انجين اكس. فهكتب واحد وعشرين بوينت ستة. وبعدين هنرجع ورا كده. ونرجع تاني. وبعدين هنبدأ نعمل سيف للفايل. وبعدين نقطتين فوق بعض. بمجرد لما بضغط على انتر. اوتوماتيك الكوبرنيتس بتبدأ تعمل الابديت للامج. هنضغط على انتر. لو جيه تعمل لست تاني للبوتز. هنلاقي ان البوت اللي اسمها دولفن ايد اتعمل لها ريستارت مرة. والرستارت ده تم من امتى? تم من خمس ثواني. لو جينا نفتكر مع بعض هنا فوق كان الرستارت جنبها زيرو. طب هو ليه عمل ريستارت? هو عمل ريستارت عشان انا عملت تغيير لكونفجيريشن فايل بتاع البوت. طب تعالوا برضو نكتب الكومند اللي احنا كتبناه فوق ده مع بعض. ونشوف فيه فرق ولا ما فيش فرق. نضغط على انتر. هنلاقي المرة دي الامج اللي معمول منها البوتل اللي اسمها دولفن ايد معمولها من امج اسمها انجين اكس بس الفرجن واحد وعشرين بوينت ستة. انما اللي فاتت كانت معمولة من امج اسمها انجين اكس. طب تعالوا نرجع على بتاعت المينيكيوب ونشوف برضو فيه اختلاف تم ولا ما فيش اختلاف تم. بمجرد لما هنرجع تاني هنلاقي ان بتاع الامج اتغير. وبقى واحد وعشرين بوينت ستة. ودي انهي بود. دي البود اللي اسمها دولفن ايد. ايه مكتوبة فوق. اللي هي دولفن ايد. طب تعالوا نرجع تاني على الترمنال بتاعتنا. احنا دلوقتي عملنا تغيير في البود اللي اسمها دولفن ايد بس بطريقة فتعالوا نشوف مع بعض الانوتيشنز هل حصل فيها تغيير ولا ما حصلتش فيها تغيير. فهنبدأ نكتب الكمند مع بعض اللي هو اسمه كيوب ست ايل. جيت بود داش او يامل. هنضغط على انتر. هنطلع فوق خالص. هنلاقي دي المعلومات اللي تخص البود اللي اسمها دولفن ايد. تعالوا كده مع بعض ننزل ونشوف الامج اتغيرت هنا ولا ما اتغيرتش. الامج فعلا اتغيرت هنا. وبقت انجين اكس. والفرجن بتاحها واحد وعشرين بوينت ستة. بس لو جينا نبص في اللي هي الانوتيشنز. نيجي نبص على جزء الامج. هنلاقي ان الامج ما حصل لهاش اي تغيير في الانوتيشنز. بس الادت اللي انا عملته هو فعلا نتنفز. واحنا شفنا مع بعض فوق هنا. فعلا نتنفز فوق. ولقينا برضو هنا في الريستار تتعمل لها ريستارت مرة. فمعنى كده ان هو فعلا نتنفز. بس الفرق الوحيد ان هو ما تعدلش في الانوتيشنز اللي موجودة هنا. فتعالوا نعمل كلير. هنعمل للبودز اللي موجودة. جيت بودز. تعالوا بقى المرة دي نعمل على نفس البودز اللي هي اسمها دولفن ايد. بس المرة دي بطريقة الدكليرتف. لو جينا نفتكر مع بعض البودز اللي اسمها دولفن ايد انا كنت عاملها ازاي? انا كنت عامل لها كريد من يامل فايل. فتعالوا نفتح الامل فايل ده مع بعض ونعدل فيه شوية حاجات. فهنبدأ نكتب فيم بود دوت يامل. ده الامل فايل انا كنت عامل منه البودز اللي اسمها دولفن ايد. هنبدأ نعدل في الامج. وهنغير بتاعها. وهنخليه وان بوينت واحد وعشرين بوينت اربعة. وهنزبط اللي اسبتز. لازم اللي اتنين دول يكونوا على نفس الخط. هنبدأ نسيف الفايل. عايزين نعمل للفايل ده. بس في حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها. انه بمجرد لما بعمل للفايل ده. هو بيبدأ ياخده ويقرنه بالمعلومات اللي موجودة جوه الكلاستر بتاعه. فهو هيلاقي في بود فعلا اسمها دولفن ايد معمولة. بس هيلاقي فيه تغيير مختلف عن البود اللي موجودة اللي هو الامج. فهيبدأ يعمل على نفس البود اللي موجودة في الكلاستر بتاعي. تعالوا نجرب مع بعض ونشوف اللي هيحصل ايه. نكتب كيوب ست ايل. قبلاي داش اف. بود دوت يامل. هنضغط على انتر. هنلاقيه بيقول لنا ان البود اللي اسمها دولفن ايد. كان كل مرة قبل كده بيطلع علينا قوت بود بيقول لنا كرييتد. المرة دي زهر لنا كونفجرد. ليه كونفجرد? علشان البود دي اصلا اريدي موجودة في الكلاستر بتاعي. هو مجرد بس عمل لها اوب ديت للحاجات اللي مختلفة في يامل فايل اللي هو اسمه بود دوت يامل. طب تعالوا برضو نعمل لست للبود. هنلاقي ان البود اللي اسمها دولفن ايد اتعمل لها رستارت مرتين. المرة التانية دي ليه? علشان انا عملت تغيير هنا تاني. فتعالوا برضو نكتب الكومند اللي هو كان اسمه كيوب ست ايل. بود اللي اسمها دولفن ايد. وعايزك تعمل لي جرب لاي حاجة فيها كلمة ايميج. هنضغط على انتر. هنلاقيه طل علينا الامج دلوقتي وان بوينت واحد وعشرين بوينت فور. انما اللي فاتت كان وان بوينت واحد وعشرين بوينت ستة. فتعالوا برضو نفتح الداشبورد بتاعة الميني كيوب ونشوف التغيير ده تم فيها ولا ما تمش. انا دلوقتي فاتح البود اللي اسمها دولفن ايد. هلاقي ان البود الايميج بتاعها اتغير وبقى وان بوينت واحد وعشرين بوينت اربعة. فهنرجع تاني على الترمنال بتاعتنا. تعالوا بقى نشوف التغيير ده اتطبق في الانوتيشنز ولا ما اتطبقش فيها. فهنبدأ نكتب الكومند كيوب ستقل. جيت بودز داش او يامل. هنضغط على انتر. هنطلع فوق خالص. لو جينا نبص هنا على الانوتيشنز. هنلاقي في جزء الامج. الامج فعلا اتغيرت. والفيرجن بتاعها بقت وان بوينت واحد وعشرين بوينت اربعة. فده معناه ايه? ده معناه ان الانوتيشنز بيزهر فيها التغيرات اللي انا بعملها بتسيب طريقة بس. طب تعالوا نعمل كلير. هنعمل تاني لست للبودز اللي موجودة. تعالوا نشوف بتاعة البودز اللي اسمها دولفين ايد. فهنبدأ نكتب كومند اسمه كيوب ستة ال. لوجز. وبعدين اسم البود. دي كل اللوجز بتاعة البود اللي اسمها دولفين ايد. تعالوا نعمل كلير. تعالوا نعمل لستة تاني للبودز. احنا دلوقتي لو عايزين نعمل ديليت لبودز معينة. فهنكتب كومند اسمه ايه? هنبدأ نكتب كومند اسمه كيوب ستة ال. ديليت بود. وبعدين هنبدأ نكتب اسم البود. وليكن انا عايز اعمل ديليت للبود اللي اسمها دولفين ايد. هنضغط على انتر. كده اعمل لها ديليت لو جيت اعمل تاني لست للبودز. مش هلاقي غير بود واحدة بس هي اللي موجودة. طب انا دلوقتي لو عايز اعمل ديليت لكل البودز اللي موجودة في الكوليستر بتاعي. فهبدأ اكتب كومند اسمه كيوب ستة ال. ديليت بودز داش داش قل. ده معناه ان انا هيبدأ يعمل لدليت لكل البودز اللي موجودة في الكولوستر بتاعي. طب انا عندي كام بود في الكولوستر بتاعي. انا عندي بود واحدة اللي هي اسمها كي ات اس. ودي بس اللي هتتمسح. لو جيت اعمل تاني لست للبودز. مش هلاقي ولا بود موجودة في الكولوستر بتاعي. اللي موجودة في الكوبرنيتس بتاعنا بتقدر تعمل ايزوليت للريسورسز اللي موجودة جوه الكوبرنيتس كلاستر. بمعنى ايه بمعنى ان احنا دلوقتي عندنا كلاستر كوبرنيتس او. ممكن جوه الكلاستر كوبرنيتس ده اقدر اعمل نيمس بيس. وجوه النيمس بيس دي اقدر اعمل جواها كرية البودز. والبودز اللي بتبقى موجودة جوه النيمس بيس دي بتبقى منعزلة عن اي حاجة تانية موجودة في الكولوستر بتاعي. وممكن جوه الكلاستر برضو بتاعي ممكن يكون في اكتر من نيمس بيس. فوليكن مثلا انا عندي نيمس بيس وان. جوه النيمس بيس وان دي جواها شوية بودز. وعندي برضو جوه الكلاستر بتاعي نيمس بيس وليكن اسمها تو وجوه نيمس بيس تو جواها شوية بودز فالبودز اللي جوه نيمس بيس وان بتبقى منعزلة ومش بتقدر تشوف اي بود موجودة تانية جوه اي نيمس بيس تانية لو جينا نفتكر مع بعض برضو قبل كده احنا كنا قلنا ان اسم البود ما ينفعش يتكرر مرتين جوه الكلاستر بتاعي بس لما ظهرت النيمس بيس المفهوم تغير شوية بمعنى ايه بمعنى ان انا دلوقتي عندي بودز هنا وليكن انا سميتها دولفن ايد جوه النيمس بيس 1 فما ينفعش اسمي اي بودز تانية اسمها دولفن ايد جوه نفس النيمس بيس انما ممكن لو عملت نيمس بيس جديدة وعملت جواها بودز ممكن اقدر اسمي بودز جوه النيمس بيس التانية نفس الاسم فمعنى كده ايه معنى كده ان ما ينفعش اي اسم يتكرر جوه نفس النيمس بيس انما ممكن يتكرر في نيمس بيس تانية فطبعا لو احنا عندنا شركة كبيرة وجوه الشركة دي فيها التيمز كتير كمان انا قدر اعمل لكل التيم في الشركة بتاعتي نيمس بيس ومش كده وبس برضو ده نقدر اعمل لكل نيمس بيس يوزرز يقدروا يتحكموا في النيمس بيس دي بس يعني انا ممكن اعمل يوزر يقدر يشوف النيمس بيس دي بس وما يتحكمش في اي حاجة تانية موجودة جوه الكلاستر بتاعي طب احنا دلوقتي لما بنيجي نعمل إنستول القلاسترالكوبر니تس بتاعي بيبقى فيه اربع نيمس بيس موجودة بايدي فلت تعالوا نتعرف عليهم اول نيمس بيس بتبقى موجودة بتبقى اسمها الديفولت نيمس بيس تانية واحدة بيبقى اسمها كيوب سيستم نيمس بيس تالت واحدة بيبقى اسمها كيوب بابلك نيمس بيس رابعة واحدة بيبقى اسمها كيوب نود ليس الاربع نيميس بيس دول بيبقوا موجودين لما باجي اعمل انستول للكلستر بتاعي اول واحدة والي هي اسمها الديفلت نيميس بيس الديفلت نيميس بيس دي بتبقى عبره عن ايه دي بتبقى الديفلت نيميس بيس في الكوبرنيتز بمعنى ايه بمعنى مثلا ان احنا لو جينا نعمل كريت لبود زي ما تعلمنا مع بعض قبل كده automatic البود دي بتتعامل في النيميس بيس دي اللي هي اسمها الديفلت ومش كده وبس ده كمان أي resources أنا بعمل لها create جوه الكوبرنيتس كلوستر بتاعي by default بتتعمل جوه name space اللي اسمها default والكلام ده بيتم في حالة إننا لو محددتش name space معينة يتعمل فيها الأوبجيكت ده فده معناه إيه؟ ده معناه إننا دلوقتي لو جي تعمل create لبود ومحددتش إن البود دي تتعمل في any name space by default الكوبرنيتس بيفهم إن البود دي تتعمل في default name space إنما لو أنا جيت أعمل create لبود وحددت إن البود دي تتعمل في name space معينة فساعتها البود دي مش بتتعمل لها create في default name space إنما بيتعمل لها create في name space اللي أنا حددتها ده الكوبرنيتس كلوستر بتاعي فتعالوا مثلا نتعلم إزاي نقدر نعمل create ل name space جديدة فبنبدأ نكتب ال command ده اللي هو اسمه cube setl create name space وبعدين بنبدأ نكتب اسم ال name space الجديدة وليكن أنا سمتها production فال command ده بيعمل إيه؟ بيبدأ يعمل create ل name space جديدة اسمها production فزي ما احنا شفنا إن في name space جديدة زهرت جوه الكوبرنيتس بتاعي طب أنا دلوقتي عايز أعمل list للبود فببدأ أكتب ال command ده اللي هو اسمه cube setl get boots بس حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها إن أنا لو جيت أكتب ال command ده كده وسكت هو بيبدأ يعمل list للبود اللي موجودة في name space اللي بتبقى موجودة في default name space زي ما احنا شايفين كده بالظبط طب أنا دلوقتي لو عايز أعمل list للبود اللي موجودة في name space اللي اسمها production هابدأ أكتب نفس ال command بس هزود حاجة بسيطة اللي هي اسمها dash dash name space equal وبعدين اسم name space فده ساعت هيبدأ يعمل لي ايه ده ساعت هيبدأ يعمل لي list للبود اللي موجودة جوة name space اللي اسمها production طب احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نقدر نعمل كرية ل name space بس بطريقة ال imperative اللي هو ال command ده طب تعالوا نتعلم ازاي نقدر نعمل كرية ل name space بس بطريقة اللي هي عبارة عن yaml file هابنبدأ نكتب ال yaml file بالشكل ده نبدأ نكتب اول حاجة زي ما اتفعنا ان هي اسمها ال API version وبعدين نقطتين فوق بعض space version one والkind name space والن بتبقى capital وبعدين بنبدأ نكتب الميتا data وتحت الميتا data بتبدأ نكتب ال name وال name ده بيبقى اسم ال name space الجديدة اللي انا عايز اعمل لها create وبعدين طبعا بنبدأ نكتب ال command اللي احنا عرفناه مع بعض قبل كده اللي هو اسمه kubesl abloid dash f وبعدين بنبدأ نكتب اسم الفايل اللي هو name space.yaml ده هيبدأ يعمل لي كرية ل name space جديدة اسمها production طب انا دلوقتي لو عايز امسح اي name space موجودة جوه الكولستر بتاعي بابدأ اكتب command اسمه kubesl delete name space وبابدأ اكتب اسم name space وطبعا ما ينفعش نمسح ال 4 name space اللي بيبقى default جوه الكولستر بتاعي طب انا دلوقتي لو عايز اشوف معلومات زيادة تخص name space بابدأ اكتب command اسمه kubesl describe name space وبابدأ اكتب اسم name space ده هيبدأ يعرض لي information زيادة تخص name space اللي انا هكتب اسمها هنا طب احنا كنا قولنا مع بعض برضو قبل كده ان default name space جوه الكولستر بتاعي ال name space اللي اسمها default طب انا دلوقتي لو عايز اخلي ال name space اللي اسمها production هي default name space هابدأ اكتب ال command اللي اسمه kubesl config space set dash context dash current وبعدين بابدأ اسيب مسافة dash dash name space equal وعدين هابدأ هنا اكتب اسم name space اللي هي اسمها ايه اللي هي اسمها production ده معناه ان انا دلوقتي لو جيه تعمل create لبود وما حددتش البود دي يتعمل لها create في انه name space by default المرة دي هيتعمل لها create في ال name space اللي اسمها production طب ليه تعمل لها المرة دي في ال name space اللي اسمها production ما تعملهاش في ال name space اللي اسمها default لان انا كتبت ال command ده وغيرت default name space بتاع الكولستر بتاعي تعالوا بقى دلوقتي نتعلم ازاي نعمل create لبود ومش كده بس نحدد كمان البود دي يتعمل لها create في انهي name space فده ال yaml file بتاع البود عادي جدا زودنا سطر واحد بس اللي هو اسمه name space نوتتين فوق بعض space وبعدين كتبت اسم name space اللي انا عايز اعمل فيها create للبود اللي هي اسمها production والسطر ده بيتزود تحت meta data وبعدين طبعا زي ما اتفعنا مع بعض قبل كده ان انا لازم اكتب بعد كده ال command اللي هو اسمه qsl-apply-f وبعدين هابدأ اكتب اسم الفايل اللي هو اسمه bud.yaml وبعد لما اكتب ال command ده اللي هيحصل اللي هيحصل ان فيه بود جديدة هيتعامل لها create اللي هي اسمها dolphin aid بس المرة ده هيتعامل لها create فين؟ هيتعامل لها create في ال name space اللي اسمها production طب احنا دلوقتي اتعلمنا ان احنا ازاي نعمل create لبود في ال name space اللي اسمها production بطريقة declarative طب تعالوا نتعلمها بس بطريقة ال imperative فهتتكتب ازاي هنبدأ نكتب command اسم كيوبست ال run وبعدين هابدأ اكتب اسم البود وبعدين dash dash image equal اسم ال image والحد هنا ده command قديم بالنسبة لنا بس المرة دي بقى هنزود حاجة جديدة اللي هي اسمها dash in دي اختصار لكلمة name space وبعد كده هابدأ اسيب مسافة وبعدين هابدأ اكتب اسم name space اللي انا عايز ان البود دي يتعامل لها create فيه فال command ده معناه ايه؟ معناه ان هو هيبدأ يعمل لي create لبود جديدة بس المرة دي البود دي هيتعامل لها create في ال name space اللي انا هابدأ احددها هنا انا دلوقتي فتحت الترمينال بتاعتي وعمل connect على المشين زي ما تعلمنا مع بعض برضو قبل كده تعالوا دلوقتي ان اعمل لستة للبود اللي موجودة جوا الكوبرنيتس كلاستر بتاعي فهابدأ اكتب كيوبست ال get boots دلوقتي بيقول لي مفيش اي بود موجودة جوا ال default names base طب تعالوا نعمل لست لل names bases اللي موجودة هنكتب command اسمه كيوبست ال get names bases هيبدأ يظهر لي كل ال names bases اللي موجودة جوا الكولستر بتاعي زي ما اتفقنا ان الاربع names base دول هم ال default اللي موجودين جوا الكولستر بتاعي دول انا كنت اعمل لهم كرية قبل كده فخلينا نركز في اول اربعة دول وهنلاقي اول واحدة اللي هي اسمها default names base وعرفتها مع بعض اللي هي ايه اللي هي ان انا دلوقتي لو جيت اعمل كرية لأي بود اوتوماتيك هتتعامل كرية في ال names base اللي اسمها default طب تعالوا نشوف ال boots اللي موجودة جوا ال names base اللي اسمها cube system فهنبدأ نكتب command اسمه cube ctl get boots وهبدأ احدد انا عايز اشوف ال boots اللي موجودة في انهي names base فعلشان كده لازم اكتب dash in اللي هي اختصار لكلمة names bases وبعدين هابدأ اكتب اسم ال names base اللي هي اسمها cube system وبعدين هندغط على enter هيبدأ اريد لكل ال boots اللي موجودة جوا ال names base اللي اسمها cube system واللي هما كانوا ايه اللي هما component اللي موجودة جوا الماستر نوت اللي هو حاجة اسمها core dns و hcd وapi server وcontroller manager وكيوب بروكسي وكيوب scheduler ويه حاجة اسمها ويه حاجة اسمها storage برضو دي خاصة بالميني كيوب في حاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها ان انا لما جيت اكتب cube ctl get boots قال لي ايه قال لي ان ما فيش اي بودز موجودة جوا انهي names base جوا ال default names base طب ده معناه ايه ده معناه ان ما فيش بودز موجودة جوا ال names base اللي اسمها default بس انما لما جيت اشوف البودز اللي موجودة جوا ال names base اللي اسمها cube system لقينا في بودز موجودة اللي هما دول طب تعالوا نعمل clear تعالوا نعمل list تاني لل names bases اللي موجودة هنبدأ نكتب command اسمه cube ctl get name spaces نضغط على enter وممكن اكتب الاختصار بتاع كلمة ال names base اللي هو cube ctl get ns ns دي اختصار لكلمة names base فهيبدأ يطلع لي نفس ال output طب تعالوا برضو نشوف الحاجات اللي موجودة جوا ال names base اللي اسمها cube public فهنبدأ نكتب ايه هنبدأ نكتب command اسمه cube ctl get cm cm دي اختصار لconfig map احنا كنا قلنا ان جوا ال names base دي حاجة اسمها الconfig map وهنفتكر مع بعض دلوقتي اللي كان جوا الconfig map وبعدين هبدأ احدد ال names base اللي هي اسمها cube public وهنضغط على enter طب لو عايزين نشوف المعلومات اكتر عن الكلاستر بتاعي فهنبدأ نكتب cube ctl هناخد كده cluster info d وهنحطها هنا راعدين هنضغط على enter هيبدأ يعرض لي معلومات زيادة عن الكلاستر بتاعي طب تعالوا نعمل clear تعالوا تاني نعمل list لل names base اللي موجودة تعالوا بقى دلوقتي نعمل create ل names base بس المرة دي بطريقة الامبرative فهنبدأ نكتب command اسمه اي هنبدأ نكتب command اسمه cube ctl create names base وهنبدأ نكتب اسم ال names base ولكن انا هسميها div نضغط على enter دلوقتي بيقول لي ان ال names base اللي اسمها div اتعمل لها create تعالوا دلوقتي نعمل list لل names base تاني هنلاقي في names base جديدة تزودت معنا اللي هي اسمها div اتعملت من 12 ثانية تعالوا نعمل clear تعالوا برضو دلوقتي نعمل create ل names base جديدة بس المرة دي بطريقة هنعملها بطريقة فتعالوا نفتح دلوقتي ال vs code علشان نبدأ نكتب ال yaml file بتاع انا دلوقتي فتحت ال vs code تعالوا نبدأ نكتب مع بعض ال yaml file الخاص بال names base اول حاجة هنبدأ نكتبها مع بعض في ال yaml file حاجة اسمها ال ebi version وبعدين هنبدأ نحط نقطتين فوق بعض وبعدين هنبدأ نكتب ال version بتاع ال names base اللي هو version 1 وبعدين هنبدأ نكتب تاني حاجة اللي هي اسمها kind وبعدين نقطتين فوق بعض وبعدين space وال kind ده هيكون ايه اللي هو name space هنلاقيه برضو ظهر لنا ونخلي بالنا ان ال n في ال name space بتبقى capital هنضغط على enter ثالث حاجة بنكتبها واللي هي اسمها الميتا data وبعدين ما ننساش ان احنا هنسيب مسافتين هنا برا وبعدين هنبدأ نكتب ال name فانا هسمي ال name space دي حاجة اسمها broad اللي هي اختصار لكلمة production فكده ده ال yaml file الخاص بال name space هناخد ال yaml file ده كده كوبي وهنرجع تاني على الترمنال بتاعتنا وبعدين هنبدأ نكتب و هنسمي الفايل ns.yaml نضغط على enter وبعدين هننقل الفايل اللي احنا اخدناه كوبي اللي هو ده وبعدين هنعمل له save وبعدين دلوقتي هنعمل له apply apply f ns.yaml وبعدين هنضغط على enter هنلاقي بيقول لي ان name space اللي اسمها broad اتعمل لها create طب تعالوا دلوقتي نعمل listة لل name space نكتب cube ctl get ns هنلاقي في name space جديدة اسمها broad اتعمل لها create من 10 ثواني طب تعالوا دلوقتي نجرب نمسح name space اللي اسمها div كنا بنكتب command اسمه ايه كنا بنكتب command اسمه cube ctl delete وانا عايز امسح ايه عايز امسح فانا ممكن اكتب name space بالطريقتين اللي هو ns او name space وبعدين ابدأ اكتب اسم name space اللي انا عايز اعمل لها delete واللي هي اسمها div هنضغط على enter هنلاقي بيقول لي ان name space اللي اسمها div اتعمل لها delete تعالوا تاني نعمل list لل name space مش هنلاقي name space اللي اسمها div تعالوا نعمل clear تعالوا تاني نعمل list لل name space طب تعالوا دلوقتي نشوف معلومات زيادة اللي جوا name space اللي اسمها broad فهنبدأ نكتب command اسمه cube ctl describe name space base واللي هي اسمها broad وهنضغط على enter فهنلاقي هنا بيقول لي ده اسم name space والstatus بتاعتها active طب تعالوا نعمل clear تعالوا تاني نعمل create لل name space اللي احنا كنا عملنا لها delete فهنبدأ نكتب kcl create name space اللي هي اسمها div تعالوا تاني نعمل list لل name space عشان نتأكد ان هي اتعملت هنلاقي name space اللي اسمها def اتعمل لها create من 7 سوائن تعالوا بقى دلوقتي نجرب نعمل create للبود وهنشوف ان البود دي اتعمل لها create في انهي name space فهنبدأ نكتب الكومند اللي احنا اتعلمناه مع بعض قبل كده اللي هو بيعمل create للبود اللي هو كان اسمه cube ctl run هنبدأ نكتب اسم البود فانا هسميها bud default لان هي هتتعمل في default name space وبعدين هنبدأ نحدد الامج فانا هعملها من image اسمها engine x هنضغط على enter تعالوا بقى دلوقتي نعمل list للبود نكتب cube ctl get بود اللي دلوقتي بيقولي ان البود دي تعمل لها create والستطس بتاعتها running وتعملت create من 8 ثواني طب تعالوا بقى دلوقتي نعمل list للبود اللي موجودين جوة name space اللي اسمها def وهنشوف هل موجود جوة name space دي حاجة ولا لا هنبدأ نكتب الكومند مع بعض اللي هو اسمه cube ctl get bud بس المرات ان عايز اشوف البود اللي موجودة جوة ان هي name space هنبدأ نكتب dash in عايز اشوف اللي جوة def هنضغط على enter هل ايه دلوقتي بيقولي ان ما فيش اي resources موجودة جوة def name space طب تعالوا برضو نشوف البود اللي موجودة جوة production name space بس المراتي هنغير اسم name space وهنسميها broad هل ايه برضو بيقولي ان ما فيش اي resources موجودة جوة name space اللي اسمها broad فده كده معناه ايه بقى دلوقتي ده معناه ان جوة name space default فيها بود واحدة بس طب هل موجود بودز جوة name space اللي اسمها def لا مش موجود جوها حاجة طب هل برضو موجود اي بودز موجودة جوة name space اللي اسمها broad لا برضو مش موجود اي حاجة فتعالوا دلوقتي نعمل clear تعالوا بقى دلوقتي نعمل create البود بس المراتي هنعملها في ال div name space فدلوقتي هنجرب اول طريقة واللي هي ال imperative فهنبدأ نكتب command اللي هو اسمه cube ctl run وهسمي البود هسميها bud div عشان انا هعملها في ال name space اللي اسمها div وبعدين هبدأ احدد ال image هخليها تشتغل من image اسمها engine x وبعدين بقى المرة دي هنزود حاجة جديدة واللي هي اسمها dash dash name space وبعدين هبدأ احدد اسم ال name space اللي هي اسمها div هضغط على enter دلوقتي بيقولي ان البود اللي اسمها bud div اتعمل لها create جوة name space اللي اسمها div طب تعالوا دلوقتي نعمل list للبود انا لو سكبت الحد هنا هيبدأ يعمل لي list للبود اللي موجودة في default name space طبعا منش هنلاقي البود دي اتعمل لها في default name space طب تعالوا بقى دلوقتي نعمل list للبود اللي موجودة جوة name space اللي اسمها div فهنبدأ نكتب dash in div هنلاقي بقى دلوقتي البود اللي اسمها bud div اتعمل لها create من 41 ثانية اللي هي البود دي احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نقدر نعمل create البود ونحدد البود دي اتعمل لها create بس بطريقة الامبراتيف تعالوا نتعلم نعمل نفس اللي فاتت بس بطريقة اللي هي بطريقة فأنا دلوقتي هابدأ اروح افتح انا دلوقتي فتحت بتاعي انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اعمل create البود جديدة بس عايز احدد البود دي اتعمل لها create في name space معينة فدلوقتي هنبدأ نكتب the yaml file بتاعنا واول حاجة في the yaml file اللي هي اسمها the ebi version بعدين نقطتين فوق بعض فالversion هنشتغل على version one والkind هيكون bud عشان انا عايز اعمل create البود وبعد كده بنبدأ نكتب حاجة اسمها الميتة data وتحت الميتة data بنبدأ نكتب ال name وده ال name اللي يخص البود فانا هسمي البود هسميها bud one علشان انا هعمل لها create في name space اسمها div وبعدين تحتها هبدأ اكتب name space فانا هخليها يتعمل لها create في name space اسمها div save بعد كده بنبدأ نكتب الميتة مسافتين containers فانا هسمي ال container engine x وهخليه يشتغل من image اسمها engine x بردو انا كده دلوقتي كتبت the yaml file the yaml file ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انا بقول له انا عايزك تعامل لي create لبود والبود دي هيكون اسمها bud one dash div والبود دي انا عايزك تعامل لها create في name space اسمها div فانا دلوقتي هبدأ اخد ال yaml file ده كده copy هنبدأ نرجع تاني على terminal بتاعتنا فهبدأ اكتب vim bud dot yaml وهبدأ انقل ال yaml file اللي انا اخدته copy وبعدين هنبدأ نعمل له save وبعدين هنبدأ نعمل له apply دلوقتي بيقول لي ان البود اللي اسمها bud one dash div اتعمل لها create طب البود دي اتعمل لها create في name space اتعمل لها create في name space اللي اسمها div طب تعالوا نشوف مع بعض لو جيت اعمل list للبود اللي موجودة في default name space مش هلاقي البود دي موجودة فيهم طب لو جينا نشوف في name space اللي اسمها div هلاقي في بود اسمها bud one dash div ال status بتاعتها running وتعملت من 27 ثانية بس نبدأ نشرح حاجة اسمها كوبيرنيتس ريبليكيشن وبالاخص هنبدأ نركز على حاجة اسمها الريبليكا set تعالوا اول حاجة نعرف احنا اصلا ليه محتاجين حاجة اسمها كوبيرنيتس ريبليكيشن وليكن احنا دلوقتي عندنا الكلاستر بتاعنا وجوه الكلاستر ده موجود في بود والبود دي جواها ويبسايت وليكن ويبسايت واليوزرز مش هيقدروا يعمله اكسز على الويبسايت ده فدي طبعا مشكلة كبيرة جدا واحنا محتاجين نحلها فاحنا دلوقتي محتاجين كنترولر يفضل رائب البود دي علشان لما يحصل لها اي مشكلة يبدأ يعمل البود جديدة ويفضل الويبسايت ده شغال واليوزرز يقدروا يعمله اكسز على الويبسايت فعلشان كده جه حاجة اسمها ريبليكا سيت او ريبليكيشن كنترولر اللي اتنين دول بيقدروا يقوموا بمهمة ان لما البود يحصل لها مشكلة وتبقى فيل بيعملوا بود تانية جديدة بنفس المواصفات علشان اليوزرز يقدروا يعملوا اكسز على الويبسايت وما يحسوش ان في مشكلة في الويبسايت فهنا بنقول ان البود لو حصل لها فيل الكنترولر بيبدأ يعمل كرية لبود جديدة ولما برضو بيعملوا كرية لبود جديدة اليوزر مش بيقدروا يفقدوا والاكسز اللي على الويبسايت ده تعالوا نتعرف اكتر عن الريبليكا سيت والريبليكيشن كنترولر وكلمة ريبليكا سيت اختصارها وكلمة ريبليكيشن كنترولر اختصارها احنا كنا قلنا ان الريبليكا سيت او الريبليكيشن كنترولر دول وزفتهم ايه دول وزفتهم ان هما بيفضلوا يراقبوا البودز عشان لو حصل لها اي مشكلة يقدروا يتصرفوا يشيلوا البود ويعملوا كريات لبود جديدة تعالوا كده نشوف إيه اللي بيحصل اللي بيحصل لأننا لما باجي أعمل كريات للريبلي كاست الريبلي كاست دي بتبدأ تعمل كريات العدد من البودز وظيفة الريبلي كاست إن هي بتبقى مسؤولة عن البودز اللي بتبقى تحتها دي بتفضل ترقبهم علشان لو في أي مشكلة حصلت لأي بد تقدر هي تتصرف وتعمل كريات لبود جديدة فبكل بساطة الريبلي كاست أو الريبلي كيشن كنترولر مهمتهم ان هما بيفضلوا يرقبوا التلاتة بوت دول وطبعا عدد البوتز اللي بتبقى تحت الريبليكا سيت انا بكون محددهم في اليام الفايل بتاع الريبليكا سيت او برضو بكون محددهم في اليام الفايل بتاع الريبليكيشن كنترولر وزي ما قلنا ان وظيفة الريبليكا سيت او وظيفة الريبليكيشن كنترولر ان هما بيفضلوا يرقبوا التلاتة بوت دول علشان يشوفوا لو فيه اي بود حصل فيها مشكلة يعني مثلا وليكن ان بود رقم واحد دي حصل فيها مشكلة وبقت فيل فدلوقتي بود رقم واحد دي هتتشال والريبليكا ست هيبدأ يعمل كريات لبود جديدة وهي هتكون اسمها بود رقم اربعة وده طبعا ليه كده بيحصل علشان انا بكون محدد في اليام الفايل بتاع الريبليكا ست او الريبليكيشن كنترولر عدد البود اللي لازم يكونوا اكتف وروننج معايا فعلشان كده انا بكون محدد في اليام الفايل هنا ان انا عايز اعمل كريات لتلاتة بود فطبعا ان انا لما فيه بود بتتمسح فكده بيبقى فيه كم بود موجودين بيبقى فيه اتنين بود فعلشان كده الريبليكا ست او الريبليكيشن كنترولر لازم يعمله كريات لبود كمان علشان يبقى موجود تحت الريبليكا ست تلاتة بود وطبعاً الريبليكا 6 أو الريبيكيشن كنترولر ليهم مميزات كتير زي مثلاً إن أنا بقدر أعمل سكيل أوب أو سكيل دون للأبليكيشن بتاعي وده معناه إيه؟ ده معناه إن أنا دلوقتي عندي أبليكيشن اللي هو مثلاً الويبسيت بتاع النوت GS فالريبليكا 6 بتعمل إيه؟ بتعمل bos تحت الريبليكا 6 وكل bos من دول بيبقى جواها الأبليكيشن بتاعي أو الويبسيت بتاعي اللي هو النوت GS فكده مثلا بود رقم 4 جواها الويب سايت بتاعي وبرضو بود رقم 2 جواها الويب سايت بتاعي وبرضو بود رقم 3 بيبقى جواها الويب سايت بتاعي فوليكن مثلا انا عندي عدد user كتير جدا عايزين يخش ويعملواочь على الويب سايت ده فساعتها من خلال الريبلي كا ست او الريبلي كيشن كنترولر بقدر اعمل skill up للابلي كيشن بتاعي وزود عدد البود ولو عدد اليوزر L بقدر اعمل skill down لعدد البودز بتاعي ممكن اخليهم 3 او ممكن اخليهم 2 فكده اول ميزة ضمن مميزات الريبليكا 6 او الابليكيشن كنترولر ان انا ممكن اعمل scale للابليكيشن بتاعي سواء كان up او سواء كان down ومش كده بس ده كمان الريبليكا 6 بتعمل load balancing وهي availability يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي يوزرز كتير عايزين يعملوا access للويب سايت فالريبليكا 6 بتبدأ توزع الريكويست على 3 بود مع بعض يعني مثلا بتبدأ تجيب عدد من الريكويست تبدأ تبعتهم على البود رقم 4 وبتبدأ تجيب عدد من الريكويست بتبدأ تبعتهم على بود رقم 2 وبرضو بتبدأ تاخد عدد من الريكويست بتبدأ تبعتهم على بود رقم 3 وده كده معناه ان الريبليكا 6 او الريبليكيشن كنترولر بيعملوا load balancing وبيعملوا high availability تعالوا بقى دلوقتي نعرف الفرق إلي ما بين الريبلكيشن كنترولر والريبليكاست اللي اتنين نفس الكونسبت والل اتنين نفس المعنى الفرق إن الريبليكيشن كنترولر هي طريقة قديمة والفيرجن الأحدث منها هو الريبلكاست تعالوا نتعلم مع بعض إزاي أدار أكتب اليميلفائل الخاص بالريبلكاست ده اليميلفائل الخاص بالPood أول حاجة كنا عرفناها مع بعض إن أحنا بنبدأ نكتب الكلب أي بقى آيه vierجن اللي هو والكايند بيبقىcepcrorito وبعدين بنبدأ نكتب الميتا داتا وتحت الميتا تاتا بيبقى تحتها النام والليبلز وبعدين بنبدأ نكتب حاجة اسمها الليسبك ونبدأ نكتب فيها موصفات الكنتينرز سواء كان اسم الكنتينر سواء كان الامج اللي انا هعمل منها البود ده اليامل فايل بتاع البود اللي احنا اتعلمناه مع بعض ده قبل كده دلوقت هنبدأ نكتب اليامل فايل الخاص بالريبل كاست اول حاجة اللي اي بقى اي فيرجن بتاع الريبل كاست بيبقى مختلف عن اللي احنا كنا اتعلمناه مع بعض قبل كده بيبقى حاجة اسمها apps slash version one واحنا كنا عرفتنا مع بعض قبل كده وفهمنا ايه هي اللي اي بقى اي فيرجن بتاعت الكوبرنيتز وبعد كده بنبدأ نكتب ال kind فانا عايز ابدأ اعمل ريبل كاست فبكتب هنا ريبل كاست ونخلي بالنا ان ال R وال S بيبقوا capital وبعد كده ببدأ اكتب الميتا داتا وتحت الميم داتا ببدأ اكتب ال name وال name ده بيبقى خاص باسم الريب لكاست وبعد كده ببدأ اكتب حاجة اسمها والليسبيك دي بقى هيكون تحتها شوية حاجات كتير هنبدأ ناخدهم مع بعض كده واحدة واحدة اول حاجة بحددها تحت حاجة اسمها والريبليكا دي معناها ايه? ودي معناها عدد البودز اللي انا عايز اعملها تحت فالرقم اللي انا بكتبه هنا ده معناها عدد البود فده كده معناه انا عايزك تعمل تلاتة بود يتعاملوا تحت وبعد كده ببدأ احدد حاجة اسمها البود سيلكتور ده معناها ايه? تعالوا كده نرجع على اليام الفايل بتاع البود لو جينا نبص كده على اليام الفايل بتاع البود انا عملت هنا بود مثلا وديت لها ليبل والليبل ده هيكون اسمه انف نوطتين فوق بعض بروداكشن فانا هنا بقى دلوقتي ببدأ احدد السيلكتور معناها ايه? معناها ان انا بقول انا عايز الريبليكاست تسليكت بودز معينة موودة جوه الكلاستر بتاعي طب انهي اللي انا عايزك تعمل لها سيلكت عايزك تعمل سيلكت للبودز اللي اللي بتاعهم اسمه انف اكوال بروداكشن والليبل ده انا لازم اكون محدده جوه حاجة اسمها اللي احنا هنعرفها مع بعض دلوقتي هي اسمها والبود تيمبلت دي بيبقى جواها مواصفات اللي انا عايز يتعامل لها كريات فانا هنا لازم اكون محدد في ان انا هعمل للبود دي وهسميه نفس اسم السيلكتر اللي هنا والمواصفات البود دي هي اللي هيتعامل منها التلات نسخ اللي هيكونوا تحت الريبليكاست فتعالوا تاني نرجع على ليعمل فايل هنا اول حاجة تحت الليسبك الريبليكا وابدأ احدد عدد الريبليكا دي اللي هم عدد البودز دول تلاتة ده معانا ان انا عايز اعمل تلاتة بودز طب ايه هي بقى مواصفات التلاتة بودز دول هم اللي هنا دي وهنبدأ نعرف ان احنا بنكتبها ازاي بعد كده بابدأ اكتب حاجة اسمها اللي هي هنا دي اللي احنا تعلمناها مع بعض هنا فانا هسيب مكانها فاط دلوقتي وبعدين هاجي على فانا دلوقتي هابدأ اكتب حاجة اسمها التمبلت دي هي مواصفات اللي انا هعملها تحت المواصفات دي برضو اللي انا هعمل منها التلات نسخ اللي انا كتبتهم هنا والتمبلت دي بابدأ اخدها من اليام الفايل بتاع البود من اول حاجة اسمها الميتا داتا وهبدأ انقلها تحت التمبلت يبقى انا كده حددت مواصفات التمبلت بتاعة البود اللي انا عايز اعمل لها create وقلت ان البود اللي انا عايز اعمل لها create اللابل بتاعتها اسمه نقطتين فوق بعض برودكشن فلازم ده يكون نفس اللي هنا. فبابدأ اكتب بقى ايه اللي تحت سلكتور? بابدأ اكتب حاجة اسمها ولازم اللي هنا تكون ولازم ده يكون نفس اللي اللي انا مديه للبود. حاجة مهمة برضو لازم نخلي بالنا منها. هنلاقي كزا حاجة متقررة. فهنرجع كده تاني. اول حاجة اللي هي الميتة داتا. هنلاقيها مكتوبة هنا مرة وهنلاقيها مكتوبة تحت مرة. بس لازم نركز في حاجة مهمة ان الميتة داتا ده هو الاسم. الاسم ده هيكون خاص بالريبليكاست. اي حاجة هتكون تحت التمبلت دي هتكون خاصة بالبود اللي هتتعمل تحت الريبليكاست. فده معناه ايه? ده معناه ان الاسم ده هيكون خاص بمين? هيكون خاص بالريبليكاست. انما الاسم ده هيكون خاص بمين? هيكون خاص بالبود. تاني حاجة برضو هنلاقيها متقررة اللي هي حاجة اسمها الليسبيك. والليسبيك دي هتكون خاصة برضو بايه? انما اللي تحت دي هتكون خاصة بمواصفات Tanzud, زي ما اتفقنا برضو ان اي حاجة موجودة تحت inflate دي. دي هتكون خاصة بالbuzz. زي في الرسمة دي كده بالزبط. اي حاجة موجودة تحت inflate دي هتكون خاصة بالbuzz template. حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها من الزم tzl في اليامل فايل بتاعت inflate علشان هي هتكون كتيرة شوية. طب انا دلوقتي قديت label واحد بس للبود اللي موجود تحت الريبل كاست طب تعالوا نشوف مثال لو انا هعمل اتنين ليبل للبود اللي هتبقى موجودة تحت الريبل كاست هيكون هو هو نفس الطريقة وليكن ده اليام الفايل بتاع البود بس في اليام الفايل ده انا عملت اتنين ليبل هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي نكتب اليام الفايل الخاص بالريبل كاست زي ما تعلمنا مع بعض ان والميتا ده هيبقى تحتها الاسم والاسم ده زي ما اتفقنا هو هيكون خاص بالريبل كاست وبعدين هنبدأ نكتب وتحت هيكون موجود كزا حاجة تعالوا نشوف مع بعض تاني هيكون موجود حاجة اسمها والمرة دي بقى هيكون اتنين وعدد الريبل كاست والتالت حاجة هنبدأ نحددها تحت اللي هي اسمها البود تيمبلت ومواصفات البود بس المرة دي بقى مواصفات البود هتكون اتنين ليبل تعالوا بقى برضو نكتب اليام الفايل اول حاجة بنبدأ نكتبها عدد الريبل كا تلاتة برضو وبعدين فانا هسيب السلكتور فادي وبعدين هنبدأ نكتب التيمبلت وقلنا التيمبلت دي هتكون ايه هتكون مواصفات البود اللي انا عايز عامل لها كريت تحت الريبل كاست حاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ان التيمبلت بتكون زي السلكتور في المسافات وبتكون زي الريبل كا في المسافات هنبدأ نكتب تحت التيمبلت مواصفات البود فانا هاخدها من هنا هنقل من اول هنا لحد تحت هنقلهم في اليام الفايل بتاع الريبل كاست وهنا مواصفات البود ايه بقولهم عايزك تعمل لبود وتسمي اسم البود دولفين ايد وعايزك تحط اتنين لابل على البود اللي اسمها دولفين ايد اول لابل اسمه اند بروداكشن تاني لابل اسمه تير فرونت اند وبعدين ببدأ اكتب اللي اسبك وبعدين كونتينرز واسم الكونتينر والامج اللي هيتعمل منها الكونتينر وزي ما اتفعنا هنا بقى بنبدأ نكتب ايه بنبدأ نكتب السلكتور وزي ما اتفعنا برضو مع بعض قبل كده ان السلكتور دول لازم يكونوا زي مين لازم يكونوا نفس اللي بولز اللي انا كتبتها في البود تيمبلت اللي هما الاتنين دول فبقى اكتب في السلكتور حاجة اسمها الماتش ليبلز وبعدين هبدأ اكتب الاتنين label اللي انا كتبتهم للبود تعالوا بقى دلوقتي نتعلم الكومند الخاصة بالريبلكاست اول كومند معنا اللي هو اسمه cubectl getrs اللي هي اختصار لكلمة الريبلكاست الكومند ده معناه ايه؟ الكومند ده معناه انه هو هيبدأ يعمل لي list للريبلكاست اللي موجودة في الكلاستر بتاعي تاني الكومند معنا اللي هو اسمه cubectl describers اللي هي اختصار برضو لكلمة الريبلكاست يعني انا ممكن اكتب rs كده او ممكن اكتب الريبلكاست بالنفس الاسبالنج ده وبعدين بابدأ اكتب هنا اسم الريبلكاست ده معناه ايه؟ ده مع انها هيبدأ يظهر لي معلومات زيادة اللي تخص الريبلكاست تالت كومند معايا اللي انا بقوله عايزك تعمل لي scale للريبلكاست فبابدأ اكتب الكمند ازاي؟ بابدأ اكتب الكمند اللي هو اسمه cubectl scale rs اللي هي اختصار برضو لكلمة الريبلكاست وبابدأ اكتب اسم الريبلكاست وبعدين بابدأ اكتب dash dash replicas equal وبابدأ اكتب عدد الريبلكا وزي ما اتفقنا ان عدد الريبلكا ده ده بيبقى عدد البودز اللي موجودين تحت الريبلكاست يعني مثلا وليكن انا دلوقتي عملت كريات للريبلكاست وكنت كاتب في اليام الفايل بتاعها عدد الريبلكا تلاتة طب انا دلوقتي عايز ازود عدد الريبلكا ده يعني مثلا عايز ازود عدد البودز فساعتها ببدأ اكتب الكومند اللي هو اسمه QSTL Scale كومند كمان معانا اللي هو اسمه QSTL Delete RS اللي هي اختصار لكلمة RippleCasset وببدأ اكتب اسم RippleCasset ده معناه ان انا عايز امسح RippleCasset وببدأ اكتب اسم RippleCasset اللي انا عايز امسحها لو جينا نعمل list للبودز مش هنلاقي ان فيه ولا بود موجودة طب تعالوا بقى دلوقتي نبدأ نروح نفتح ال-VS Code عشان نبدأ نكتب ال-YAML File بتاع RippleCasset فانا دلوقتي هروح افتح برنامج ال-VS Code فزي ما اتفقنا ان اول حاجة بنكتبها في ال-YAML File حاجة اسمها ال-API Version فبنبدأ نكتب ال-API وبعدين ال-Version في ال-RippleCasset بيكون apps slash version one تاني حاجة بنبدأ نكتبها واللي هي اسمها ال-Kind فانا دلوقتي طبعا هعمل ايه؟ هعمل RippleCasset فبنكتبها بالطريقة دي RippleCasset وال-S بتكون capital وال-R بتكون capital بعد كده بنبدأ نكتب حاجة اسمها الميتا data والميتا data بابدأ اكتب فيها وده طبعا هيكون اسم ال-RippleCasset فانا هسمي ال-RippleCasset بتاعتي هسميها DolphinAid بعد كده بنبدأ نكتب حاجة اسمها ال-Lisbic وتحت ال-Lisbic بنكتب تلت حاجات بنبدأ نحدد حاجة اسمها ال-RippleCass زي ما اتفقنا مع بعض برضو قبل كده والتاني حاجة بنبدأ نحددها اسمها ال-Selectors والتالت حاجة بنبدأ نكتبها اللي هي ال-Boot template انا دلوقتي كتبت ال-Lisbic ونزلت على سطر جديد فانا لازم اسيب مسافتين ادي واحد اتنين اول حاجة بنبدأ انا حددها ال-RippleCass ف-RippleCass انا هايز اعمل تلاتة ريبليكا واحنا قلنا ال-RippleCass دوله اللي هما ايه اللي هما بيبقوا البود يعني العدد اللي انا هكتبه ده دلوقتي ده معناها عدد البود اللي هيعمل لها كريت تحت ال-RippleCasset فانا دلوقتي هايز اعمل تلاتة بود بعد كده بنبدأ نكتب حاجة اسمها ال-Selectors فبتكتب تحت ال-RippleCass بنسيب هنا مسافتين ادي واحد اتنين وبعدين بنبدأ نكتب هنا ال-Selectors بالطريقة دي وبعدين بننزل سطر جديد وبنسيب مسافتين برضو بعد ال-Selectors ادي واحد اتنين فيبقى هنا كده اربع مسافات ادي واحد اتنين وبعدين هسيب مسافتين كمان بعد ال-Selectors ادي واحد اتنين هنبدأ نكتب هنا حاجة اسمها الماتش هنلاقيه طبعا ظهر لنا بس انا احنا هنكتبها وبعدين بابدأ هنا اكتب اللي بول اللي انا هكتبه جوه ال-Boot-Template وليكن انا عارف ان انا هدي لابل والليكن هسميه env-Broad بعد كده هنبدأ ننزل على سطر جديد ونبدأ نكتب تالت حاجة اللي هي اسمها ال-Boot-Template طب دي بتتكتب ازاي دي بتتكتب بموازية ال-Selectors فلو جيه تنزل على سطر جديد هرجع space كده ورا وبعدين هرجع space كمان ورا لازم نكتبها تحت ال-Selectors فهنبدأ نكتب حاجة اسمها ال-Template زي ما ظهر لنا كده وبعد ال-Template بنزل على سطر جديد وبسيب برضو مسافتين من بعد ال-Template واللي انا هكتبه تحت ال-Template ده هيكون بيخص مواصفات البود اللي انا هعملها تحت ال-Replica 6 والمواصفات البود دي احنا اتفعنا ان هي هتتعامل منها 3 نسخ ليه؟ لان انا كتبت هنا 3 فهنبدأ نكتب مواصفات البود احنا زي ما اتفعنا ان احنا اهو نزلنا على سطر جديد هنسيب مسافتين ونبقى تحت ال-Template وبعد كده هنسيب مسافتين بعد ال-Template ادي واحد اتنين وبعدين هنبدأ نكتب حاجة اسمها الميتا داتا وبرضو هننزل على سطر جديد ونسيب من بعد الميتا داتا مسافتين وتحت الميتا داتا هنبدأ نكتب حاجة اسمها ال-Labels وهننزل برضو تحت ال-Labels مسافتين وبعدين هنبدأ نكتب نفس ال-Label اللي انا كتبته في الماتش Labels فوق هنا لازم اكتب نفس ال-Label ده اللي هو ده هبدأ اكتبه هنا env نقطتين برود وبعدين هنبدأ نكتب حاجة اسمها الليسبك الليسبك دي تخص ايه؟ دي تخص البود والليسبك دي بتتكتب فين؟ دي بتتكتب تحت الميتا داتا فأنا دلوقتي هبدأ ارجع خطوة وهرجع خطوة كمان هبقى انا كده واقف تحت الميتا داتا وهبدأ اكتب الليسبك نقطتين فوق بعض وبعدين هنزل سطر جديد واسيب برضو مسافتين واكتب حاجة اسمها الكنتينرز وهنزل على سطر جديد هنلاقيه هو كتب لي النام اوتوماتيك فانا هسمي البود والليكن هسميها انجين اكس وبعدين هنزل هنا اكتب ايميج انا عايز اعمل ايميج انجين اكس برضو فيبقى كده ده اليام الفايل بتاع الريبلي كاست تعالوا كده نشرحه تاني باختصار احنا قلنا ان ده الابي اي وقلنا الابي اي بتاع الريبلي كاست apps سلاش version 1 والkind ريبلي كاست وقلنا الار كابتل والاس كابتل والميتا داتا دي مواصفات الريبلي كاست يعني الريبلي كاست بتاعتها تكون اسمها دولفن ايد وبعدين الليسبك دي مواصفات برضو الريبلي كاست انا هنا بحدد بقول له انا عايزك تعمل لي كام بود تبقى تحت الريبلي كاست وبعدين قلنا السليكتور السليكتور ده لازم يكون بيماتش اللي اللي انا هعمله جوه البود وبعدين ببدأ هنا اكتب حاجة اسمها ودي اللي هي بتكون البود كل اللي تحت ده بيكون مواصفات البود احنا كده هناخد الامل فايل ده كده كوبي وهنرجع تاني على الترمينال بتاعتنا انا دلوقتي هفتح الترمينال بتاعتي انا كده دلوقتي فتحت الترمينال بتاعتي هبدأ اعمل يامل فايل فهكتب ار اس احنا قلنا اختصار كلمة ريبلي كاست ار اس فانا هسمي الفايل ار اس دوت يامل ونضغط على انتر وبعدين هننقل الفايل اللي احنا اخدناه كوبي هنا وبعدين هنعمل له وبعدين هنعمل قبل اي داش اف وبعدين هنبدأ نكتب اسم الفايل ونضغط على انتر كده بيقول لي ان الريبلي كاست اللي اسمها دولفن ايد اتعامل لها create طب تعالوا كده نعمل list للريبلي كاست كنا بنكتب كومند اسمه ايه كنا بنكتب كومند اسمه كيوب سي تي ال جيت ار اس اللي هي اختصار كلمة ريبلي كاست هنلاقيه بيقول لي ان في ريبلي كاست اسمها دولفن ايد حاجة اسمها الديزايرد اللي هي تلاتة وحاجة اسمها الكورنط اللي هي تلاتة واحنا كنا عارفنا مع بعض قبل كده الفرق ما بين undesired state وما بين current state احنا كنا قلنا ان undesired state ده الرقم اللي انا بيكون كتبه في اليميل فايل او حسب الريكوست اللي ببعوض للكوبرنيتس انما current دي حالة الكوبرنيتس حاليا يعني ايه اللي تنفذ من اليميل فايل اللي انا كنت كتبه فمعنا كده بيقول لك ايه يعني اللي انت كتبه في الامل فايل انت محدد يتعامل تلاتة بود واللي تنفس فعلا التلاتة بود برضو والريدي تلاتة بود برضو طب تعالوا نعمل لست للبود لو جينا نكتب كده كيوب ست ال جت بود هنلاقي فعلا ان فيه تلاتة بود موجودين وروننج معايا لو جينا ناخد بالنا كده من الاسم بتاع الريبليكا ست هنلاقي اسمه دولفين ايد ولو جينا برضو نبص كده على الاسم بتاع البود هنلاقيه برضو مكتوب حاجة اسمها دولفين ايد ودولفين ايد دي بتكون بترفير اسم الريبليكا ست وبعدين بيبقى فيه داش وبعدين بيبقى فيه كده اسم الاسم ده هو بيكون اسم البود فيبقى كده اسم البود عبارة عن ايه عبارة عن اسم الريبليكا ست زائد اسم البود وكله كده بيحطوا على بعضه وده بناعتبره اسم البود طب تعالوا دلوقتي كده نفتح الداشبورد بتاعت الميني كيوب انا دلوقتي فتحت الداشبورد بتاعت الميني كيوب. هنلاقيه بيقول لنا هنا ان في واحد ريبل كاست روننج. هنلاقي هنا بيقول واحد روننج. وهنلاقي هنا بيقول ان في بودز. البودز دي كان بود. هنلاقيها تلاتة بود. لو جينا كده نبص على البودز. هنلاقي ان البود دي اسماءهم. ودي الامج اللي معمول منها البود. ودي اللي معمولة لكل بود. هنلاقي اللي معمولة للبود. حاجة اسمها انف برود. لو جينا ننزل تحت كده هنلاقي برضو دي مواصفات الريبلي كاست ده اسم الريبلي كاست ده اميج بتاع الريبلي كاست ودي عدد البودز اللي معمولة تحت الريبلي كاست هنلاقي مكتوب تلاتة لو جينا كده نبص هنا ونضغط على الريبلي كاست هنلاقيه هنا بيقولنا دي مواصفات الريبلي كاست لو جيت اضغط كده على دولفين ايد هنلاقيه بيطلع لي تفاصيل اكتر لو جيت هننزل تحت كده هنلاقيه بيقول لي ده الديزايرت ستيت عندي تلاتة تلاتة برضو. ودي البودز اللي معمولة تحت هم التلاتة دول. ودي بتاعة تعالوا نرجع تاني على بتاعتنا. تعالوا المرة دي نعمل لستة للبودز بس عايزين نعمل شو للليبولز فهنبدأ نكتب اللي هو اسمه كيوب ستل جت بودز داش داش شو داش ليبلز نضغط على هينتر هيبدأ يعرض لي البودز بس المرة دي هيعمل شو للليبولز واحنا اتفقنا ان الليبولز بتاع كل بود اندف ايكوال بروداكشن طب تعالوا بعد دلوقتي نعمل كريت لبود عادية جدا ومش هنديها اي ليبل نكتب كومند كده اسمه كيوب ستل رون وليكن انا هسمي البود تست وهعملها من امج اسمها انجين اكس كده بيقول لي ان البود اللي اسمها تستة تعمل لها كريت تعالوا نعمل تاني لست للبودز هلاقي ان في دلوقتي بود جديدة تعملت معانا اتعاملت من سبعة ثواني تعالوا بقى دلوقتي نفتح التول اللي جزيزة اللي احنا شفناها مع بعض قبل كده ونشوف شكل الريبل كاسات عليها عامل ازاي انا دلوقتي فتحت التول هنا بيوريني الرسورس اللي معمولة على الكلوستر بتاعي فانا دلوقتي احنا عاملين الريبل كاسات اسمها دولفن ايد وتحت الريبل كاسات اللي احنا كنا عاملينها دولفن ايد دي كنا عاملين تحتها التلاتة بود وكنا عملنا كريت دلوقتي حالا لبود تانية كده الواحدها اسمها تست طب انتو لما شفتوا لشكل ده كده ملاحظتوش حاجة ملاحظتوش ان الريبل كاسات دي اش معنى مختارة التلاتة بود دول ومحوطاهم كده واش معنى مختارتش البود دي حطتها جوه ولسبب ان هي تختار التلاتة بود دول ليه لان كل بود من التلاتة بود دول كل واحدة فيهم عليها اللي هو اسمه لو جينا نشوف البود التانية هنلاقيها واخدة نفس الليبل لو جينا نشوف البود التالتة هنلاقيها واخدة نفس الليبل طب لو جينا نشوف البود دي هنلاقيها واخدة ليبل تاني مختلف اسمه لو جينا نشوف كده مواصفات دي بيقول لنا دي الريبل كاسات اللي اسمها دولفن ايد فعلشان كده الريبل كاسات واخدة التلاتة بود دول مش واخدة البود دي ومش كده وبس برضو في سبب تاني اننا محدد ان هي تعمل كريت لتلاتة بوت بس. فلو جينا ناخد بالنا ان دي مهما تحركها هتلاقيها مرتبطة بالتلاتة بوت دول. وبرضو لو جيت تحرك اي بوت من هنا هتلاقيها مرتبطة بال دي. نرجحها تاني كده. تعالوا نعمل للبوت احنا كنا قلنا ان ايه هي وظيفة كنا قلنا وظيفة ان هي بتفضل ترائب التلاتة بوت دول. لو حصل لهم اي مشكلة هيا بتبدأ تعمل كريت لبوت تانية جديدة. تعالوا نجرب نعمل لأي بوت منهم. ونشوف ايه اللي هيحصل فيها. هنبدأ نكتب مع بعض ديليت بوت. واسم البوت نركز كده في اسم البوت اخره تي ان. نضغط تاني كده على انتر. ليه بيقول لي ان البوت دي تعملات ليه? تعالوا نعمل جيت تاني للبوت هنلاقي ان البوت اخرها تي ان اتمسحت وتعمل بوت تانية جديدة على طول بسرعة جدا. اهي. ده الاسم الجديد وتعملت من ثلاث ثواني. فيبقى كده ده معناه ايه? ده معناه ان الريب لكاسيت بتفضل ترائب البوت اللي موجودة تحتها. ولو حصل ان في بوت اتمسحت فيهم هي بتعمل كريت لبوت تالتة جديدة علشان تفضل توازن ما بين حالة وما بين والبوت الجديدة دي بتتعمل بمواصفات ايه? بتتعمل بمواصفات الجزء اللي احنا كنا كتبناه في اليام الفايل اللي هو كان اسمه البوت تيمبلت. يعني احنا لو جينا نعمل لست للبوت بس نزود كده جزء شو ليبلز هلاقي ان البوت الجديدة اللي اتعملت اللي هي معمولة من واحد وسبعين ثانية اتعملت بنفس الليبل. طب تعالوا كده نلعب شوية في الليبلز ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالوا كده نعمل كلير ونكتب نفس الكومند مرة تانية. تعالوا نزود ليبل على البوت دي مثلا اللي هي البوت الاخيرة. هنبدأ نكتب اللي احنا كنا تعلمناها مع بعض برضو قبل كده اللي هو كان اسمه كيوب سي تي ال. بود. بعدين بنبدأ نكتب اسم البود واللي اكون انا عايز ازود ليبل على البوت دي. وهسمي الليبل ده نضغط على انتر. نعمل تاني شو ليبلز هلاقي ان البوت دي تزود عليها ليبل اللي هو اسمه طيب اكوال نيو. احنا كنا قلنا مع بعض ان بتختار البوت بناء على ايه? بتختار البوت بناء على الليبل ده. والليبل اللي هو كان اسمه اند في ايكوال برودكشن. طب تعالوا كده نجرب احنا لو شلنا الليبل ده من البوت دي ايه اللي هيحصل? احنا كنا برضو تعلمنا مع بعض برضو قبل كده ازاي قدرى امسح ليبل موجود على بود. والكومند دي كان اسمه ايه? كان اسمه كيوب سيت ال. ليبل بود واسم البود اللي هي دي. وبعدين هكتب اللي هو اللي هو اسمه اند وبعدين هكتب مينس ونضغط على انتر. ونعمل تاني لستة للبوت بسرعة. هلاقي ان البوت موجودة محصل لهاش حاجة بس في بوت جديدة اتخلقت وتزودت معانا اللي هي اتعاملت من ثانيتين. طب تعالوا كده نرجع على التول بتاعتنا اللذيزة. دي التول بتاعتنا. تعالوا كده نشوف ايه اللي حصل. دي الريبل كاست بتاعتنا ودي البوتز بتاعتنا. اللي حصل ايه? اللي حصل ان البوت دي كانت مكان البوت دي. بس ايه الاختلاف اللي حصل اللي انا عملته? تعالوا نرجع تاني على موصفات الريبل كاست اللي احنا كنا عاملينها. تعالوا نشوف كنا قلنا هنا في اليام الفايل بتاع حاجة اسمها وكنا قلنا ده معناه ايه? ده معناه ان انا بقول انا عايزك تختاري اللي واخده اللي هو اسمه لحصل ان دي كانت واخده اللي هو كان اسمه فانا دلوقتي شلت اللي واتبقى الوحيد اللي هو اسمه طيب اقوال نيو. طب هل ده كده حقق مواصفات الريبل كاست? لا ما حققاش مواصفات الريبل كاست. فساعتها الريبل كاست اتصرفت ازاي? اتصرفت ان هي شالت دي خلتها موجودة عندي في الكلاستر عادي جدا. بس شالتها من تحت الريبل كاست وعملت بود تانية جديدة تحت الريبل كاست بالمواصفات اللي بتنطبق على الريبل كاست اللي هي ايه المواصفات اللي بتنطبق على الريبل كاست? ان البود اللي تحتها لازم تكون واخدى اللي هو اسمه ويبقى كده انا حققت مواصفات الريبلي كاست. تعالوا نرجع تاني على الترمينال بتاعتنا. تعالوا نعمل كلير. تعالوا نعمل لستة للريبلي كاست. فهنبدأ نكتب كومند اسمه جيت ريبلي كاست. هنلاقي ان في ريبلي كاست اسمها دولفن ايد. تعالوا نشوف تفاصيل اكتر عن الريبلي كاست دي. نبدأ نكتب كومند اسمه كيوب سي تي ال. اختصار لكلمة وبعدين بنبدأ نكتب اسم اللي هي اسمها دولفن ايد ونضغط على انتر. هنطلع كده فوق. هلا بي يبدأ يعرض لي معلومات اكتر عن الريبلي كاست. ليه بيقول لي ده اسم الريبلي كاست. والريبلي كاست دي اتعاملت في انهي نيمس بيس. اتعاملت في الديفولت نيمس بيس. والريبلي كاست دي بتعمل على انهي بودز. هنلاقيها بتعمل على البودز اللي واخد ليبل اسمه انفي اكوال production واحنا مفروض فهمنا الجزئية دي كويس جدا ولو جينا نبص تحت هنا على حاجة اسمها الريبليكاز نلاقيه بيقول فيه تلاتة current وفيه تلاتة desired والمفروض برضو احنا فهمنا ايه الفرق ما بين current state وما بين desired state والput status يعني حالة البود دلوقتي ان فيه تلاتة running وما فيش ولا واحدة waiting وما فيش ولا واحدة succeeded وما فيش ولا واحدة field والمفروض برضو احنا فهمنا مع بعض قبل كده ايه هي الفرق ما بين succeeded وما بين الفيلت نيجي هنا بقى على جزء البود تيمبلت وتحت البود تيمبلت دي هي مواصفات البود اللي بتبقى موجودة تحت الريبليكاست بمعنى ايه بمعنى ان لو في بودت مسحت من تحت الريبليكاست الريبليكاست بتبدأ تعمل بود جديدة بالمواصفات اللي بتبقى موجودة تحت البود تيمبلت طب ايه هي المواصفات اللي بتبقى موجودة تحت البود تيمبلت اللي انا بقول له انا عايزك تعمل اللي بود وهديها لابل اللي هو اسمه اند في ايك والبرودكشن والليبل اللي انا هتديه للبود ده لازم بيكون بيساوي السلكتور بتاع الريبليكا سيت وبعدين هنا بيبدأ يقولي مواصفات الكنتينر ده اسم الكنتينر اللي هو اسمه انجين اكس والكنتينر ده هيتعامل من ايميج اسمها انجين اكس ودي جزء اللي يخص تعالوا كده نعمل تعالوا نعمل تاني لست للريبليكا سيت نكتب كيوب سيت ال جيت ار اس احنا دلوقتي هنلاقي ان فيه ريبليكا سيت اسمها دولفن ايد وفيه تلاتة ديزايرت وفيه تلاتة كورنت وفيه تلاتة ريدي دلوقتي لو جدنا نفتكر مع بعض اليام الفايل احنا كنا كتبين وكنا محددين فيه تلاتة ريبليكا طب انا افرد دلوقتي حابب ان انا ازود عدد البودز اللي موجودة تحت الريبليكا سيت فانا ازودها ازاي فييجي هنا كومند اللي هو كان اسمه كيوب سيت ال اسكيل ومن خلال الكومند ده انا قدر اعمل اسكيل اب واعمل اسكيل داون وهنا اتعلم ازاي مع بعض فانا دلوقتي عايز اعمل اسكيل اب فاكتب كومند اسمه ايه هابدأ اكتب كومند اللي هو اسمه كيوب سيت ال اسكيل انا عايز ا اسكيل ايه عايز اعمل اسكيل للريبليكا سيت وبعدين ابدأ اكتب اسم الريبليكا سيت اللي هو اسمها دولفن ايد وبعدين ببدأ اكتب كده داش داش. ريبليكاز اكوال وببدأ اكتب عدد الريبليكا اللي انا عايزها. اهي دلوقتي موجودة حاليا تلاتة. طب انا عايز ازود فانا ممكن اكتب خمسة. ممكن اكتب تمانية. ممكن اكتب عشرة. اي عدد انا عايزه. فانا هكتب مثلا الخمسة. وبعدين اضغط على انتر. هلاقي بيقولي ان الريبليكا ست اللي اسمها دولفن ايد اتعمل لها اسكيلد. تعالوا كده نعمل لست للريبليكا ست. هلاقي ان الريبليكا ست اللي اسمها دولفن ايد الدزارة بتاعها اختلف وبقى خمسة. كان هنا تلاتة. طب تعالوا كده نعمل لست للبودز. مفروض هنلاقي ان فيه اتنين بود جداد اتعمل لهم كريد. واللي هم دول. اللي هي معمولة من واحد وثلاثين ثانية. واللي هي دي برضو اللي معمولة من واحد وثلاثين ثانية. وبرضو علشان نتأكد تعالوا نرجع تاني على التول اللذيذة بتاعتنا. تعالوا كده نعمل زوم اوت. ونجيب الريبليكا دي هنا كده. نحرك كده بس الريبليكا دي. ان البود دي مش تابع الريبليكا. نتاخر دي كده. ونجيبهم كده. هلاقي ان تحت الريبليكا خمسة بود. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وهلاقي ان كل بود من الخمسة بود دول عليهم اللي هو اسمه تعالوا نرجع تاني الترمنال بتاعتنا. الطريقة اللي احنا عملنا بها دي طريقة الامبيراتيف. ده تعالوا نتعلم ازاي نقدر نعمل بس بطريقة الدكليرتيف. طريقة الدكليرتيف دي اللي هي تخص اليام الفايل. تعالوا كده نعمل ونعمل لست للريبليكا سيت. ونعمل لست للبودز. تعالوا بقى نفتح الفايل. هلاقي ده الفايل اللي احنا كنا عاملين منه الريبليكا سيت. تعالوا كده نعمل لعدد الريبليكا. ونخليه مسلا مليكن تمانية ريبليكا. ونعمل سيف للفايل ده. ونعمل للفايل ده ابلوي مرة كمان. بس تعالوا نشوف التغيير بتاع الاوتبوت. نضغط على انتر. نلاقي بيقولي ان الريبليكا سيت اللي اسمها دولفن ايد كونفيجرد. المرة اللي فاتت لما انا كتبت الكومند بتاع الابلاي كان يقال لي هنا كرييتد. انما هالمرة دي كونفيجرد. ليه كونفيجرد? لانه هو عمل تغيير بس بسيط. ما عملش كرييت للريبليكا سيت جديدة. فتعالوا تاني كده نعمل لست للبوتز. هلاقي فيه تلاتة بوت جداد اتزودوا معنا. اللي هما التلاتة بوت دول. اول تلاتة بوت. معمولين من اربعة وعشرين ثانية. لو جينا نعمل لست للريبليكا سيت. كده اكتب كده كيوب سيت ال. هلاقي ان الديزارت ستيت تمانية والكورنت ستيت تمانية والريدي تمانية. تعالوا برضو نفتح الطول بتاعتنا اللذيزة. لو جيت برضو كده اعمل زوم قاوت. البوت دي كل مرة بتبقى جوه. هلاقي فيه تمانية بوت تحت الريبليكا سيت. هلاقي كل بوت خارج منها سهم بيشاور على الريبليكا سيت. وكنا قلنا برضو واتفقنا مع بعض ان اي بوت جديدة بتتعامل تحت الريبليكا سيت بتتعامل من مواصفات البوت تيمبلت اللي احنا كاتبينها في اليام الفايل. وكنا كاتبين في البوت تيمبلت ان كل بوت لازم تكون واخدى ليبل اللي هو كان اسمه برضو دي كل واحدة لو جينا نفتح اي واحدة عشوائية كده هنلاقيها واخدى ليبل اسمه ولو جينا نعد دول هنلاقيهم تمانية بود. تعالوا كده نرجع تاني على الترمينل بتاعتنا. تعالوا نعمل كلير. تعالوا نعمل لستة للريبليكا سيت. نبدأ نكتب كده كيوب سيت تعالوا بقى المرة دي نعمل لريبليكا سيت بتاعتنا. هنبدأ نكتب نفس الكومند اللي هو كاسمه كيوب سيت ايل. انا عايز اسكيل ايه? عايز اسكيل ريبليكا سيت. وعدد الريبليكاز ايكوال هي المرة دي بقى تمانية. فانا عايز اعمل سكيل داون. فهقل للعدد البود. هابدأ اكتب تلاتة. نسينا نكتب اسم الريبليكا سيت. اللي هي اسمها دولفين ايد. نضغط على انتر. ليه بيقول لي اسكيل د? تعالوا نعمل لست للريبليكا سيت. هنلاقيها دلوقتي بقت اسكيل داون. تعالوا نعمل لست للبودز. هلاقيهم قالوا بقى تلاتة بود. طفين الخمسة بود التانيين. الخمسة بود اتمسح. وتعمل لهم ديليت. تعالوا نرجع تاني كده على التول بتاعتنا ونبص. هلاقي ان الريبليكا سيت دلوقتي تحتها تلاتة بود. والخمسة بود التانيين اتمسحوا وتعمل لهم ديليت. تعالوا نرجع تاني كده على الترمينل. احنا بقى المرة دي عايزين نعمل ديليت للريبليكا سيت كلها. هنبدأ نكتب كومند اسمه ايه? كيوب سيت ايل. ديليت. وهبدأ احدد ايه اللي انا عايز اعمل له ديليت اللي هو ريبليكا سيت. وبعدين هابدأ اكتب اسم الريبليكا سيت اللي هي اسمها دولفن ايد. نضغط على انتر. هليه بيقول لي ان الريبليكا سيت اللي اسمها دولفن ايد اتعمل لها ديليت. تعالوا كده نعمل لست الريبليكا سيت مش هنلاقي ولا الريبليكا سيت موجودة عندي في الكلوستر. تعالوا نعمل لست للبود هلاقي ان التلاتة بود اللي كانوا تحت الريبليكا سيت اتعمل لهم ديليت. وده معناه ايه? ده معناه ان انا لما باجي اعمل ديليت للريبليكا سيت هيزت نفسها بتتمسح وبتمسح كمان كل البودز اللي موجودة تحتها ده نتعرف على مفهوم جديد مهم جدا في الكوبرنيتز واللي هو اسمه الديبليمينت هو من ضمن الكوبرنيتز اوبجيكت وبنقدر نستخدمه علشان نقدر نعمل مانيج للبودز عن طريق الريبلي كاسد دلوقتي ولكن احنا عندنا بودز زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده ان علشان اقدر اعمل الريبلي كاسد دي بقدر اعمل لها من خلال حاجة اسمها الريبلي كاسد واحنا عارفناها مع بعض قبل كده الريبل كاسد مهمتها ايه مهمتها ان هي بترائب الريبيل اللي تحتها علشان لو في اي بود حصل لها فيل او في اي بود مستحد بتقدر تعمل كرية البود جديدة طب دلوقتي كمان في حاجة جديدة بتقدر تعمل من يلريبال الكاسد واللي هي اسمها فالديبلويمنت هي بتقدر تعمل منيج للبودز دي من خلال الريبلي كاست ومش كده بس ده بنجرد لما بعمل كريت للديبلويمنت هي اوتوماتيك بتعمل كريت للريبلي كاست والريبلي كاست هي من خلالها بتقدر تعمل كريت للبودز وكمان بتقدر تعمل منيج للبودز وكمان الديبلويمنت بتقدر تقارن ما بين حاجة اسمها وما بين الديزيرت ستيت وزي ما عرفنا مع بعض قبل كده. ولو الكورنت ستيت والدزيرت ستيت مش متساويين. الديبلويمينت كنترولر بيبدأ يحاول يخليهم متساويين. طب تعالوا كده نعرف الفرق ما بين الديبلويمينت وما بين الريبليكا ست. احلى كنوا عرفنا مع بعض قبل كده ان الريبليكا ست مهمتها ايه? مهمتها ان هي بتعمل للبودز. يعني ايه? يعني لو في بود اتماسحت او حصل لها اي مشكلة. الريبليكا ست بتقدر تعمل كرية لبود جديدة مكان البود اللي اتماسحت دي. لحد هنا ده اللي احنا كنا تعلمناه مع بعض قبل كده. الجديد بقى اللي هو الديبلويمينت. الديبلويمينت دي بتبقى موجودة فوق الريبليكا ست. يعني ايه? يعني الديبلويمينت بيقدر يعمل مانج للريبليكا ست وبيقدر يعمل مانج للبودز. ومش كده وبس ده كمان الديبلويمينت بتقدر تعمل مانج لواحد ريبليكا ست او ممكن تعمل مانج للاثنين ريبليكا ست. وهنتعرف عليهم برضو قدام شوية. الديبلويمينت لها شوية مميزات او لها شوية فيو تشيرز مش موجودة في اللي استمار الريبيكا ست علشان كده الكورنيتس عملت لينا حاجة اسمها وزودت فيها شوية زيادة عن الريبليكا ست. اول حاجة بتقدر تعمل الربليكاسيت اللي احنا عرفناها مع بعض قبل كده فمن خلال اللي موجودة تحت الربليكاسيت. وكمان ميزة مهمة جدا من ضمن مميزات مش موجودة في ان انا من خلال اقدر اعمل بتاعي بمعنى ايه بمعنى دلوقتي ان انا لو عندي ديبلويمنت دي موجودة تحتها والريبليكا ست دي موجود تحتها والبوتز دي مفروض ان هي شايلة بتاعي واليكن مثلا ان هو ويب سايت فانا دلوقتي عملت ابدت او عملت ابدت لصفحة الهومبيج فمن خلال مقدر اعمل ابدت للابليكيشن بتاعي اللي موجود جوه البد من غير اي بمعنى ايه بمعنى ان انا لو ما كانش عندي وكان عندي بس فانا لو عايز اعمل ابدت للابليكيشن بتاعي من خلال بس فما كانش هينفي كان ايه اللي كان هيحصل اللي كان هيحصل ان انا كنت هعمل خالص وهبدأ اعمل جديدة فساعتها هيكون في داون تايم واليوزرز مش هيقدروا يعملوا اكسس للابليكيشن بتاعي في الوقت بتاع الجديدة فعلشان كده جه مفهوم جديد واللي هو فمن خلال اعمل ابدت للابليكيشن بتاعي اللي موجود جوه البد من غير اي داون تايم خالص ومش كده بس دا كمان انا لو عملت الابديت ده ولقيته ان هو مش ستيبل او لقيت ان هو في مشكلة اقدر اعمل حاجة اسمها بكل سهولة يعني ايه يعني ان انا ارجع تاني للفرجن القديم اللي هو كان وكان ليوزرز مش بيشتكوا منه وزي ما قلنا ان انا بقدر اعمل عملية الابديت سواء كان الرول قوت او سواء كان من غير اي داون تايم للابليكيشن بتاعي وكمان بتقدم لي كزا استراتيجي اقدر استخدمها في عملية الابديت وهنتعرف عليهم قدام شوية فاللي احنا عايزين نتأكد ان احنا نكون فيه منها كويس الفرق ما بين وما بين الريبليكيشت فيها شوية مميزات زيادة مش موجودة في الريبليكيشت فعلشان كده هم عملوا حاجة اسمها فاستخدموا مميزات ومميزات الريبليكيشت مع بعض لان من خلال بيتعمل ريبليكيشت اوتوماتيك تب تعالوا ان نتعلم ازاي نقدر نكتب يعمل الفايل خاص بالديبلويمنت وبالم copies اختصار كلمة حاجة اسمها كلمة اختصار لكلمة ده اليام الفايل الخاص باليلي احنا كنا اتعلمنا مع بعض برضه قبل كده ولازم نركز في حاجة مهمة فيتيام الفايل ده هو ده اللي نatteيه للبد تعالوا دلوقتي نبدأ نتعلم اليام الفايل الخاص بال 외بل اول حاجة كنا اتعلمناها بنبدأ نكتبها والا هي اسمها اتييت اي فيرجن الخاص بالديبلويمنت حاجة اسمها سلاش والكايند بيبقى والدي لازم تبقى كابتل وبعد كده بنبدأ نكتب وبعدين بنبدأ نكتب تحت النيم والنيم ده زي مع التعليمنا ما عاد قبل كده ان هو بيبقى خاص بالديبلويمنت وبعد كده بنبدأ نكتب حاجة اسمها الليزبيك والليزبيك دي بنبدأ ان نحدد تحتها التلات حاجات اساسيين واللي هما اول حاجة هي وتاني حاجة وتالت حاجة اللي هي واليامل الفايل الخاص بالدبلويمنت يعتبر شبه جدا اليامل فايل بتاع فهنبدأ نحدد التلات حاجات دول تحت فاول حاجة هنبدأ نحددها حاجة اسمها والريبليكاز دي بترفرنس العدد البودز اللي انا عايز اعملهم تحت اللي هو بمعنى صح تحت الريبليكازت بعد كده بنبدأ نكتب حاجة اسمها اللي هي وهنسيبها دلوقتي فاضية هنبدأ نكتبها بعد ما بنكتب البود بعد كده هنبدأ نكتب حاجة اسمها وتحت دي بتكون مواصفات البود اللي هيتعامل لها تحت فمواصفات البود دي هاخدها منين هاخدها من يامل الفايل الخاص بالبود فهبدأ انقل من اول جزء الميتا داتا لحد تحت خالص هبدأ انقله تحت جزء التمبلت وحاجة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها ان احنا لازم نسيب مسافتين زيادة من بعد التمبلت وزي ما اتفقنا برضو مع بعض قبل كده ان الاسم ده ممكن اشيره عادي جدا بعد كده ببدأ اكتب الليبل والليبل ده اللي انا هاديه على كل بود هتتعامل تحت وبعد كده ببدأ اكتب حاجة اسمها والليسبيك دي بتكون مواصفات الكونتينر اللي هتتعامل جوه البود فالكونتينر هيكون اسمه وهيتعامل من اسمها فهيبقى كده في حاجة نقصها واللي هي والسليكتور دي بنبدأ نكتب تحتها حاجة اسمها دي زي اللي احنا كنا كتبناها قبل كده في الامل الفايل الخاص بالريبل كاست وتحت نبدأ نكتب نفس الليبل اللي انا ميديه للبود اللي هو ده اللي هو انف اكون برو دكشن لازم اكتب في السليكتور نفس الليبل اللي انا ميديه للبود طب تعالوا كده برضو ناخد الامل الفايل الخاص ده ونتعرف عليه بتفاصيل اكتر شوية ده الامل الفايل الخاص باللي احنا اتعلمناه مع بعض دلوقتي اول حاجة واللي هي ددي بتبدأ تعمل ايه ؟ بتبدأ تعمل دIбلي كاست اللي هو بيكون شكلها ده حاجة مهمة برضو في الامل فايل حاجة اسمها الربلي كاس concerned IT عددها تلات الربلي كاس دي بتبدأ تعمل لي ايه بتبدأ تعمل لي ريت للربل كاست زي ما احنا شايفين كدهربلي كاست دي بتكون تحت دديبلي يعني دي دي الحاجة الكبيرة الاساسية ولل تحتها هو الربلي كاست وبعد كده في حاجة اسمها البوت تيمبلت والبوت تيمبلت دي بتبدأ تعمل لإيه بتبدأ تعمل لكريت للبوتز وطبعا عدد البوتز ده بيتكون متحدد فين بيكون متحدد هنا وحاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ان هو هنا عمل تلات نسخ من الكونفيجريشنز اللي انا كاتبها هنا عشان كده عمل بوت اولانية وادها ليبل اللي هو اسمه وعمل البوت تانية وادها نفس الليبل وعمل بوت تالتة وادها نفس الليبل طب مين اللي بيعمل للبوتز دي اللي هي حاجة اسمها الريبليكا ست وحاجة مهمة لازم نخلي بالنا منها ان رقم تلاتة ده بيريفرنس لايه بيريفرنس ان هو بيقول للريبليكا ست لازم يكون تحتك تلاتة بود اكتف وروننج وشغالين والريبليكا ست دي بتعمل منج للبوتز اللي ليهم ليبل وبعد كده مين اللي بيعمل منج للريبليكا ست دي حاجة اسمها الدبلويمنت الدبلويمنت دي بتعمل ايه بتعمل منج للريبليكا ست وكمان بتعمل منج للبوتز اللي عليهم ليبل اسمه فيبقى كده ماشي من فوق لتحت ان الدبلويمنت بتعمل منج للريبليكا ست والريبليكا ست بتعمل منج للبود ويعتبر الديبلويمنت بيعمل منج للاتنين دول طب تعالوا برضو نشوف اسم الديبلويمنت واسم الريبلي كاست واسم البود بيبقى ماشي ازاي انا دلوقتي عملت كريت لديبلويمنت واللي يكون هي اسمها دولفن ايد فهو عمل كريت لديبلويمنت وسماها دولفن ايد ودولفن ايد ده اسم الديبلويمنت وكنا قلنا ان انا بمجرد لما بعمل كريت لديبلويمنت اللي بيحصل اوتوماتيك اللي بيحصل ان الديبلويمنت بتعمل كريات للريبلي كاست اسم الريبلي كاست عبارة عن ايه عبارة عن اسم الديبلويمنت واسم الخاص بالريبلي كاست وقلنا برضو ان الريبلي كاست بتبدأ تعمل كريات لبودز فالبودز بيكون اسمها عبارة عن ايه بيكون اسمها عبارة عن تلات اجزاء اول جزء اللي هو اسم الديبلويمنت والتاني جزء اللي هو اسم الريبلي كاست اللي هو هنا ده وبعدين تالت جزء بيكون اسم البود فيبقى كده اسم البود مكون من ثلاث اجزاء والسيكونس ده بيمشي في كل البود اللي بتبقى موجودة تحت الريبل كاست واسم البود بيبقى معمول بالشكل ده ليه علشان بمجرد لما شوف اسم البود ده اكون عارف هي تابع مين هي تابع ريبل كاست مين وهي تابع ديبلويمنت مين طب تعالوا نتعلم مع بعض شوية كومنتز الخاصة بالديبلويمنت احنا تعلمنا مع بعض ان احنا ازاي نقدر نعمل كرية ليام الفايل خاص بالديبلويمنت والطريقة دي بتسمى الدكليراتف طب تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نقدر نعمل كرية لديبلويمنت بس بطريقة الامبراتف فبنبدأ نكتب ده اللي هو اسم كيوب ست ال كرييت ديبلويمنت وبعدين بنبدأ نكتب اسم الدبلويمنت وبعدين بنبدأ نحدد اللي هيتعمل منها الدبلويمنت وبعدين بنبدأ نحدد عدد الريبليكا فالكومند ده هيبدأ يعمل لي ايه هيبدأ يعمل لي كرييت لديبلويمنت جديدة تاني كومند معنا اللي هو اسمه كيوب ست ال جيت وده هيبدأ يعملي اللي موجودة عندي في الكلاستر تالت معنا اللي هو اسمه وبعدين بنبدأ نكتب اسم وده هيبدأ يعمل ايه ده هيبدأ يطلع لمعلومات زيادة عن بتاعتي اخر معنا واللي هو اسمه وبعدين بنبدأ نكتب اسم والقمد ده هيبدأ يعملي وبمجرد لما بعمل للهل بيعمل لكل حاجة بتبقى موجودة تحت بمعنى ايه بمعنى ان هو بيبدأ يعمل للبودز اللي بتبقى موجودة تحت انا دلوقتي عايزة ابدأ اعمل وزي ما تعلمنا مع بعض برضو قبل كده ان في طريقتين قادر اعمل بهم اول حاجة اللي هي طريقة وتاني حاجة اللي هي طريقة هنبدأ نتعلم مع بعض اول حاجة بطريقة هنبدأ كده نكتب امبراتيب طريقة دي معناها يعني معنى كده ان انا عايز اعمل بس بالكومند لين كنا بنكتب كومند اسمه كيوب سي تيل كريت دي بلويمنت وممكن اكتب دي بلويمنت بالشكل ده او ممكن اكتب الاختصار بتاع كلمة دي بلويمنت والاختصار بتاعها اللي هو دي بلوي وبعد كده بابدأ اكتب اسم دي بلويمنت وبعدين بابدأ احدد اسم الامج فبابدأ اكتب داش داش امج اكول والي اكون انا هستخدم امج اسمها انجين اكس وبعدين هبدأ اكتب داش داش ريبليكاز وابدأ احدد عدد الريبليكا فان هبدأ استخدم تلاتة ريبليكا واضغط على انتر كده بيقول لي ان الدي بلويمنت اللي اسمها نيو دي بلويمنت اتعامل لها كرية طب تعالوا نعمل لست لتبليمنت فانبدأ نكتب كومند اسمه ايه نبدأ نكتب كومند اسمه كيو بستة ال جت دي بلويمنت او مو كن اكتب جت بلوي برضو اضغط على انتر هلاقي بيقول ان في دي بلويمنت واحدة موجودة واللي هي اسمها نيو دي بلويمننت والريدي تلاتة على تلاتة والابتو ديت تلاتة والابوليبل تلاتة واللي هي اتعاملت من تسعتاشر ثانية. وتلاتة دي بترفير لايه? بترفير لعدد الريبليكة اللي انا حددتها هنا. طب تعالوا كده نكتب نفس الكومند بتاع اللي هو كان ده. بس المرة دي هنبدأ نزود حاجة اسمها داش داش دروي داش رون داش او يامل داش داش دروي رون دي معناها ايه? يقول الكوبرنيتس انا مش عايزك تنفز لي ده. طب داش او يامل كان معناها ايه? كان معناها ان انا بقول له انا عايزك تعرض لي ده بس بطريقة اليام الفايل. فما عندنا الكومند ده كده كله على بعضه ايه? معناها ان انا بقول للكوبرنيتس انا مش عايزك تنفز لي ده وعايزك تطلعه لي بشكل يامل فورمات. فتعالوا كده نضغط على انتر. هنلاقيه هنا دلوقتي عملي اليام الفايل بتاع الديبليمت. اللي احنا هنبدأ نتعلم مع بعض دلوقتي ازاي نقدر نكتب اليامي الفايل بتاع الديبليمت. تعالوا كده نعمل كلير. تعالوا تاني نعمل لست للديبليمت. تعالوا طيب نعمل دليت للديبليمت اللي اسمها نيو ديبليمت. الكومند الدليت كان اسمه ايه? كان اسمه كيوب سيتيال. دليت ديبليمت. وبعدين بنبدأ نكتب اسم الديبليمت. وبعدين نضغط على انتر. هنلاقيه دلوقتي بيقولي ان الديبليمت اللي اسمها نيو ديبليمت اتعمل لها دليت. لو جينا تاني ان احنا نعمل لست للديبليمت. هنلاقيه دلوقتي بيقولي مفيش ديبليمت موجودة في بتاعتي. فتعالوا دلوقتي نتعلم الطريقة التانية بتاعت الكريت ديبليمت واللي هي كانت اسمها ديكليراتيف. فتعالوا كده نعمل كلير. هنتعلم طريقة اسمها ديكليراتيف. عشان اقدر اعمل كريت لديبليمت. فاول حاجة دلوقتي هنبدأ نعملها هنبدأ نروح نفتح ال vi اس كود عشان نبدأ نكتب اليام الفايل الخاص بالديبليمت. اول حاجة هنبدأ نكتبها في اليام الفايل اللي هي اسمها فهنبدأ نكتب وبعدين هنبدأ نكتب اللي احنا نستخدمه علشان نقدر نعمل كريت فكان كان اسمه وبعدين تاني حاجة كنا بنبدأ نكتبها حاجة اسمها والكايند ده انا ببدأ حدد نوع اللي انا عايز اعمل له كريت فانا عايز اعمل كريت لديبليمت فهنبدأ نكتب بالشكل ده وطبعا الدي بتبقى كابتل تالت حاجة كنا بنكتبها واللي هي اسمها الميتا داتا فهنبدأ نكتب كده ميتا داتا وتحت الميتا داتا كنا بنبدأ نكتب حاجة اسمها النام والنام ده بيكون اسم الديبليمت فانا عايز اسمي الديبليمت دي وبعدين انا هدي ليبل للديبليمت دي فهبدأ اكتب حاجة اسمها الليبلز فالليبل اللي انا هديه للديبليمت والليكن هسميه نقطتين فوق بعض بعدين هابدأ ارجع وراء وبعدين هابدأ اكتب حاجة اسمها الليزبك الليزبك دي هبدأ انزل على سطر جديد واسيب مسافتين وهبدأ احدد عدد الريبليكاز فهبدأ اكتب كده الريبليكاز وبعدين هبدأ احدد عدد الريبليكا فانا عايز تلاتة ريبليكا وهنزل على سطر جديد وهبدأ اكتب حاجة اسمها وتحت برضو هنزل سطر جديد واسيب مسافتين بعدها وهبدأ اكتب حاجة اسمها الماتش وهنزل على سطر جديد واسيب برضو مسافتين وهبدأ اكتب الليبل وليكن انا عايز اسمه نقطتين فوق بعض والليبل ده لازم يكون نفس الليبل اللي انا هاديه للبود فانا هنزل على سطر جديد وهبدأ ارجع وراء كمان خطوة وراء على نفس الخط السلكتور وهبدأ اكتب حاجة اسمها التمبلت وهنزل على سطر جديد واسيب برضو مسافتين من بعد التمبلت واحد اتنين وهنا هبدأ اكتب الموصفات بتاعة البود اللي هيتعمل لها كريت تحت فانا هنا هبدأ اكتب حاجة اسمها الميتا داتا وتحت الميتا داتا هبدأ اكتب حاجة اسمها الليبلز والليبل اللي انا هكتبه للبود لازم يكون نفس الميتش بتاع الديبلويمنت فانا هكتب هنا نفس الليبل فهبدأ اكتب اندف نقطتين برود وبعدين هنزل على سطر جديد وهارجع خطوة وراء وهارجع كمان خطوة وراء وابدأ اكتب حاجة اسمها الليسبك وبعدين هكتب تحتها كونتينر وبعدين هكتب تحت الكنتينر النام والنام ده هيكون الاسم الخاص بالكنتينر فانالي يكون انا هسميه انجين اكس وبعدين هبدأ انزل على سطر جديد وهكتب حاجة اسمها الامج وانا عايز الامج انجين اكس برضو وبكده انا كتبت اليامل فايل الخاص بالديبلويمنت فتعالوا نطلع فوق كده ونرجع عليه هنا انا حددت الفيرجن اللي انا عايز استخدمه فطبعا علشان انا عايز اعمل كريت اللي هو اسمه وبعدين هنا بنبدأ نحدد اسم لو انا عايز ادي وبعدين هنا بنبدأ نكتب الليسبيك دي بيتكتب تحتها التلات حاجات اول حاجة اللي هي وتاني حاجة وتالت حاجة اول حاجة انا هنا بقول له انا عايزك تعمل لي كريهة لتلاتة وكلمة تلاتة دي معناها ايه ده معناها ان انا بحدد للدبلويمنت عدد البودز اللي يفضلوا روننج على طول طول الوقت بمعنى ان لو في اي بود حصل لها مشكلة واتمسحت الدبلويمنت لازم تحافظ ان يبقى فيه تلاتة بود شغالين طول الوقت فساعتها ايه اللي هيحصل ساعتها الدبلويمنت هتبدأ بتاعمل كريهة لبود جديدة مكان اللي اتمسحت ويجي تاني جزء اللي هو جزء السليكتور ده معناها برضو ان انا بقول للدبلويمنت انا عايزك تختار لي البودز اللي عليههم ليبل اللي هو اسمه انف بروداكشن وتالت جزء بيتكتب تحت اللي هو اسمه البود تيمبلت والبود تيمبلت دي انا ببدأ احدد مواصفات البود اللي هيتعمل لها كريهة تحت الدبلويمنت اللي هي برضو هيتعمل منها تلات نسخ بمعنى ايه بمعنى ان المواصفات اللي انا محددها هنا دي هيتعمل منها تلات نسخ على نفس العدد اللي انا كتبه هنا فانا هنا ببدأ احدد الميتا داتا وهنا ببدأ اقول له اي بود انت هتعمل لها كريهة لازم تديها ليبل اللي هو اسمه انف بروداكشن وهنا انا ببدأ احدد مواصفات الكنتينر اللي هو سواء كان اسم الكنتينر او سواء كان الامج اللي هيتعمل منها الكنتينر فاحنا دلوقتي هنبدأ ناخد اليام الفايل ده كده كوبي وهنبدأ دلوقتي نروح على التين من البتاعتنا تعالوا نبدأ نعمل كريهة لفايل فهنكتب فيم ده نوع الاديتور وقالياكن انا عايز اعمل فايل وهسميه دبلوي.يامل ونضغط على انتر تعالوا ننقل اليام الفايل اللي احنا اخدناه كوبي ده اليام الفايل تعالوا نعمل له وصيف وبعدين هنعمل له ابلوي فهنكتب كيوب سيتل ابلوي داش اف دبلوي.يامل هنضغط على انتر هنا بيقول لي ان الديبلويمنت اللي اسمها دولفين ايد اتعمل لها كريهة تعالوا نعمل كلير احنا دلوقتي عايزين نعمل لست للديبلويمنت هنبدأ نكتب كماند اسمه ايه هنبدأ نكتب كماند اسمه كيوب سيتل جيت دبلويمنت وزي ما اتفعنا برضو قبل كده ان احنا ممكن نكتب الاختصار بتاع دبلويمنت تعالوا كده نجرب مع بعض جيت دبلوي هنلاقي ان في دبلويمنت اسمها دولفين ايد وهنلاقي الريدي تلاتة على تلاتة وهنلاقي ابتو ديت تلاتة برضو وهنلاقي الافيليبل تلاتة والايدج معمولا من واحد واربعين ثانية احنا كنا اتفعنا برضو قبل كده ان انا بمجرد لما بعمل كريهة لديبلويمنت ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان بتبدأ تعمل كريهة للريبلي كاست فتعالوا كده نعمل لست للريبلي كاست جيت ار اس هلاقي في ريبلي كاست موجودة واللي هي اسمها دولفين ايد داش واسم كده فده معناه ايه معناه ان اسم الريبلي كاست بيبدأ باسم الديبلويمنت فد اسم الديبلويمنت اللي هو اسم دولفين ايد فلازم الريبلي كاست اللي هتكون تحت الديبلويمنت لازم تبدأ باسم الديبلويمنت فزي ما احنا شايفين كده ان اسم الريبلي كاست اسم الديبلويمنت وبعدين داش وبعدين اسم الريبلي كاست واتفقنا برضو قبل كده ان الريبلي كاست بتبدأ تعمل كريت لايه? بتبدأ تعمل كريت لبودز. فتعالوا كده نعمل لست للبودز. هنبدأ نكتب في يوب سيتل. هلاقي ان فيه تلاتة بود معايا. موجودين وروننج. ولو جينا برضو نلاحظ اسم البودز عبارة عن ايه? عبارة اول حاجة عن اسم وبعدين داش وبعدين اسم الريب لكا ست وبعدين داش وبعدين اسم البود. او بمعنى تاني برضو ممكن نعتبر اسم الود هو عبارة عن اسم الريب لكا ست كلها وبعدين اسم البود. طب تعالوا كده برضو نفتح الميني كيوب داش بورد ونشوف شكل فيها عامل ازاي? انا دلوقتي فتحت الميني كيوب داش بورد هنلاقيه هنا بيقولي في الستيتس بتاعت الورك لود ليه بيقولي ان في وحدة روننج وان في وحدة ريب لكا ست روننج وهنلاقي برضو بيقولي ان في تلاتة بود روننج. ولو نزلنا تحت هنلاقيه بيقولي الديبلويمنت هنلاقيه بيقولي ان في واحدة ديبلويمنت وهنلاقيه بيقولي في جزء البود هنلاقيه بيقولي ان في تلاتة بود موجودين وفي جزء الريب لكا ست هنلاقيه بيقولي ان في واحدة ريب لكا ست موجودة. وفي حاجة مهمة جدا لازم نلاحظها ان الديبلويمنت اللي هي اسمها دولفن ايد هي معمولة من ايمج اسمها ومعمولة من اسمه لو جينا نبص على لاقي برضو ان اللي موجود على كل بود اللي هو اسمه ايه? اللي هو اسمه هنا برضو ولو جينا ننزل تحت في جزء الريبليكا سيت هلاقيه بيقول لي برضو ان الريبليكا سيت دي واخد اسمه تعالوا نطلع فوق كده ونضغط على قال ايه هنا بيطلع لي مواصفات اكتر عن اللي هو اسم والنيمز بيس وتعاملت من امتى والاتج بتاعها معمول بقاله والليبل اللي هي واخداء ولو نزلنا تحت برضو اللي بيقول لي الريبليكا سيت اللي موجودة تحت الديبلويمنت ولو ضغطت هنا هيطلع لي مواصفات الريبليكا سيت وهنا ده الليبل ولو نزلنا تحت برضو هنلاقي دي الخاصة بالديبلويمنت تعالوا نطلع فوق نرجع تاني على فبمجرد لما انا عملت اللي حصل اللي حصل ان عملت اللي هي دي والريبليكا سيت عملت تعالوا كده برضو نفتح الطول بتاعتنا اللذيذة علشان نبدأ نشوف شكل فيها عامل ازاي وده شكل الديبلويمنت هنا هنا بيقول لي ان دي الايكون بتاعت الديبلويمنت ودي موصفات الديبلويمنت هلاقي اللي هي اسمها دولفين ايد وهلاقي دي الديبلويمنت هو عبارة عن ايه عبارة عن اسم الديبلويمنت في الاول وبعدين داش وبعدين اسم الريبليكا سيت ذات نفسها وهلاقي برضو ان الريبليكا سيت واخدى ليبل اسمه ايه نلاقيها واخدى ليبل اسمه اند في اكوال برودكشن وهلاقي بقى ان اللي تحت الريبليكا سيت ايه هنلاقي اللي تحت الريبليكا سيت تلاتة بود لو جينا كده نبص على كل بود هلاقي ان دي بود وده الاسم بتاعها والبود واخد الابل اسمه env equal production وهكذا في الابل دي وهكذا في الابل دي فده معناه ايه؟ معناه ان التلاتة دول مرتبطين بالريبلي كاست والريبلي كاست مرتبطة بمين؟ زي ما احنا شايفين مرتبطة بالديبلويمنت تعالوا هنا برضو نعمل list للبودز بس المرة دي هنعمل show للابلز فهنكتب command كان اسمه ايه؟ هنبدأ نكتب command اسمه cube ctl get boots dash dash show dash label هنضغط على enter هي كانت labels هنضغط على enter هنلاقيه بيقول لي ان كل بود واخد الابل اللي هو اسمه env equal production هنلاقيهم هم التلاتة واخدين نفس اللابل تعالوا كده نعمل clear تعالوا نعمل list للدبلويمنت هنبدأ نكتب command اسمه cube ctl get deployment هنضغط على enter انا دلوقتي عايز اشوف معلومات ازياد عن اللي هي اسمها فهنبدأ نكتب command اسمه cube ctl describe deployment وبعدين هنبدأ نكتب اسم اللي هو اسمه وبعدين نضغط على enter على ايد دلوقتي بيطلع لي معلومات ازياد عن اللي هي اسمها اول حاجة هيبدأ يقول لي اسم اللي هي اسمها دولفين ايد والنامس بيس اللي معمولة فيه فهي معمولة في وده اللي واخدها والسلكتور الخاص بالدبلويمنت ده معناه ايه ده معناه ان انا ببدأ احدد للدبلويمنت ايه هي اللي تكون موجودة تحت فده معناه ان انا بقول له انا عايزك تختار اللي واخدها اللي هو اسمه env equal production. وده الجزء الخاص بالريبليكة ففيه دلوقتي تلاتة وتلاتة 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 وما فيش ولا واحدة ولو نزلنا تحت شوية هلاقي دي المواصفات الخاصة بالبود تيمبلت ده معناه ان اي بود هتتعامل تحت هتكون بالمواصفات اللي انا محددها هنا فده معناه ايه ده معناه ان اي بود هيتعمل لها كريت لازم تكون واخده اللي هو اسمه env equal production وهتكون اسمها انجين اكس وهتكون الامج بتاعها انجين اكس برضو. وده الجزء الخاص بالايفنتز بتاعت الدبلويمنت. تعالوا كده نعمل كلير. تعالوا كده تاني نعمل لست للديبلويمنت. وبعدين تعالوا نعمل لست للريبليكة ست. هنبدأ نكتب. تعالوا دلوقتي كده نجرب نعمل دليت للريبليكة ست اللي هي موجودة تحت الدبلويمنت دي. تعالوا كده ناخد بالنا ان الاج بتاع الريبليكة ست قد ايه تلاتاشر مينت. تعالوا بقى كده نعمل دليت للريبليكة ست دي. فهنكتب command اسمه ايه. نبدأ نكتب command اسمه كيوب ست ال. دليت. وهنبدأ نكتب اسم الريبليكة ست. ونضغط تاني كده على انتر. ونعمل لها كده تاني بسرعة. هلاقي ان اللي اسمها عملت للريبليكة ست جديدة بسرعة جدا. وتعاملت من قد ايه تعملت من ثانيتين. طب تعالوا كده برضو نعمل لست للبودز. هنبدأ نكتب كيوب لو جينا برضو ناخد بالنا اللي حصل اللي حصل اننا لما مسحت الريبليكة ست مسحت كمان كل البودز اللي موجودة تحتها. وبرضو اللي حصل اللي حصل ان اللي هي اسمها عملت كريات للريبليكة ست جديدة والريبليكة ست الجديدة عملت كريات للبودز جديدة برضو. ولو جينا ناخد بالنا ان بتاعهم ستة وتلاتين سانية. طب تعالوا كده نجرب نعمل تاني كده وناخد بالنا بس المرة دي هنشوفها من التول اللذيذة بتاعتنا. فهنبدأ نكتب نفس بتاع الديليت. اللي هو اسمه كيوب ست ال. دليت ار اس. وهنبدأ ناخد اسم الريبليكة ست. وهنحطه هنا. تعالوا كده ناخد بالنا من اسم البودز. هلاقي في واحدة اخرها تسعة ار واس تسعة وام كي. نضغط كده تاني على انتر ونفتح الطول بتاعتنا كده بسرعة. هلاقي ان الريبليكة ست اتعمل لها كريات تاني كده بسرعة. وان في بودز جديدة اتخلقت معنا. وباسماء تانية جديدة غير اللي كانت موجودة قبل كده. تعالوا كده نرجع تاني على الترمينال ونبص عليهم تاني. تعالوا كده تاني نعمل لست للبودز. هلاقي ان في بودز جديدة اتعملت معنا باسماء تانية مختلفة. لو جينا نركز كده على الاسماء دي. تلي كانت موجودة قبل كده. ودي الاسماء اللي موجودة دلوقتي. فده كده معناه ايه? ده كده معناه ان ان انا لما بمسح الريبليكة ست البودز اللي بتبقى موجودة تحت الريبليكة ست هي كمان بتتمسح. وبمجرد لما الريبليكة ست بيتعمل لها كريات من تاني برضو الريبليكة ست بتبدأ تعمل كريات لبودز جديدة تاني. طب تعالوا كده دلوقتي نجرب نعمل دليت لبودز واحدة كده. نبدأ كده نعمل وتعالوا نعمل لست تاني للبودز. تعالوا كده نجرب نمسح اي بود ونبدأ كده نمسح اي واحدة وليكن دي. هلاقي ان البود اللي انا مسحتها اخيرها تعالوا كده نعمل لست تاني للبودز هلاقي ان مفيش بودز اسمها اكس ان وهلاقي ان في بودز جديدة اتعاملت معانا والا هي دي علشان ان هي اتعاملت من سبعتاشر ثانية. اخر حاجة تعالوا نجرب نعمل لست للديبلويمنت. تعالوا بقى دلوقتي نجرب نعمل دليت للديبلويمنت دي. فهنبدأ نكتب command اسمه ونضغط على enter. حاجة مهمة بقى لازم نخلي بالنا منها ان احنا بمجرد لما بنعمل دليت للديبلويمنت اي حاجة بتبقى تحت بتتمسح معانا. ده معنا ايه? تعالوا كده نجرب نعمل لست للديبلويمنت مش هنلاقي ولا ديبلويمنت موجودة. طب تعالوا كده نجرب نعمل لست للريبليكا ست. مش هنلاقي برضو ولا ريبليكا ست موجودة. تعالوا برضو نعمل لست للبودز. مش هنلاقي برضو ولا بود موجودة. فده معناه ايه? ده معناه ان انا بمجرد لما بعمل دليت للديبلويمنت اي حاجة بتبقى موجودة تحت الديبلويمنت بتتمسح. معنا كده ايه? معنا كده ان الريبليكا ست اللي بتبقى موجودة تحت الديبلويمنت هي كمان بتتمسح. والبودز برضو اللي بتبقى موجودة تحت الريبليكا ست هي كمان بتتمسح. تعالوا في الاول نعرف احنا ليه اصلا محتاجين نستخدم السيرفيس جوه الكوبرنيتز. وليكن دلوقتي ده الكلاستر بتاعنا وجوه الكلاستر بتاعنا جوه الدبلويمنت والدبلويمنت دي بتتكون من تلاتة بود واحنا كنا عارفنا مع بعض قبل كده ان جوه التلاتة بود جواههم واحد بس. وليكن مسلا ونقدر نعتبره ان هو وعارفنا مع بعض برضه قبل كده ازاي كل بود بتقدر تاخد الاي بي بتاعها فوليكن ان البود دي واخد اي بي ده وان البود الثانية واخد اي بي ده والبود الثالثة اي بي ده لحد دلوقتي محدش يقدر يكسسس اللي موجود جوه ده غير من جوه الكلاستر بتاعي فوليكن دلوقتي او الشخص اللي موجود جوه الكلاستر حابب ان هو تشيك على الموجود جوه البود دي فهو علشان يقدر يعمل كده بيكتب ايه? فمungkin نكتب اللي هو اسمه كيرل. وبعدين يبدأ يكتب اي بي اي بود وبعدين يكتب البورد. والبورد ده مففود ان احنا بنكون محددينه جوا الى بود يامل فايل. فوليا كن دلوقتي احنا كتبنا الي يخص البود الاولينية اللي هي دي. فاول ما اكتب ده. ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان انا هقدر الابليكيشن الموجود جوه ده. طيب دلوقتي في مشكلة معنا وايه هي المشكلة? دلوقتي ان انا قدرت الابض الاولينية دي بس. طيب لو البود دي حصل لها اي مشكلة وباقي تفيل. اللي هيحصل اللي هيحصل ان البود دي هتتمسح اوتوماتيك. والديبلوي من توري بلي كاست هيبدأوا يخلقوا بود جديدة. والبود الجديدة اللي هي هتبدأ تتعامل هتتعمل باي بي تاني جديد. فالاي بي الجديد اللي تعمل للبود دي اللي هو عشر دوت ماتين اربعة واربعين دوت تلاتة دوت تلاتة وعشرين. فدلوقتي الاي بي الاولاني اللي احنا كنا بنقدر ناكسز منه للابليكيشن ما عادش موجود جوه الكلاستر بتاعي. فهو لي دلوقتي انا لو جيت اكتب نفس الكومند الاولاني اللي انا كتبته فوق ده. ايه اللي هيحصل? اللي هو هيديني ارور. ليه? لان دلوقتي البود اللي كانت موجودة هي ما عادتش موجودة. طب دلوقتي ايه المشكلة? المشكلة ان انا ما قدرتش دلوقتي استخدم الفيتشيرز اللي بتقدمهاي للديبلويمينت واللي هي ايه? واللي هي بتبدأ تعملي كزا من بتاعي. يعني وليكن ان انا دلوقتي محتاج حاجة باي بي ثابت. والاي بي ده يقدر يوزع الترافك على التلاتة بود دول انما في الحالة دي انا كنت بستخدم ابليكيشن على بود واحدة بس. فاللي احنا محتاجينه دلوقتي حاجة الاي بي بتاعها يبقى ثابت وفي نفس الوقت تقدر توزع الترافك على التلاتة بود اللي موجودين هنا دول. فعلشان كده ييجي دور حاجة اسمها السيرفز. السيرفز دي بتبقى مرتبطة بالتلاتة بود دول عن طريق الليبلز والسلكتورز بنفس مفهوم الدبلويمينت. علشان واحنا كنا بنعمل كريات للدبلويمينت. كنا بنكتب في اليام الفايل ايه? كنا بنكتب في اليام الفايل ان احنا بنحط لكل بود وفي نفس الوقت بنحط على على علشان تقدر تختار التلاتة بود دول بس مش اي بودزة تانية موجودة جوه الكلاستر بتاعنا. فبنفس المفهوم ده السيرفز بتشتغل. بتشتغل ازاي? ان انا ببدأ اكتب في اليام الفايل جوه السيرفز حاجة اسمها السلكتورز. وجوه السلكتور ده ببدأ انده على الليبلز اللي انا اديتها للبودز دول. فعلشان كده السيرفز بتختار التلاتة بود دول مش اي بودزة تانية موجودة جوه الكلاستر بتاعنا. وفي نفس الوقت السيرفز دي بيبقى ليها اي بيه ثابت. ومش كده وبس دي كمان بتبدأ توزع الترافيك على التلاتة بود دول. فادلوقتي تعالوا نتعرف على السيرفز بتفاصيل اكتر. من خلال السيرس دي انا بقدر اعمل اكس genius بتاعي اللي موجود جوه. وبيقدر اي حد يعيسrån الابليكيشن اللي موجود جوه بالبودز دي عن طريق السيرفز. علشان كده احنا بنقول من خلال السيرفز اي حد موجود برا الكلوستر يعني موجود في اكسترنال يقدر يستخدم او يقدر يايكسز الابليكيشن اللي موجود جوه. ومش كده وبس ده ممكن كزا موجودة جوه الكلاستر بتاعي يقدروا يكلموا بعض عن طريق برضو السيرفز يعني أنا مثلا لو عندي application والapplication ده جوه deployment خاصة بالback end وجوه برضو deployment خاصة بالdatabase فممكن الاثنين deployment دول يقدروا يكلموا بعض يعني الdatabase تقدر تكلم الback end عن طريق السيرفز والسيرفز دي هي بتبدأ تعمل جروب من البودز وبتقدر تخلي الجروب بتاع البودز ده accessible لأي حد يقدر يستخدم الapplication اللي موجود جوه البودز دي وطبعا من خلال السيرفز هي حلت مشكلة ان الناس تقدر تعمل الapplication اللي موجود جوه البودز وطبعا زي ما احنا قلنا ان السيرفز لها IP ثابت مش بيتغير اللي هو الIP اللي احنا شايفينه فوق ده فدلوقتي ان اي حد لو حابب يعمل access للapplication بيبدأ يكتب الIP ده وبعدين بيبدأ يكتب البودز وبعد كده السيرفز بتبدأ توزع الترافيك على كل البودز اللي موجودة تحتها ودي طبعا ميزة مهمة علشان ان هي وفارة علينا ان احنا عم نشغل شبالنا بالايبيهات بتاعة البودز والIP بتاع السيرفز ده انا ممكن اخلي الكوبرنيتز تحدده automatic او ممكن انا اعمله منوال وزي ما احنا اتفقنا برضو ان السيرفز بتبدأ تسلكت البودز اللي ليهم لابل معين اللي انا هكون محدده جوه اليام الفايل بتاع السيرفز طب احنا دلوقتي عايزين نبدأ نعرف الفرق ما بين الديبلويمينت وما بين السيرفز الديبلويمينت احنا كنا عارفينها وفاهمينها قبل كده وهي مهمتها الاساسية ان هي تحافظ على ان البودز تكون روننج واكتف وتقدر تستابل اي ترافيك بمعنى ان لو في بود حصل لها مشكلة هي automatic بتتمسح والريبليكا سيت والديبلويمينت بيبدأوا يخلقوا بود تانية جديدة دي مهمة الديبلويمينت انما مهمة السيرفز انها بتخلي اي حد يقدر يستخدم الابليكيشن اللي موجود جوه البودز دي فده معناه ايه؟ ده معناه ان السيرفز والديبلويمينت حاجتين مختلفين بس اللي اتنين مهمين ان هما لازم يكونوا مع بعض او بمعنى اخر ان هما بيكملوا بعض طب تعالوا نتعرف على انواع السيرفز اول نوع اللي هو اسمه الكلستر اي بي تاني نوع اللي هو اسمه النود بورد تالت نوع اللي هو اسمه لود بالانسر وهنبدأ نتعرف على تفاصيل كل واحد منهم وازاي كل واحد بيشتغل وامتى نقدر نستخدم كل واحد منهم وليكن دلوقتي احنا عندنا جوه الكلستر بتاعنا ديبلويمينت وجوه الديبلويمينت دي جواها تلاتة بودز وخلاص احنا عرفنا وفهمنا ايه هي السيرفز فدلوقتي نعتبر ان احنا عملنا كرية لسيرفز وربطنا السيرفز دي بالتلاتة بود دول وطبعا السيرفز دي هتبقى الطيب بتاحها او النوع بتاحها الكلاستر اي بي اللي احنا هنشرحها في الفيديو ده وبرضو ده الاي بي الخاص بالسيرفز فالنوع اللي هو من كلاستر اي بي ده فيديته ايه؟ فيديته ان انا بقدر اكسز الابليكيشن اللي موجود جوه البود بس جوه الكلاستر بتاعي فقط بمعنى ايه؟ بمعنى ان اي حد بره الكلاستر بتاعي مايقدرش يأكسز الابليكيشن اللي موجود جوه البود فوليكن دلوقتي احنا وقفين فين؟ احنا دلوقتي وقفين جوه الكلاستر بتاعنا فلو جينا دلوقتي كتبنا الاي بي بتاع السيرفز وبعدين كتبنا البورت اللي احنا فتحينه في الابليكيشن بتاعنا فالمفروض هيطلع اين؟ المفروض هيطلع الابليكيشن الموجود جوه البود فدلوقتي احنا كتبنا الاي بي بتاع السيرفز وبعدين كتبنا البورت اللي احنا فتحينه جوه الابليكيشن فدلوقتي الترافك هيبدأ يتوزع على التلاتة بود دول وهيبدأ يشتغل على بود واحد وعلى بود تلاتة وعلى بود رقم اثنين طب دلوقتي لو احنا اطلعنا برا الكلاستر بتاعنا المفروض ايه اللي هيحصل لو جينا احنا دلوقتي اطلعنا برا الكلاستر وكتبنا نفس اللينك ده مفروض ان هو هطلع لنا error ليه؟ علشان احنا عاملين السيرفز دي من نوع الكلاستر IP والنوع اللي هو اسمه كلاستر IP ده معنى ان انا مقدرش اكسز الابليكيشن اللي موجود جوا البودز من برا الكلاستر بتاعي بمعنى ايه؟ بمعنى ان ما فيش اي حد يقدر يكتب اللينك ده على البروزر بتاعه وهيشتغل معاه انما هيشتغل معاه جوا الكلاستر بس طب امتى بنستخدم السيرفز اللي هي من نوع الكلاستر IP ده بقدر استخدمها لما يكون عندي اتنين ديبلويمنت موجودين جوا الكلاستر بتاعي ومحتاجين يكلموا بعض زي ما قلنا مع بعض وعرفنا قبل كده ان انا لو عندي ديبلويمنت من نوع الdatabase وعندي ديبلويمنت تانية back end والديبلويمنت اللي هي اسمها back end حبه ان هي تكلم الديبلويمنت بتاعة الdatabase فهيتكلموا بعض ازاي فهيتكلموا بعض عن طريق السيرفز اللي هي من نوع الكلاستر IP ليه علشان الاتنين ديبلويمنت دول موجودين جوا الكلاستر وبرضو في نفس الوقت مفيش اي حد محتاج ان هو يأكسز الباك اند بتاع الابليكيشن بتاعي انما المفروض الناس اللي برا الكلاستر بتاعي تقدر تأكسز الديبلويمنت بتاعة الفرونت اند فعلشان كده نقدر نستخدم نوع التاني من السيرفز انما اي حاجة محتاجة ان هي تكلم بعض جوا الكلاستر بتاعي فساعتها نقدر نستخدم النوع اللي هو اسمه الكلاستر IP طب تعالوا نتعرف عليه اكتر السيرفز اللي هي اسمها الكلاستر IP دي هي الديبلويمنت تايب جوا الكوبرنيتس بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا في الامل فايل بتاع السيرفز اللي هو ما كتبتش نوع السيرفز او ما حددتش انا عايزة استخدم سيرفز من نوع ايه فبي ديفلت الكوبرنيتس بيفهم ان انا عايزة استخدم سيرفز من نوع الكلاستر IP وزي ما قلنا ان السيرفز اللي هي من نوع الكلاستر IP هي معمولة علشان الاتنين ديبلويمنت يقدروا يكلموا بعض جوا الكلاستر بتاعي وزي ما قلنا برضو ان من خلال السيرفز اللي هي من نوع الكلاستر IP تقدر تعمل انابل الكميونيكيشنز ما بين اتنين بود جوا الكلاستر بتاعي برضو وبرضو السيرفز اللي هي من نوع الكلاستر IP بيبقى ليها IP ثابت وبرضو زي ما عرفنا مع بعض قبل كده ان النوع اللي هو من كلاستر IP ما يقدرش اي حد يعمل له اكسس من بره الكلاستر بتاعي تعالى دلوقتي نتعلم مع بعض ازاي ان نقدر نكتب اليام الفايل الخاص بالسيرفز فولياكم احنا دلوقتي عندنا اليام الفايل الخاص بالديبلويمنت والمفروض ان احنا عرفناه مع بعض قبل كده وفهمناه فعايزين نركز على حاجة مهمة في اليام الفايل ده جزء التمبلت جزء التمبلت ده الخاص بالبود فانا دلوقتي محدد ان انا هدي لابل للبودز دي اللي هو اسمه انف اكوال بروداكشن وبرضو عامل حاجة اسمها سيلكتور الخاصة بالديبلويمنت واللي هي اسمها انف اكوال بروداكشن ولازم اللابل ده يكون نفس اللابل اللي انا هكتبه في التمبلت فده معناه ايه؟ ده معناه ان انا بقول للديبلويمنت انا عايزك تعملي سيلكت للبودز اللي واخده اللابل ده اللي هو اسمه انف اكوال بروداكشن بنفس المفهوم ده او بنفس الكون سيبت ده احنا هنستخدمه في السيرفز فدلوقتي ده اليام الفايل الخاص بالسيرفز بابدأ اكتب حاجة اسمها الابي آي فيرجان والابي آي فيرجان بتاع السيرفز بيكون فيرجان 1 والكايند بيكون سيرفز وطبعا الاس بتكون كابتل وبعد كده بنبدأ نكتب الميتا داتا وتحت الميتا داتا بنبدأ نكتب النام والنام ده اللي هو اسم السيرفز والياكن انا هسمي السيرفز دي اسمها دولفن ايد داش سيرفز وبعد كده بنبدأ نحدد حاجة اسمها الليسبك وتحت الليسبك بنبدأ نكتب حاجة اسمها الطيب والطيب دي بنبدأ نحدد فيها نوع السيرفز سواء كان كلاستر اي بي او سواء كان نوت بورت او سواء كان لوت بلانسر فولياكن دلوقتي انا هستخدم النوع اللي هو اسمه كلاستر اي بي والسي بتبقى كابتل والاي بي بتبقى كابتل بعد كده ببدأ احدد حاجة مهمة واللي هي اسمها السلكتورز والسلكتورز اللي انا احددها هنا لازم يكونوا نفس الليبل اللي انا مديه للبود اللي هو ايه اللي هو ده اللي انا كتبه هنا فببدأ اخد الليبل ده انقله هنا جوه السلكتورز بتاع السيربس وببدأ اكتب بعد كده حاجة اسمها البورتز وببدأ اكتب جوه البورتز حاجة اسمها البورت وحاجة اسمها التارجت بورت والتارجت بورت تكتب بالشكل ده البي دي بتبقى كابتل وهنبدأ نعرف ايه هو البورت وايه هو التارجت بورت البورت ده يقصد بي ايه البورت ده يقصد بي البورت اللي هتفتح جوه السيرفز او بمعنى اصح ده البورت اللي انا هقدر اكسز من خلاله الابليكيشن بتاعي طب ايه هو التارجت بورت ده الـ target port ده ده الـ port اللي مفروض ان هو مفتوح already جوه الـ boot طب هو ده موجود فين؟ ده موجود في الـ yaml file الخاص بالـ deployment المفروض ان انا كاتب فيه حاجة اسمها بورتس وكاتب فيه container port فهو ليكن انا كاتبه هنا 80 فلازم الـ container port اللي موجود جوه الـ deployment او لازم يكون هو نفسه اللي موجود جوه الـ target port في الـ yaml file بتاع السيرفز فمعنى كده كلمة port دي ده الـ port اللي هتفتح للـ service فالـ port ده انا اقدر احدده اي رقم انا عايزه انما الـ target port ده انا ملزم ان هو يكون نفس الـ port اللي انا فتحه في الـ deployment بتاعتي او اللي انا فتحه في الـ boot فالمفروض دلوقتي ان احنا عملنا create للـ deployment وعملنا create للـ service فاتعالوا نشوف الشكل هيبقى عامل ازاي فهو ليكن ده الـ cluster بتاعي فبمجرد ان احنا لما نعمل create للـ deployment والـ service اللي هيحصل اللي هيحصل ان هو هيبدأ يعمل create للـ service والـ service دي هتكون واخد اي بي وبرضه هيكون مفتوح جوه الـ service حاجة اسمها الـ port اللي هو خمس تلاف والـ port ده لانا محدده جوه الـ yaml file الخاص بالـ service اللي هو هنا ده بالزبط وطبعا برضه انا محدد للـ service ان هي تبدأ تعمل select للـ boots اللي واخده نفس الليبل اللي هو اسمه env equal production فهو ليكن دلوقتي هيكون تحتها 3-boot هما بالشكل ده هتكون كل-boot واخد اي بي وهتكون كل-boot واخد نفس الليبل اللي هو اسمه env equal production اللي هو مفروض ان انا محدده في اللي يعمل file بتاع الـ deployment والمفروض ان احنا هنلاقي الـ port رقم 80 ده مفتوح في كل-boot موجودة هنا علشان انا محدد في الـ deployment ان هي هتفتح port لهو رقم 80 وبرضه محدد للـ service الـ target port بتاعها رقم 80 فهو ليكن دلوقتي واحنا بنعمل create لليامل file بتاع الـ service عشان ما نتلغبطش ما بين الـ port وما بين الـ target port نعتبر ان احنا وقفين جوه الـ service او نعتبر ان احنا وقفين مكان الـ service فانا دلوقتي واقف هنا فهقول في المكان اللي انا واقف فيه support انما في المكان اللي انا محتاجة روحه اللي هو الـ target بتاعي هو الـ program فبما ان انا واقف مكانуй service فانا استيفيد اقول ان الـ port ده هو الـ target port بتاعي والـ target بتاعي ده اللي هو ايه اللي هو الـ terminar فعلشان كده الـ port الخاص بالـ هو ونقدر نفتكره ان دي هي التارجت بتاعي فعلشان كده اتسمى التارجت بورت فانا دلوقتي علشان اقدر اكسز الموجود دي دي بقدر اكتب ايه ببدأ اكتب الاي بي بتاع السيرفز وبعدين ببدأ اكتب البورت الخاص بالسيرفز اللي هو البورت ده اللي هو برضو نفس البورت ده اللي هو الخمس تلاف فمعنى كده ايه ان انا لو جيت جوه الكلاستر بتاعي وكتبت الاي بي ده وبعدين كتبت البورت ده هيبدأ يبعث لي الترافك مرة على البود الاولانية ومرة على البود التانية ومرة على البود التالتة وطبعا زي ما احنا قلنا ان البورت ده يقصي بيه البورت الخاص بالسيرفز انما التارجت بورت ده البورتco بالبود. تعالوا دلوقتي نبدأ نتعرف على شوية كومند خاصة بالسيرفز واول اللي هو اسمه احنا في السلايد اللي فاتت اتعلمنا ازاي نقدر نعمل كرية لسيرفز بس بطريقة اليام الفايل فمش دي لطريقة الوحيدة التانية ان انا قدر اعمل بها كرية لسيرفز ليهي طريقة الكومنت فمن خلال الكومند ده انا بقدر اعمل create the service فببدأ اكتب يعني بمعنى ايه بمعنى ان انا عايز اعمل وبعدين ببدأ اكتب اسم طب هل هنا في القمند ده انا حددت السلكتور لا انا محددتش السلكتور بس انا حددت فبمجرد ان انا لما حدد القمند ده بيبدأ يروح ياخد المعلومات اللي هو عايزها من اليام الفايل الخاص بالدبلويمنت دي فبعد كده ببدأ اكتب داش داش بورد وببدأ اكتب رقم البورد وبعدين ببدأ اكتب داش داش تارجت بورد اكوال 80 واحنا عرفنا ايه هو البورد وعرفنا ايه هو التارجت بورد فمن خلال القمند ده هيبدأ يعمل لي create the service خاصة بالدبلويمنت دي تاني قمند اللي هو اسمه يتقل لجيت svc و svc دي اختصار لكلمة service ده القمند ده بيعمل ايه بيبدأ يعمل لي list لكل service اللي موجودة جوه الكلاستر بتاعي تالت قمند معنا واللي هو اسمه kubectl describe طب انا عايز اعمل describe لايه عايز اعمل describe للservice فببدأ اكتب الاختصار بتاعها او ممكن اكتب كلمة service وبعدين ببدأ اكتب اسم السيرفز القمند ده بقى بيعمل لي ايه القمند ده بيبدأ يظهر لي معلومات اكتر تخص السيرفز دي طب انا دلوقتي لو عايز امسح service معينة فببدأ اكتب الكمند اللي هو اسمه kubectl delete وبعدين service او الاختصار بتاعها وبعدين ببدأ احدد اسم السيرفز فمعنى كده ايه معنى كده ان انا هبدأ امسح السيرفز دي طب تعالوا نشوف ازاي السيرفز بتتعمل او ازاي السيرفز تقدر تكلم البودز فدلوقتي انا هبدأ اعمل create لديبلويمنت فانا هبدأ اكتب الكمند اللي هو اسمه kubectl create deployment وهسمي الديبلويمنت دي dolphin aid وبعدين هستخدم image اللي هي اسمها engine x وبعد كده ببدأ اكتب dash dash replicas equal 2 وببدأ افتح بورت معين للديبلويمنت دي اللي هو 80 فالكمند ده احنا مفوض ان احنا اخذناه قبل كده فالكمند ده هيبدأ يعمل ايه هيبدأ يعمل لي create لديبلويمنت والديبلويمنت دي هتبدأ تعمل create للريبليكا 6 والريبليكا 6 هتبدأ تعمل لي create لاثنين بود وطبعا كل بود هتبدأ تاخد اي بي معين لها وطبعا برضو كل بود هيبدأ يفتح فيها بورتو اللي هو 80 والبورت ده انا مفروض ما حدده في الكمند اللي فوق بعد كده انا دلوقتي عايز اعمل create لسيرفيس خاصة بالديبلويمنت دي فهكتب كمند ايه هبدأ اكتب كمند اللي هو اسمه kubectl اكسبوز ديبلويمنت ايه هي بقى اسم الديبلويمنت اللي انا عايز اعمل لها اكسبوز اللي هي اسمها الدولفن aid اللي هي اللي انا كاتبها هنا فوق وبعد كده ببدأ اكتب dash dashboard واحنا قلنا dash dashboard دي اللي هي ايه ده الport اللي هيتفتح جوه السيرفيس فانا اقدر احدد اي رقم انا عايزه واليكون انا حددت رقم 2000 بعد كده ببدأ اكتب dash dash target dashboard equal 80 الtarget board ده احنا مفروض عرفنا ايه هو والtarget board ده انا ماينفعش اكتبه اي رقم انا عايزه لازم اكتب هنا نفس الرقم اللي انا فتحه جوه البود ولكن الهو هنا 80 اللي ان انا كاتب فوق في الكومند dash dash board equal 80 ليه لان انا عارف الابليكيشن بتاع الانجين اكس بيشتغل على board 80 لو احنا مش عارفين الامج دي بتشتغل على board ايه فالمفروض ان احنا نبدأ نفتح الامج دي من على docker hub ونشوف الامج دي بتستخدم board cam فبمجرد لما اكتب الكمند اللي هو اسمه exibus deployment ده هيبدأ يعمل ايه ده هيبدأ يعمل create للسيرفيس والسيرفيس دي هتبدأ تاخد ip معين لها وبرضه هتبدأ تاخد board والboard ده اللي انا كاتبه هنا في الكومند بمجرد لما انا اعمل create للسيرفيس السيرفيس دي بتبدأ تعملي حاجة اسمها end point والend point دي هي عبارة عن ايه هي بتبقى عبارة عن ip بتاع البود والboard اللي مفتوح جوه البود فهو اللي يكون الاي بي هنا بتاع البود دي 10.24.23.20 والboard اللي مفتوح جوه البود ده اللي هو 80 فهنلاقي هنا الend point هي عبارة عن الاي بي بتاع البود والبورت اللي مفتوح جوه البود دي وكذلك في البود التانية هنلاقيها برضو الاي بي بتاع البود رقم 2 والبورت اللي مفتوح جوه البود دي طب ايه هي فايدة الend point الend point دي بتساعد السيرفز انها بتبدأ توزع الترافيك عليها فنقدر نعتبر ان الend point ده هو عبارة عن hook بيتحط فوق كل بود علشان لما السيرفز انها تكون حابة انها تتكلم مع البود دي فتقدر تشد البود دي عن طريق الهوك اللي هو عن طريق الend point فطبعا ما ننساش ان البورت ده اللي هو اسمه البورت اللي انا محدده هنا والبورت اللي موجود جوه البود ده اسمه التارجيت بورت فدلوقتي انا لو حابة اكسز الابليكيشن اللي موجود جوه البود اللي هو اسمه انجين اكس هبدأ اكتب ايه هبدأ اكتب الاي بي بتاع السيرفز وبعدين هبدأ اكتب البورت بتاع السيرفز وهيكون بالشكل ده الاي بي بتاع السيرفز ونقطتين فوق بعض البورد فساعتها هلاقي الابليكيشن اشتغل معي بس بشرط ان انا قدر اكسس السيرفز دي جوه الكلاستر بتاعي هو حاجة مهمة لازم ناخد بالنا منها ان انا لما جيت اكتب الكومند اللي هو بتاع الاكسبوز انا محددتش نوع السيرفز ما كتبتش الطيب بتاع السيرفز فطالما انا محددتش الطيب جوه الكومند فبيدفلت الكوبرنيت سيب يفهم ان انا عايز استخدم السيرفز اللي هي من نوع الكلاستر اي بي تعالوا كده نعمل لست للبودز فهنكتب كده كيوب سيت ايل جيت بودز مش هنلاقي ولا بود موجودة عندي على الكلاستر فاحنا دلوقتي عايزين نبدأ نعمل كريت لديبلويمنت فهنبدأ نكتب كومند اسمه كيوب سيت ايل كريت ديبلويمنت او ممكن نكتب الاختصار كلمة ديبلويمنت اللي هو اسمه ديبلوي وبعدين هسمي الديبلويمنت دي تست مثلا وهخليها تشتغل من ايمج اسمها انجين اكس وبعدين هبدأ احدد عدد الريبليكاز فهكتب كده داش داش ريبليكاز اكوال تلاتة وبعدين هبدأ اكتب داش داش بورت اكوال تمانين عشان انا عارف الامج اللي هي اسمها انجين اكس بتشتغل على بورت تمانين وبعدين هضغط على انتر فهنلاقي ان الديبلويمنت اللي هي اسمها تست تعمل لها كريت فتعالوا كده نعمل لست للديبلويمنت فهلاقي الديبلويمنت جديدة اسمها تست والريدي تلاتة على تلاتة يعني اتعامل منها تلاتة بود طب تعالوا كده نعمل لست للبود كيوب سيت ايل جت بودز داش او ويد هنلاقي دلوقتي تلاتة بودز موجودين اتعمل لهم كريت وهلاقي ان البود الاولانية اتعمل لها كريت على نود رقم 2 والبود التانية اتعمل لها كريت على نود رقم 2 وبرضو البود التالتة اتعمل لها كريت على نود رقم 1 احنا دلوقتي عملنا ايه احنا دلوقتي عملنا كريت للديبلويمنت بس لو احنا محتاجين ان احنا نقدر نعمل اكسس للابليكيشن الموجود جوه البود فممكن نعمل ايه ممكن نعمل الكمند ده كده نكتب الكمند ده كده كرل نبدأ ناخد اي اي بي وليكن هاخد الاي بي الاولاني وبعدين كده اكتب بورت تمانين واضغط على انتر هللاقيه فتح لي بتاعة الانجين اكس وبرضه ممكن اعمله اكسس بطريقة تانية اننا ممكن ادخل جوه اي بود وقدر اشوف الابليكيشن الموجود جوه البود فممكن ده نعمله ازاي ممكن كده نعمل ونعمل تاني لست للبود وتعالوا كده نكتب اللي هو اسمه وناخد كده البود الاولانية وبعدين نبدأ نكتب داش داش سلاش بن سلاش باش ونضغط على احنا كده فين احنا كده دلوقتي دخلنا جوه البود دي اللي هي اول بود فلو جينا كده نكتب كيرل لوكل هوست على بود تمانين هنلاقي برضو ان احنا قدرنا نعمل اكسس للابليكيشن وفتح لنا بتاعة الانجين اكس تعالوا كده نطلع برا البود وطبعا احنا عرفنا ان الطريقة دي مش صح ليه ليه لان انا كتبت الاي بي بتاع البود الاولانية وبعدين كتبت البورد طب تعالوا كده نجرب نعمل دليت للبود الاولانية دي فهنبدأ كده نكتب الكامل اللي هو اسم كيوب سي تقل دليت بود واسم البود فدلوقتي المفروض ان احنا لو جينا نكتب الاي بي بتاع البود الاولانية ده والبورد هنلاقيه مش هيشتغل ليه تعالوا كده نجرب كيرل وناخد كده الاي بي ده اللي احنا كنا كتبينه قبل كده والبورد اللي هو تمانين ونضغط على انتر فهو دلوقتي هيقول لي فيلد تو كوننكت الاي بي ده على بورد تامانين ليه بقى لان البود الاولانية دي احنا عمل نلها دليت فهتعالوا كده نجرب نعمل كلير ونعمل لست للبود فهنكتب كده كيوب ستل جت بود داش او ونضغط على انتر هنلاقي ان البود الاولانية اللي كانت هنا دي اتمسحت وتبدلت بود تانية جديدة وتعملت من خمسة وسبعين ثانية وخدت اي بي كمان جديد ده حتى كمان البود الاولانية دي اتعاملت في نوت تانية خالص وتعملت في نوت رقم واحد مع ان البود اللي كانت هنا كانت معمولة على نوت رقم اثنين فعلشان كده احنا محتاجين نعمل كريت لكمبوننت او نعمل كريت لأوبجيكت والأوبجيكت ده يكون الاي بي بتاعه ونقدر من خلاله نعمل على التلاتة بود دول فعلشان كده احنا هنبدأ نعمل كريت للسيرفز فتعالوا نعمل فدلوقت كده تعالوا كده نكتب الكومند ده فدلوقت الكلاستر بتاعنا عبارة عن ايه عبارة عن الشكل ده ان احنا دلوقت عملنا كريت اللي هي اسمها تست والديبليمت دي عملت كريت للريبليكاست والريبليكاست دي عملت كريت لتلاتة بود البود الاولانية ده الاي بي بتاعها اللي هو اسمه 10.244.1.17 والبود التانية اللي هو اسمه 10.244.2.12 اللي هو الاي بي ده وهكذا البود التالت وفتحنا في التلاتة بود دول بورت اللي هو تمانين فدلوقت ده شكل الكلاستر بتاعنا احنا دلوقت هنبدأ نعمل كريت لسيرفز بس المرودة هنبدأ نستخدم طريقة الامبراتف اللي هي طريقة الكمند وبعد كده هنبدأ نستخدم طريقة الدكليرتف وهنجرب نعمل كريت لسيرفز بس بطريقة اليام الفايل فدلوقت هنبدأ نجرب بطريقة الامبراتف فاحنا دلوقت محتاجين نعمل اكسبوز للديبلويمت اللي هي اسمها تست اللي هي الديبلويمت دي فهنبدأ نكتب الكمند مع بعض اللي هو اسمه cubectl expose deployment اللي هي اسمها test وبعدين انا عايز افتح بورت جوه السيرفز فهبدأ اكتب داش داش بورت اكوال الفين وبعدين هبدأ اكتب داش داش تارجت داش بورت اكوال تمانين التارجت بورت ده اللي احنا اتفقنا عليه ده البورت اللي هو مفتوح جوه البود وبرضو زي ما اتفقنا ان انا طالما ما حددتش بتاع السيرفز فبي دفلت الكوبرنيتس هتبدأ تختار النوع اللي هو اسمه cluster ip فدلوقتي هنبدأ نضغط على enter فدلوقتي بيقول لي ان السيرفز اللي هي اسمها test عمل لها اكسبوز هنتعمل لها create فهتعالج كده نعمل list للسيرفز هنبدأ نكتب الكومند اللي هو اسمه cubectl get svc او ممكن نكتب get service بالشكل ده ده يطلع لي نتيجة او ممكن نكتب svc اللي اتنين هتطلعوا لي نفس النتيجة فهنلاقي هنا ايه هنلاقي هنا فيه سيرفز جديدة اللي هي اسمها test والtype بتاعها cluster ip وكمان ip بتاع السيرفز دي هو ده وكمان اللي مفتوح للسيرفز ده اللي هو الفين طب تعالوا كده نعمل clear ونعمل تاني list للسيرفز تعالوا دلوقتي نشوف معلومات ازيد عن السيرفز اللي هي اسمها test فهنبدأ نكتب الكومند اللي هو اسمه cubectl describe طب انا عايز اعمل describe لايه عايز اعمل describe لسيرفز طب السيرفز دي اسمها ايه اسمها test نضغط على enter هلاقي دلوقتي بيطلع علينا معلومات زيادة عن السيرفز ده اسمها اللي هو اسمها test والسيرفز دي معمولة في انهي names base معمولة في default names base والlabels بتاع السيرفز دي اللي هو ab equal test وهنلاق حاجة اسمها الannotations وهنلاق حاجة اسمها الselector اللي هو برضو ab equal test واحنا اتفاق انه هو خد السلكتور ده منين هو خد السلكتور من ال deployment اللي انا كنت عاملها بتاعت التست والtype بتاع السيرفز دي اللي هو اسمه cluster ip وزي ما اتفقنا ان احنا طالما محددناش الطيب واحنا بنكتب ال command بتاع السيرفز فهو بيضيفت الكوبرنيتس بيبدأ يعمل service من نوع cluster ip وده طبعا ال ip بتاع السيرفز وده ال port اللي مفتوح جوه السيرفز وده target port ده ده اللي هو ال port اللي مفتوح جوه ال boot وهنلاقي هنا حاجة مهمة اللي هي اسمها ال end point ال end point دي احنا قلنا هي بتعمل ايه بمجرد لما بعمل create للسيرفز بتبدأ تعمل create ال end point على كل بود فده الاي بي بتاع البود الاولانية وده البود بتاع البود الاولانية برضو وده الاي بي بتاع البود التانية وده برضو البود بتاع البود التانية وده الاي بي بتاع البود رقم تلاتة وده البود بتاعها في بايديفلت السيرفز اول ما بيتعامل لها create بيتعامل حاجة اسمها اند بوينت فوق كل بود اللي موجودة تحت السيرفز. فتعالوا كده نعمل كلير وبعدين تعالوا نعمل لست للبود وبعدين تعالوا نعمل لست للسيرفز وبعدين تعالوا نعمل لست للاند بوينت فهنبدأ نكتب القومند ده جيت اند بوينت والاختصار بتاعها اي بي هنلاقي ان في اند بوينت جديدة معمولة معنا اللي هي اسمها تست وهي عبارة عن ايه عبارة عن تلاتة اي بي واحنا اتفقنا وقلنا ان التلاتة اي بي دول بتاع كل بود يعني الاي بي الاولاني ده بتاع البود الاولانية وبعدين ده البورت المفتوح جوه البود وهكزا ده الاي بي التاني بتاع البود التانية وده الاي بي التالت بتاع البود التالتة فده دلوقتي هيكون شكل الكلاستر بتاعنا هيكون بالشكل ده فاللي هو عبارة عن ايه عبارة عن اللي هي مكونة من تلاتة بود ودي الاي بي بتاع كل بود وده البورت اللي مفتوح جوه كل بود وبعدين احنا عملنا كريت للسيرفز والسيرفز خدت IP ده اللي هو نفسه ده وخدت بورت اللي هو 2000 اللي انا حددته في الكمند والبورت ده هو اسمه بورت وزي ما اتفعنا ان احنا بمجرد لما عملنا كريت للسيرفز با ديفولت السيرفز بتعمل كريت لإند بوينت وقلنا ان وقلنا ان كل بود لازم يكون لها إند بوينت والإند بوينت ده بيكون عبارة عن ايه عبارة عن الإي بي والبورت بتاع البود فعلشان كده عمل كريت لتلاتة إند بوينت وكل لما نزود عدد البودز كل ما الإند بوينت هتزيد معنا وزي ما اتفعنا ان ده التارجت بورت وزي ما اتفعنا برضو ان ده هو الإند بوينت تعالوا برضو كده نعمل clear تعالوا دلوقتي نعمل delete للديبلويمنت ونعمل delete للسيرفز فهنكتب كده qctl get deployment احنا عايزين نمسح الديبلويمنت دي فهنكتب كده qctl delete deployment اللي هي اسمها test وبرضو هنعمل list للسيرفز عايزين نمسح السيرفز اللي هي اسمها test فهنكتب كده qctl delete svct test عمل لنا delete للسيرفز cluster cluster ip كان بيبدأ يعمل لي service والسيرفز دي بيبقى ليها ip وبعدين بيبدأ يفتح port وده بيبقى باسمه port بتاع service وكمان بيبدأ يفتح port على كل بود وبيسميه target board والمشكلة اللي كانت بتقابلنا في النوع cluster ip ان انا مش بقدر اعمل access للapplication الموجود جوه البود غير جوه الكلستر بتاعي بس يعني لو اي حد برا الكولستر وحابب ان هو يعمل access للapplication ده ما كانتش هيعرف فعلشان كده جات السيرفز اللي هي من نوع اللي هو اسمه node board علشان تحل المشكلة دي ومن خلال السيرفز اللي هي من نوع node board بقدر ان انا access الapplication بتاعي من برا الكولستر فزي ما اتفقنا ان دي الرسمة بتاعت الكولستر ip طب ايه اللي بيزيد عليها في السيرفز اللي هي من نوع النوع node board بيزيد عليها حاجة واحدة بس واللي هو بتبدأ تفتح port على كل نود والport اللي بيتفتح حين ده بيبقى على مستوى النود وبيتسمى بحاجة اسمها node board ولازم الport ده يكون في الرنج اللي هو 30 ألف لـ 32767 طب ده معناه ايه ده معناه ان السيرفز اللي هي من نوع النود بورد بيبقى جواها سيرفز من نوع الكولستر ip برضو طب دلوقتي احنا استخدمنا السيرفز اللي هي من نوع النود بورد فعلشان اقدر اكسس الابليكيشن اللي موجود جوا السيرفز بتاع النود بورد ده بقدر اعمل ايه ببدأ اكتب ال ip بتاع النود وبعدين ببدأ اكتب النود بورد وعلشان برضو من اطلخبطش في الاسماء نعتبر ان احنا وقفين مكان سيرفز زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده والمكان اللي انا واقف فيه ده بقدر يسميه والطارجت بتاع السيرفز ده هو بيكون عبارة عن ايه اللي بتاعي بيكون فالطارجت بورد ده بيبقى عبارة عن البورد اللي هيتفتح على كل بود ولو جينا نبص ورا هنلاقي في حاجة اسمها النود بورد النود بورد ده ده البورد اللي هيتفتح على مستوى النود وزي ما اتفقنا إن لو الكلاستر بتاعي مكون من 3 نود الport اللي هو من نوع النود بورت هيتفتح في التلاتة نود فاحنا دلوقتي بنستخدم السيرفز اللي هي من نوع النود بورت ومحتاجين نح busca الApplication具 بتاعنا فهنبدأ نكتب إيه، أن نحن نكتب الIP بتاع النود أو ممكن برضو نكتب أي IP بتاع أي نود موجود عندنا جوة الكلاستر فهو يكون المثال دلوقتي إحنا عندنا الكلاستر مكون من نود واحدة بس فهنبدأ نكتب الIP بتاع نود رقم واحد وبعدين هنبدأ نكتب النود بورد اللي احنا اتفقنا عليه بيتفتح على مستوى النود فتعالوا نكتب مع بعض كده فهنبدأ نكتب بتاع النود وبعدين النود بورد فهنلاقي دلوقتي ان انا قدر اعمل بتاعي ومش كده وبس ده كمان هنلاقيه بيتوزع على التلاتة بود طب احنا دلوقتي بنستخدم السيربس اللي ها من نوع النود بورد فالترافك بتاعي جاي من بتاعي جاي من برا الكلاستر بتاعي فاول حاجة هيبدأ يقابلها هيقابلها اللي هي النود فهو محتاج يبدأ يدخل جوه النود فهيدخل جوه النود عن طريق ايه هيدخل جوه النود عن طريق النود بورد وبعد كده من خلال النود بورد هيبدأ يقدر يدخل على السيربس وبعدين من خلال السيربس هيبدأ يبعد الترافك مرة على بود رقم واحد ومر على بود رقم اتنين ومر على بود رقم تلاتة فيبقى كده احنا فهمنا ان السيربس اللي هي من نوع سواء كنت جوه الكلاستر او سواء كنت بره الكلاستر بتاعي. طب تعالوا دلوقتي نبدأ نتعلم ازاي نبدأ نكتب اليم الفايل الخاص بالسيرفز. ده شكل اللي احنا كنا تعلمناه قبل كده. دلوقتي هنبدأ نكتب اليم الفايل الخاص بالسيرفز. هنلاقي اول حاجة متغيرة واللي هي الطايب. بنبدأ نكتب الطايب اللي هو اسمه والنود بورت دي بتكتب بالشكل ده. الان بتبقى كابتل والبي بتبقى كابتل. وبعدين بنزود حاجة جديدة وهي بيبقى اسمها النود بورت. والنود بورت بتكتب بالشكل ده. الان بتبقى سمول والبي بتبقى كابتل. وبعدين ببدأ اكتب البورت. وزي ما اتفقنا ان البورت ده لازم يكون في الرنج اللي هو ما بين تلاتين الف اللي اتنين وتلاتين الف سبعمية سبعة وستين. وبعد كده ببدأ اكتب البورت والبورت ده بيبقى الخاص بالسيرفز. وبعد كده ببدأ اكتب حاجة اسمها التارجيت بورت والتارجيت بورت ده ده اللي هو البورت اللي بيتفتح على مستوى البود اللي هو اللي بيتفتح هنا وبرضو زي ما اتفقنا ان احنا ممكن ما نكتبش في الامل فيل السطر بتاع النوت بورت وزي ما اتفقنا ان انا لو ما كتبتش النوت بايضفلت الكو بيرنيتس هتبدأ تروح تبص على اول حاجة على ايه تبدأ تشوف ال type بتاع السيرفز لو هي لقيتو من نوع النوت بورت فبيضفلت الكوبرنيتس هتبدأ تختار random port ما بين الرنج التلاتين الف لاتنين وتلاتين الف سبعمية سبعة وستين وبرضه احنا ممكن ما نكتبش جوه اليام الفايل اللي هو سطر اللي هو اسمه target port ولو احنا ما كتبناهوش الكوبرنيتس هتبدأ تستخدم الport اللي انا مستخدمه في الport بتاع السيرفز يعني معنى كده ايه؟ معنى كده اننا لو ما حددتش ال target port الكوبرنيتس اوتوماتيك هتحدد هي ال target port وهتخليه نفس الرقم بتاع الport يعني هتخلي ال target port ده 2000 طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان هي هتفتح على كل بود بورت 2000 وطبعا الport ده لازم يكون متوافق مع الابليكيشن اللي موجود جوه البود فساعات كتير الناس بتخلي الport بتاع السيرفز هو هو الport بتاع ال target port طبعا احنا دلوقتي اتعلمنا ازاي نعمل كارية لسيرفز من نوع نوت بورت بطريقة اليام الفايل اللي هي بطريقة الدكلياريتف تعالوا نتعلم مع بعض ازاي نبدأ نعمل كارية لسيرفز بس بطريقة الامبراتف وهيكون نفس ال command اللي فات بس باختلاف حاجة بسيطة ونبدأ نكتب ال command اللي هو اسم cubectl اكسبوز ديبلويمنت وبعدين بنبدأ نحدد اسم الديبلويمنت وبعد كده الحاجة الجديدة اللي بيتزيد معنا اللي هي اسمها dash dash type equal وببدأ اكتب ال type بتاع السيرفز اللي هو هيكون النوت بورت وهيكون بالشكل ده وزي ما اتفقنا ان احنا لو ما حددناش ال type في ال command بايدفت الكوبرنيتس هتختار ال type اللي هو من نوع الكلاستر وبعد كده بنبدأ نكتب dash dash board equal 2000 والبورت ده اللي هو ال بورت اللي بيتفتح على السيرفز وبعد كده بنبدأ نكتب ال target board dash target dash board equal 80 وبرضو زي ما اتفقنا ان احنا لو ما حددناش ال target board الكوبرنيتس هتستخدم ال بورت اللي بيستخدمه ال بورت بتاع السيرفز يعني by default التارجد بورت ده هيكون 2000 وبعد كده هنبدأ نحدد ال name بتاع السيرفز اللي انا هعمل لها create فببدأ اكتب dash dash name equal وبعدين ببدأ اكتب اسم السيرفز اللي انا عايز عمل لها create وبرضو الموضوع ده اختياري يعني معنى كده ايه معنى كده ان انا لو ما حددتش ال dash dash name by default الكوبرنيتس هتعمل create للسيرفز وهتسميها بنفس deployment اللي انا عمل لها اكسبوز هنا يعني وليكن انا عامل اكسبوز لديبلويمنت اللي هي اسمها dolphin aid فساعتها السيرفز اللي هتعمل لها create هتتسمى برضو بنفس اسم اللي هو هيكون اسمه dolphin aid احنا دلوقتي شفنا شكل السيرفز اللي هي من نوع node board بس المراضي على مستوى node واحدة بس طب تعالوا نشوف لو الكلاستر بتاعنا مكون من اتنين node هيكون شكله عامل ازاي فوليكن دلوقتي احنا عندنا كلاستر والكلاستر بتاعنا مكون من اتنين node النود الاولانية اسمها node واحد وده ال ip بتاعها والنود التانية اسمها node رقم اتنين وده ال ip بتاعها فدلوقتي لو احنا جينا نعمل create للسيرفز اللي هي من نوع node board هتكون بشكلها عامل ازاي اول حاجة زي ما اتفقنا ان هي بتبدأ تعمل board على مستوى النود والport ده بيتفتح فين؟ بيتفتح على كل node موجودة جوه الكلاستر بتاعي فاللي هيحصل ايه؟ اللي هيحصل ان هيتفتح board 30 ألف على node رقم واحد وبرضه هيتفتح board رقم 30 ألف على مستوى node رقم اتنين بعد كده الترافك هيبدأ يدخل جوه النود وبعدين جوه النود هيبدأ يحول الترافك بتاعي على السيرفز والسيرفز هيكون جواها board والport اللي موجود جوه السيرفز بيتسمى بيه الport واتفقنا برضه ان السيرفز اللي جوه دي بيبقى ليها IP وبرضه السيرفز دي بتبقى على مستوى الكلاستر بتاعي كله يعني node رقم واحد ونود رقم اتنين بيقدروا يشوفوا السيرفز دي عادي لان السيرفز دي مش بتكون عبارة عن board هي ممكن نعتبرها بتكون حاجة virtual بتقدر تشوف الكلاستر كله وبعد كده السيرفز دي هتبدأ تحول الترافك بتاعها على كل البودز اللي موجودة تحتها وبرضه زي ما اتفقنا ان مش شرط البودز لازم تكون موجودة على نود واحدة بس لأ ممكن تكون على مستوى النودز بتاعتي كلها فوليكن احنا عندنا اول بود موجودة جوه نود رقم واحد وبعدين عندنا اتنين بود موجودين جوه نود رقم اثنيت وبرضه زي ما اتفقنا مع بعض وقلنا قبل كده ان احنا بمجرد لما بنعمل create service وتمتك السيرفز دي بتعمل حاجة اسمها الEnd point والEnd point دي بتبقى موجودة فوق كل بد فيبقى زي ما احنا قلنا ان الport الاولين ده بيكون اسمه النود بورت والبرت ده بيكون اسمه البرت وده بيكون اسمه الEnd point والبرت اللي على مستوى البرد ده بيكون اسمه التارجت بورت طب احنا دلوقتي لو وقفين برا الكلاستر بتاعنا وحابين ان احنا نعمل Access للApplications اللي موجودة جوه الboots هنبدأ نعمل ايه زي ما اتفعنا هنبدأ ناخد النود IB وبعدين النود بورت وزي ما اتفعنا ان النود بورت ده بيكون سابت على كل النود طب احنا هنا دلوقتي الكلاستر بتاعنا مكون من اتنين نود هنبدأ ناخد الIB بتاع نود رقم واحد ولا هناخد الIB بتاع نود رقم اتنين هي في الحقيقة اي IB بتاع اي نود مش هيفرق يعني ممكن نستخدم الاي بي بتاع نود رقم واحد وبرضه ممكن نستخدم الاي بي بتاع نود رقم اثنين وبعد كده بنبدأ نكتب النود بورت وبرضه زي ما اتفعنا ان النود بورت ده بيبقى ثابت على مستوى النودز كلها فدلوقتي هنبدأ ناخد الاي بي بتاع نود رقم واحد وبعدين النود بورت فهيبدأ يعمل لي اكسس على الابليكيشن بتاعي وهيبدأ يوزع لي الترافيك مرة على بود رقم واحد ومرة على بود رقم اتنين ومرة على بود رقم تلاتة. طبحنا دلوقتي استخدمنا الاي بي بتاع نود رقم واحد. طبحنا لو استخدمنا الاي بي بتاع نود رقم اتنين. هل هيشتغل ولا لأ? هنلاقيه برضو اشتغل وبدأ يعملي اكسز على بتاعي. وبرضو بدأ يوزع الترافيك مرة على بود رقم واحد ومرة على بود رقم اتنين ومرة على بود رقم تلاتة. فيبقى كده السيرفز اللي هي من نوع حلتلي مشكلة. اللي هي كانت ايه? اللي ان انا ما كنتش قادر ان انا اعمل اكسز للابليكيشن بتاعي من بره الكلاستر. وفي نفس الوقت برضو هيكون فيها مشكلة. وايه هي اللي المشكلة اللي احنا هتقابلنا في السيرفس اللي هي من نوع النود بورد. واللي هي ان الاي بي بتاع النود اللي احنا بنستخدمه علشان اكسز للابليكيشن بتاعنا. مش بيبقى ثابت. بمعنى ايه? بمعنى ان احنا لو استخدمنا اي اي سي تو موجود على ال اي دابيو اس. وبعدين لو جينا نعمل لها هنلاقي بتاع المشين دي اتغير وبقى اي بي جديد. فساعتها انا لازم في كل مرة اعمل ابديت للاي بي بتاعي مع مع كل مرة هحتاج ان انا اعمل للمشين بتاعتي. فمعنى كده ايه? معنى كده ان حليلي مشكلة وقابلني مشكلة تانية جديدة. وبرضو زي ما اتفقنا ان اللي هي من نوع جواها زي ما احنا شايفينها هنا كده بالزبط. وتعالوا كده نعمل لست للبودز. مش هنلاقي ولا بود موجودة عندنا جوة الكلاستر بتاعنا. فدلوقتي عايزين نبدأ نعمل كرية لدبلويمنت. فهنبدأ نكتب ونضغط على انتر. وبعدين هنبدأ نكتب دي اللي احنا كنا كتبناها مع بعض قبل كده. اللي هي هيكون اسمها دولفين ايد. وبتتكون من تلاتة ريبليكة. والماتش ليبلز التاحة اب ايكوال بروداكشن. وهتكون برضو ان انا هدي ليبلز للبود وهيكون نفس اللي 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 فوق. وبعدين هنبدأ نستخدم الامج بتاعتي اللي انا رفاحها على الدوكر هاب. وطبعا الابليكيشن اللي موجود جوه الامج دي شغال على بورت تلات تلاف. فدلوقتي هنعمل سيف للفايل. وبعدين هنبدأ نعمل ابلاي للفايل ده. فهنكتب كده كيوب ست ال. ابلاي داش اف. وبعدين هنبدأ نكتب اسم الفايل. ونضغط على انتر. هللي بيقول لنا ان الديبلويمنت اللي اسمها دولفين ايد اتعمل لها كريت. تعالوا كده نعمل لست لكل حاجة موجودة. هلاقي ان فيه تلاتة بودة اتعمل لهم كريت. وهلاقي ان الديبلويمنت اسمها دولفين ايد. وباقي التلاتة على تلاتة. وفي ريبل كاسيت برضو اتعمل لها كريت. تعالوا كده نعمل تعالوا نعمل لست للبود. هنلاقي فيه تلاتة بودة اتعملوا. اول واحدة هنلاقي ده الاي بي بتاعها وتعملت على نود رقم اتنين. والتاني بود هنلاقي برضو ده الاي بي بتاعها وتعملت على نود رقم واحد. وتالت بود هنلاقي ده الاي بي بتاعها وتعملت على نود رقم اتنين. وبرضو دلوقتي لو جينا كده نعمل لست للنود تعالوا كده نكتب كيوب سيت ال جت نود داش او وايد. هنلاقي عندنا تلاتة نود ودي الايبهات البرايفت بتاعتهم. فدلوقتي شكل الكلاستر بتاعنا هيكون عبارة عن ايه? هيكون عبارة عن الشكل ده. اللي هو عبارة عن ايه? هيكون عندنا ده الكلاستر مكون من اتنين نود. ده نود رقم واحد ودي نود رقم اتنين. وده الاي بي البابلك بتاع نود رقم واحد. وده الاي بي البابلك بتاع نود رقم اتنين. ودلوقتي احنا عملنا كريت للديبلويمنت. والديبلويمنت دي عملت كريت لتلاتة بود. منهم اول بود اتعمل لها كريت جوه نود رقم واحد اللي هي البود دي اللي هي الاب بتاحها اخروا دوت واحد دوت عشرين اللي هو الاي بي ده وبرضو البود دي واخده لابل اللي هو انف اكوا saber recording وبرضو البود دي مفتوح جواها بورت اللي هو ٣٠٠ اللي احنا كنا كتبينه في اليام الفائل بتاع اللي وهكذا في بود رقم اثنين وهكذا في بود رقم ثلاثة هلاقي فيه اتنين بود اللي هو الاب بتاحهم اتنين دوت ستاشر و2.17 اللي هي 2.17 و2.16 اللي اتنين دول موجودين جوه نود رقم 2 فيبقى ده دلوقتي شكل الكلاستر بتاعنا تعالوا كده نعمل clear وتعالوا دلوقتي نبدأ نعمل create اليام الفايل خاص بالservice وتعالوا دلوقتي نبدأ نفتح ال vs code عشان نبدأ نكتب اليام الفايل الخاص بالservice انا دلوقتي فتحت ال vs code بتاعي وده اللي احنا كنا لسه كتبينها تعالوا دلوقتي نبدأ نكتب اليام الفايل الخاص بالservice فاول حاجة بنبدأ نكتبها في اليام الفايل حاجة اسمها وبعدين بتستخدم فهنبدأ نكتب وبعدين هنبدأ نكتب والكايند طبعا هيكون فهنبدأ نختارها من هنا او ممكن نكتبها وبعدين نضغط على ونبدأ نكتب حاجة اسمها وبعدين وانا هسمي السيربس دي dolfin aid dash svc وبعدين هنبدأ نكتب وتحت المرة دي هنبدأ نكتب حاجة اسمها type والtype المرة دي هيكون node board ولازم اكتبها بالشكل ده ال n كابتل وال b بتبقى كابتل وتحت بنبدأ نكتب حاجة اسمها selector وال selector ده لازم يكون نفس اللي موجود في ال yaml file الخاص بال فلو جدنا كده نطلع فوق هنلاقينا كنا مستخدمين selector اللي هو اسمه و هنلاقينا برضو في اللي هو اسمه فتعالوا ننزل تحت ونبدأ نكتب equal production وبعد كده هنرجع خطوة وراء وبعدين نبدأ نكتب حاجة اسمها البورتس وبعدين البورت فالبورت الاولاني ده هيكون البورت الخاص بالسيرفس فانا عايز السيرفس يكون البورت بتاعها الفين وبعد كده هنبدأ نكتب حاجة اسمها والتارجت بورت والتارجت بورت ده احنا اتفقنا اللي هو بتاعي ده البورت اللي هيتفتح جوه كل بود لازم نجيبه من اليام الفايل الخاص بالديبلويمنت فلو جينا نطلع فوق هنلاقينا فاتحين في الكنتينرز كونتينر بورت تلات تلاف فلازم نكتب نفس البورت ده ونبدأ نكتب هنا تلات تلاف وبعدين اخر حاجة هنكتبها حاجة اسمها النود بورت والنود بورت ده ده البورت اللي هيكون على مستوى النود اللي هيكون مفتوح على كل النودز اللي موجودة جوه الكلاستر بتاعي واحنا اتفقنا ان هو لازم يكون جوه رينج اللي هو من تلاتين الف لتنين وتلاتين الف سبعمية سبعة وستين فوليكون انا هبدأ احدده هخليه تنين وتلاتين الف وبعدين اكتب كده تلات تسفر فدلوقتي انا خلصت الكتابة اليام الفايل الخاص بالسيريفس فانا كده ممكن اخده كوبي وبعدين نبدأ نروح على الترمينال بتاعتنا فاحنا هنا دلوقتي هنبدأ نكتب ونضغط على انتر وبعدين ننقل اليام الفايل اللي احنا اخدناه وبعدين نعمل له سيف وبعدين نبدأ نعمل له ابلاي هنلاقي بيقول لنا ان السيرفز اللي هي اسمها دولفين ايد داش اس في سي اتعمل لها فتعالوا كده نعمل لست للسيرفز هنلاقي في سيرفز جديدة اتعملت واللي هي اسمها دولفين ايد داش سيرفز الطيب بتاعها نوت بورت وده الاي بي بتاع السيرفز وهنلاقي دلوقتي في بورتس مفتوحة البورت الاولاني ده ده اللي هو كان عبارة عن ايه ده البورت بتاع السيرفز اللي احنا كنا كاتبينه في اليام الفايل والبورت ده ده اللي هو النوت بورت ده اللي احنا كنا قلنا عليه ده البورت اللي بيتفتح على مستوى كل نوت فشكل الكلاستر بتاعنا دلوقتي هيكون عبارة عن ايه هيكون عبارة عن الشكل ده ده اللي هو عبارة عن الديبلويمنت اللي احنا كنا عارفناها مع بعض قبل كده وكننا لسه عاملين لها كريت احنا دلوقتي عملنا كريت للسيرفز اللي هي من نوع النوت بورت فدلوقتي اول حاجة بتبدأ تعملها ان هي بتبدأ تفتح البورت والبورت ده بيتفتح على مستوى كل النودز اللي موجودة جوه الكلاستر بتاعي واحنا كنا محددين اللي هو كان رقم 32000 فالبورت ده تفتح على نود رقم واحد والبورت ده برضو تفتح على نود رقم اثنين وقلنا ده بيبقى اسمه ايه ده بيبقى اسمه النود بورت وبعد كده جوه الكلاستر بتاعي بيبقى فيه سيرفز والسيرفز دي زي ما احنا قلنا ان هي بتبقى فيرشوال بتقدر تشوف الكلاستر كله والاب بتاعها اللي هو الاب ده وبعد كده السيرفز دي بيبقى ليها بورت والبورت ده اللي احنا كنا كتبينه اللي هو كان بورت رقم 2000 اللي هو هنلاقيه هنا وده بيتسمى البرت وبعد كده زي ما قلنا ان احنا بمجرد لما بنعمل كريت لسيرفز اوتوماتيك بنلاقي حاجة اسمها اند بوينت تتعاملك فوق كل بود والاند بوينت دي بتبقى عبارة عن ايه بتبقى عبارة عن الاب بتاع كل بود والبورت بتاع البود فدلوقتي ده شكل الكولاستر بتاعنا مكون من ديبلويمنت ومكون من سيرفز من نوع النود بورت طب تعالوا برضو نشوف معلومات اكتر عن السيرفز دي فلو جينا كده نكتب كيوب سي تيل ونبدأ نكتب اسم السيرفز دي ونضغط على انتر هلاقي بيطلع علينا معلومات زيادة عن السيرفز هلاقي ده اسمها وهنلاقيها هي بتسلكت انهي بودز بتسلكت كل البودز اللي عليهم ليبل اب اكوال برودكشن وهنلاقي الطيب بتاعها اسمه نود بورت وهنلاقي ده الاي بي بتاع السيرفز وهنلاقي ده البورت بتاع السيرفز اللي هو رقم الفين وهنلاقي هنا حاجة اسمها الاند بوينت الاند بوينت دي بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن الاي بي بتاع البود والبورت بتاع البود فاحنا دلوقتي عندنا تلاتة بودز فعلشان كده هنلاقي تلات ايبهات قدي ده الاولاني وده التاني وده التالت وتعالى برضو كده نبص على الصورة فده هيكون شكل الكلاستر بتاعنا اول حاجة هنبص عليها اللي هي السلكتر هنلاقي ان السيرفز بتبدأ تعمل سلكت للبودز اللي عليهم ليبل اسمه فعلشان كده ان السيرفز دي هتختار التلاتة بود دول بس علشان التلاتة بود دول عليهم اللي هو اسمه وبعد كده هنلاقي ده الاي بي بتاع السيرفز اللي هو اخره ستين واحد وتمانين هنلاقي ده الاي بي بتاع السيرفز اللي هو دوت ستين دوت واحد وتمانين وهنلاقي ده البورت اللي هو الفين ده البورت الخاص بالسيرفز وهنلاقي ده النود بورت اللي هو اتنين وتلاتين الف واتنين وتلاتين الف ده اللي هو النود بورت ده البورت اللي مفتوح على مستوى كل نود هنلاقي ده البورت مفتوح على نود رقم واحد وهنلاقي البورت ده مفتوح على نود رقم اتنين وهنلاقي التارجت بورت تلات تلاف اللي هو ده ده البورت اللي مفتوح على كل بود فاحنا زي ما قلنا ان السيرفز اللي هي من نوع النود بورت بيكون جواها السيرفز اللي هي برضو من نوع الكلاستر اي بي فعلشان كده السيرفز اللي هي من نوع النود بورت بقدر استخدم اللي هي بتقدر تقدم هالي وبرضو بقدر استخدم اللي بتقدر تقدم هالي اللي من نوع يعني معنى كده ايه? معنى كده ان انا قدر اكسز اللي موجودة جوه البد بطريقتين بطريقة وبطريقة الكلاستر اي بي فتعالوا اول حاجة نبدأ نجرب نحن نعمل ده من بره الكلاستر بتاعنا اللي هي بطريقة وعلشان اقدر اعمل كده ببدأ اول حاجة اخد ايي بي بتاع اي نود لهو اي بي البابلک وليكن اي بي بتاع نود رقم واحد وبعد كده ببدأ اكتب النود بورت اللي هو رقم اثنين وتلاتين الف هنلاقي ان اللي موجود جوه البطز اتفتح معنا فاحنا دلوقتي هنبدأ نروح نفتح الكنسول بتاعنا انا دلوقتي فتحت الكنسول بتاعي ودول التلاتة back 20 اللي هنعمل لهم running فهنا دلوقتي هبدأ اعمل سليت على نود رقم واحد وابدأ اخد الاي بي البابلح بتاعتها وبعدين هبدأ افتح تاب جديدة. واكتب الاي بي هنا. وبعدين هبدأ اكتب النود بورت اللي هو كان اتنين وتلاتين الف. هلاقي ان الابليكيشن اللي موجود جوه البود اشتغل معنا. وهنلاقي بيقول لنا هالو فرون دولفن ايد. اسم البود. وده معناه ايه? ده معناه ان هو دلوقتي بعت لنا الترافيك على البود اللي الاي دي بتاعها ده. ولو جيت برضو دلوقتي اعمل ريلود هنلاقي الاي دي بتاع البود ده اتغير معنا. تعالوا نعمل ريلود. اهو هنلاقي الاي دي اتغير وجاب لنا اي دي تاني. فمعنا كده ايه? معنا كده ان انا دلوقتي قدرت اكسز الابليكيشن ازاي? عن طريق الاي بي بتاع نود رقم واحد اللي هو كان اخره مية اربعة وتلاتين. وبعدين رحت كتبت النود بورت اللي هو كان رقمه اتنين وتلاتين الف. وتعالوا كده نعمل كلير. تعالوا كده نعمل لست الكل حاجة موجودة عندنا. لو جينا ناخد بالنا ان هنلاقي نفس الاي دهات دي هي اللي كانت بتزهر لنا في الابليكيشن على البراوزر بتاعنا. فاحنا دلوقتي قلنا ان السيرفز اللي من نوع النود بورت برضو جواها سيرفز من نوع الكلاستر اي بي. فلو جينا نفتكر مع بعض ان السيرفز اللي من نوع الكلاستر اي بي. كنا بنقدر ناكسز الابليكيشن اللي موجودة جوا. ازاي? كنا بنبدأ نكتب. والاي بي بتاع السيرفز. وبعدين بنبدأ نكتب البورت. بس المرات دي بنبدأ نكتب انهي بورت بنبدأ نكتب البورت الخاص بالسيرفز اللي هو كان ايه? اللي هو الفين. ولو جينا نضغط على انتر هنلاقي فعلا اعمل لنا اكسز للابليكيشن بتاعنا من جوة الكلاستر. بس هل الاي بي ده هيشتغل على البراوزر بتاعنا? لأ هو مش هيشتغل. ليه? لان انا دلوقتي بستخدم الجزء بتاع الكلاستر اي بي. طب هلأ انا بعد ما عملت الكريات لسيرفز هل اقدر ان انا غير النوع بتاعها? ايوا اقدر اغير النوع بتاعها? وليها برضو كزا طريقة. ممكن نكتب اول حاجة كيوب سيت ادت. عايز اعمل ادت لي? عايز اعمل ادت لسيرفز وبعدين هبدأ اكتب اسم السيرفز اللي هي دولفن ايه تداش اس في سي. وبعدين نضغط على انتر. هنلاقي دلوقتي بيفتح لنا اليام الفايل الخاص بالسيرفز. لو جينا كده ننزل تحت. ممكن نمسح الجزء الطيب ده. محتاجين ان احنا نمسح جزء النوت بورد اللي هو هنا. هنعمل ادت للفايل. وبعدين هنمسح كده. السطر ده كده كله. وبعدين ما ننساش ان احنا نعمل الديش دي هنا. ونرجحها وراء. بالشكل ده. ولو جينا دلوقتي كده نعمل سيف. تعالوا كده نعمل لست تاني لكل حاجة موجودة. هنلاقي دلوقتي حاجة مهمة اتغيرت معنا واللي هي السيرفز. وهنلاقي ان السيرفز بتاعتنا اتغيرت وبقت من نوع الكلاستر اي بي. وبقى دلوقتي عندنا بورد واحد بس المتاح اللي هو البورد بتاع السيرفز. فمعنى كده ايه? معنى كده ان هنلاقي البورد اللي هو اتنين وتلاتين الف ده اتغير وتشال معنا. يعني برضو معنى كده ايه? معنى كده ان انا ما اقدرش اعمل اكسر ده من بره الكلاستر دلوقتي. تعالوا كده نعمل كلير. ولو جينا كده نعمل الاس. هنلاقي ده اليام الفايل الخاص بالسيرفز. لو جينا كده نكتب ونكتب اسمه ونضغط على انتر. فانا ممكن هنا اغير اي حاجة. وليكن انا ممكن من هنا امسح النوت بورد وامسح الطيب النوت بورد ده برضو. بس احنا دلوقتي السيرفز بتاعتنا احنا غيرناها وبقت دلوقتي فانا عايز ارجحها تاني للنوع النوت بورد. فعلشان اغيرها تاني ممكن اعمل للفايل ده مرة كمان. وهنلاقي ان التعديل اتعامل معنا. تعالوا كده نجرب. بعدين نضغط على انتر. هنلاقيها دلوقتي زهر لنا حاجة اسمها يعني التعديل اتعمل. تعالوا كده نعمل لكل حاجة موجودة. وهنلاقي فعلا ان السيرفز اللي هي اسمها دولفن ايد داش اس في سي. بقت من نوع النوت بورد. وتزود لنا النوت بورد اللي هو رقم اتنين وتلاتين الف. فتعالوا كده نفتح البروزر بتاعنا. ولو جينا كده نعمل ريلود هنلاقي ان الابليكيشن شغال وشغال معنا على البوت دي. تعالوا كده نرجع مرة كمان على الترمينل. وتعالوا كده نفتح. اليام الفايل مرة كمان. ونمسح السطر بتاع الطيب. ونمسح السطر بتاع النوت بورد. ونعمل ابلاي كمان للفايل. تعالوا برضو كده نعمل كلير. هلاقي ان السيرفز اتغيرت بقت كلاستر اي بي. وما عادش فيه نوت بورد. تعالوا كده مرة كمان نفتح البروزر ونشوف هل هنعرف ناكسسيز الابليكيشن ولا لا. لو جينا كده نعمل ريلود. هنلاقي ان الابليكيشن بتاعنا وقف ومش قادر يشتغل. ليه? علشان انا غيرت النوع السيرفز بتاعي وخليته كلاستر اي بي بدل النوت بورد. وبكده جماعة نبقى ختمنا المقدمة القوية جدا بتاعتنا مع الكوبرنيتس مع المهندس ميناء حليم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بيها. لو عاوزينا جماعة تغوطوا في الكوبرنيتس اكتر من كده. في عندنا الكورس الكامل موجود على الموقع. هتلاقوا الديسكريبشن بتاعه موجود في الوصف. والكورس ده هو عبارة عن جزء لا يتجزأ من برنامج الكلاود والديفوبس بروجرام اللي يقاهلكم ان كنتوا تبقوا جاهزين للحياة العملية وللوظائف وان شاء الله تهسنا من وضعكم في الكرير. لو كنتوا اكتفيتوا بالمقدمة ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بيها. وما تنسوش يا جماعة لو سمحتوا. سبسكرايب فعلوا نتفيكيشن وشياروا عشان تدعموا القناة وعشان كمان تساعدونا نوصل لناس اكتر وناس اكتر تنتفع بمحتوانا. والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.